نفتح مجال لهؤل الأشقر يعني نسميهم إصطلاحاً ما بالضرورة هذا الترم يكون مضبوط نفتح مجال كمان لحتى الأدبيات تكون عم بتسلط الضوء على الحقل طبعاً وعلى شو عم ينشروا من من knowledge production فلح أحكي بصياء العام بأربع نقاط أساسيين بيساعدونا أكتر يعني نعمل إشكالية عامة لهذا الشي النقطة الأولى أنه ما فينا نفهم إنتاج المعرفة التبعه للناس وهذه النقطة يعني صلطت عليها هذا الضوء دينا بورشة عملناها من حوالي الشهرين بلا ما نفهم الواقع الأزمي اللي عم بعيشوا العالم العربي فنحنا عم ننتج على عكس ما تخيلنا من 11 سنة عم ننتج معلومات مش بس للأمل يعني كلنا نعرفين أنه الأمل عم بيصير شي يعني ضئيل جداً وجداً يمكن عم ننتج معرفة بإطار أزمة وهيدي الأزمة إليها شقة بيتعلق بالاقتصاد السياسي طبع التمويل أو طبع مع عيشات أساس الجامعة الأزمة بتتعلق كمان بالسيكولوجيا تبع الأهداف اللي مننشر اللي مننتج اللي منشتغل اللي منعمل ترينينج واللي هو بيتعلق شي بالأحباطات المتراكمة اللي عم بتصير عم تدرب يعني العالم العربي بشكل يعني مخيف فما فينا نفهم إنتاج هيدا المعرفة بلا ما نفهم أنه نحنا بواقع مأزوم يعني بلبنان صار في أزمة اقتصادية أثرت على كل شي بيتونس عم بيصير في أزمات سياسية ودستورية كتير كبيرة وإلى ما هون بمصر يعني يوني يمثل الشقة الثانية اللي هو شو يعني بس نقول إنه إنتاج معرفة تتأثر بالسياسات العامة طبعا هيدا بيدفعنا أنه نعيد التفكير مش بس بشو يعني معرفة وشو يعني إنتاج معرفة بس نعيد التفكير بشو يعني سياسات عامة السياسات العامة اللي نحن نفهمها نفهمها أنه أغلبيتها من الغرب والإطار الأكاديمي الغربي اللي هي بتقول أنه في حدا لازم ياخد قرارات لصالح المجتمع يعني الصورة المتداولة لهيدا الشي بس نحنا بأنزمة منا أبداً ريسبونسف لنقاشات للسياسات العامة أنزمة عم تصير مغلقة أكتر وأكتر على النقاشات العامة مش بس على المساهمة بأخذ القرارات وبالتالي واجباتنا يمكن نرجع نفكر بشو يعني عام وهون في ضروري نعمل تفريق بين السياسات العامة بصفتها يعني قرارات متخدة من قبل سلطات رسمية أو مؤسسات رسمية لا نجرب نقول أنه شو نحنا بمساهمتنا بشي اسمه نقاشات عامة يعني دايماً نحنا متغرين بفكرة أنه لازم نأثر بالقرارات 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 بس إذا صاحب القرار ما بده يعني نأثر ولا ما اعترف فينا أصلاً فلا بعد ما مصررين على هالفكرة وما منقول خلينا نأثر بالنقاشات العامة بالنقاشات العامة بشكل أنه تكون عم بتساهم بأي قضية عم بتكون زو طابع عام زو مصلحة عامة ولي هي قضية ممكن ننقلها من شي بيتعلق بمجموعة لشي بيتعلق بقضية سياسية أو مجتمعية إلى ما هون فهيدا أول آكس أنه الفكرة أنه ما ضروري نكون عم نقدم بس معرفة لنأثر بالصنع القرار من وراء بالنقاشات العامة لا نقدم معرفة بتأثر بالنقاش العام طب هلا هيدا بيبعثنا على موضوع الأزمة أنه نحن بأزمة وأي نقاشات عامة هيدا المعرفة يمكن إذا ما بتأثر هلا بالنقاش العام هدا فتكون عم بتأرشيف لحقبة وفتكر هيدا أهمية هيدا المبادرات إنه إذا ما أثرت بالنقاش العام هي عم بتحط أرشيف عام متداول للجميع وإذا بتشوفوا كل المبادرات اللي هلا بنحكي فيها عندها ويبسايت عندها أرشيف إلكتروني ممكن إذا هلا ما كان إلو دور عام يمكن بعد عشر سنين يصير إلو دور عام وبالتالي العام هو بالمفهوم الأوسع اللي أبعد بكتير من إنه بس أخذنا قرار يمكن الأرشف هي شي كتير أساسي وبيعطي قيمة للي عم نعمله أبعد من التأثير المباشر فهيدا نقطة فينا نكون عم نفكر فيها كمان هيدا بموضوع السياسات العامة والإنتاج المعرفي طب بموضوع من المنتجين المعرفي طبعا في تفرقة تقليدية بين أستاذ الجامعة الأكاديمية اللي بيعلم بالجامعة اللي بيترقى على أساس منشورات علمية وإلى ما هنالك وبان الشيء اللي بيسموه ناشط ناشط وما بقى فيه أو أو منظم على الأرض أو أرجنايزر أو أكتبست بس نحن بالعالم كله عم نروح نحو مش نحو الفصل التام مثل ما كان من زمان بين أستاذ الجامعة والأكتبست عم يصير نوع من بمحل معين التحام بين هيدا الفكرتان وصار في فكرة من سميها أكتبست ريسيرتشر اللي هو الناشط اللي هو فاعل بهذه القضية اللي عم بيشتغلها واللي هو نفسه عم بينتج هيدا المعلومة عن الوحد يعني مثلا إذا حدا بيشتغل على المساحات العامة مضرور يكون أستاذ جامعة هو ناشط بس كمان عم ينتج معرفة لحتى يكون عم بيدافع عن قضيته بهيدا الإطار فكمان كيف فينا نفكر بهول الأشخاص ونكون عم نعتيهن صوت من خلال هيدا المشروع ونكون عم نعترف فيهن كمنتجين المعرفة بشكل إنه ما بس نحطهم على جنب بصفتهم ما عندهم شهادات الأكاديمية أو منهم يعني يعني جزء من مؤسسات أكاديمية لا بالعكس إنه كيف نحنا من خلال هذا المشروع ونقاشية الأوسع طبعا نكون عم نعترف بهول الأشخاص بغض النظر عن الصفة الأكاديمية طبعا كمنتجين معرفة بتساهم بشكل مباشر بالدفاع عن قضاياهم وطبعا عن شيء اسمه صالحان وطبعا هؤل الناس عندهم مناهج خاصة فيهن عندهم أطر مفاهمية خاصة فيهن كمان هذا المشروع عم نجرب شوي نفهمه أكتر كمان الانترفنشن ستبعون يعني كيف يدخلوا بالمجتمع شو الوسائل اللي بيوسطوا فيها المعلومات كمان هيدا الجزء الساسي عم نجرب نفكر فيه وآخر نقطة إلى جانب منتجي المعرفة والمعرفة العامة في نقطة بتتعلق بالمساحات حكي شوي أمبرو عن هيدا المساحات وين هيدا المساحات اللي هول الناس عم بيناقشوا فيها أفكارهم ومع مين هل بس عم بيناقشوا أفكارهم مع ناس هني مقتنعين معهم بمساحات هي بتحب تكون من فتحة للعامة ولكن بتصير آخر شيء كمان هي محصورة فقط بناس بيفكروا كله النفس الشيء أو في مساحات تداول أبعد من هيدا الشيء بتتعلق بالعلاقة المتكاملة بين الجامعة وبين هيدا المؤسسات بين مؤسسات أكبر مثل الأي سي أس أس اللي عم بنعطى صوت أكتر وأكتر لهول الأشخاص وشو هي مساحات الدداول أكان الأفكار أكان تبادل الخبرات أو المناهج أو مسألة الاعترافات المتبادلة بين هيدا المساحات المختلفة اللي برأي هي كتير ضرورة لحتى نكون عم نوسع إطار المعرفة بشكل أنه بيكون عندها منفع عمي بهيدا بهيدا الإطار آخر شيء في مسألة هي بتتعلق بموضوع الأزنة اللي هي أنه وين هول الناس موجودين والأطر الجغرافية طبعيتهم الموجودين فيها طبعا نلاحظ بآخر فترة بآخر عقد بالعالم العربي صار في هجرة لهول الناس بشكل كتير مخيف لدرجة أنه يمكن صاروا عم ينشروا معرفة من خارج الأطر اللي هني ملتزمين بتغييرها أو بتفاعل معها طبعا عم نشوف كتير من الناس صاروا ببرلين مثلا أو صاروا بدول أوروبية أو بتركيا وبعضهم عم ينجوا معرفة لأنه هايدي المساحات الموجودة مثل مصر وتونس ويمكن لبنان مانا بقى متاحة لقالهم بشكل أنه يكونوا موجودين وينجوا معرفة من داخل هيدا البلد وهيدا طبعا بيترح إشكاليات كمان مختلفة حول مناهج إنتاج المعرفة المنهجيات كمان يعني إذا عم ينجوا من بره شو تأثير الخارج عليهم يعني في ورقة بهذا الإطار هلا بنحكي عنا أكتر أنه كيف بصيروا يتأثروا أكتر بالغرب ويتوجهوا للغرب بدل ما يتوجهوا للناس العادين اللي هني موجودين داخل هيدا البلد اللي هني معنيين فيه فهيدا بشكل عام المشروع المشروع عبارة عن 12 ورقة اللي هي عم بتفكر بهيدا القصاص في عنا أوراق مفاهمية بتجرب التعامل الإشكالية أكتر للأسئلة الأساسية اللي عم نعمل عنا هيدا الكتاب في دراسات حالي عن ناس هني ملتزمين بمؤسسات أنشأوها وعم بيخبروا شوي إذا بدكن المسار الشخصي طبعا من باب طبعا نقضي في عنا حالة الجمهورية في عنا حالة العشرة طوبة بمصر فهي حالات ناس مش حدا كاتب عنهم يعني منه باحث جاي يكتب عن عشرة طوبة أو عن الجمهورية لبل هني أشخاص كان أكاديميين أو ملتزمين عم بيكتبوا تجربتهم بشكل نقضي عن هيدا التجارب وصلت ما وصلت هال الأهداف اللي نحطت من الأول بعضهم ملتزمين أو اضطروا غيروا ليش إلا ما هناك فهي تجربة نقضية فهي نوع من أنه هيدا الشخص الملتزم خلينا نسميه هلا عم بيفكر به المسار طبعه خلال آخر أقله مثلا عشرة سنين أو أكثر نوع جزء تاني فقرة تاني من هيدا الكتاب هو على الناس اللي عم بينجوا معرفة اللي خلينا بين هلالين نقولها من الخارج أو من المنفى ناس كانوا ملتزمين بقضاياهم داخل البلد اضطروا لأسباب خلينا نقول سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية هاجروا من هيدا البلد بس دلوا ملتزمين بإنتاج المعرفة على القضايا نفسها من خارج هيدا البلد كان من أمريكا أو من ألمانيا أو أو وعملوا مجموعات علمية كمان برا فكمان عم جرب نفهم هول الناس شو عملوا شو عم بعملوا إلا ما هو مالك وفي شئ ثالث اللي هو بمحور نحنا أقلو كيمكن كأكاديميين أو كناشطين ما من يأخذوا دائما بعيند اعتبار بس هو كتير مهم ويأثر بواقعنا اللي هو ناس اللي بينجوا معرفة بالمؤسسات الدولية واللي هي معرفة هدفة أصلا من خلال هيدا المنزار تأثر بالنقاشات العامة وبالسياسات العامة بس ما كتير يعني مني أخذها دائما فور جرانتد بصفتها انه هي على الهامش فنحنا ما نحطينا على الهامش عم نحطها ضمن يعني بصلب هيدا المشروع فيه محور خاص بانتاج المعرفة بالمؤسسات الدولية او الخبراء اللي بيشتغلوا مع الحكومات او مع المؤسسات الدولية اللي كمان بينجوا معرفة كي من خلال التقارير الرسمية او تقارير المجتمع المدني او كيف تتطور مفاهيم الامم المتحدة بما يتعلم الاصلاحات ببلد معين الى ما هنالك فكمان عم تجرب نعطيهن مجال لانه هني شئنا عمينا كتير بيأسروا بني قاشات العامة وبي كيف منفهم القطر السياسية يعني فجعا بينزل مفهوم علينا مثل الريزيليينز او الابغريد او ثوريتاريانزم او ما بعض شو وبيصيروا ياخدوا الامجينيري طبعا ومنصير كلنا منشتغل فيهم فكمان عم نفكك كيف هيدا المصطلحات بتسافر من نيويورك بتصير بلبنان مسلا او بتونس وتصير هي اطار عملي ومنهجي لالشي المنسميه مشتاعة مدني ففي اوراق كمان على هيدا الموضوع على هيدا النوع من انتاج المعرفة اللي ما كتير اخد حيز بالنقاشات العامة ودايما نحنا مندرسوا يعني مندروا ومندرس ومندرس والفاعلين بهيدي المجالات ما دايما موجودين معنا فبهيدا الكتاب جربنا هو الخبراء يكونوا موجودين معنا ويكتبوا عن تجاربهم كمان لحتى نفهم دورهم والنقاشات اللي بتصير بهيدا فهيدا هو المشروع بشكل عام واذا عندكن اي اسئلة استضاحية يعني انا جاهز بس هيدا اللي انا لكتر اكتر اكتر اللي اعرضتوا هلا هي اكتر اسئلة من انها اجو بكينكلوسيف بسي يعني محاور للتفكير اكتر من انه اطور منزلي علينا شكرا جميل بول جالسة اللي هي ناش بين keynote speech يعني من the director of ACSS Sefni Shami who's graced us with the presence today in conversation with Nadim Hori the executive director of شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة muito grateful I don't be speaking in English in this conversation, but we can switch Arabic English. I have a text, and this is why I'm speaking in English. But I'm very aware that the issues I'm raising have already been raised by Andrew by Jamil and will be raised in almost every session. someone that is watching but i am hoping.. really I did not think of this as a key note in any way in the sense of an expert intervention but really as the issues that are animating us guiding us challenging us confusing us in this common endeavor which we are all part of as institutions and as individuals so I am aware that there is رؤية Petrovية مستمع بالتعل胎 ي teachings that you are familiar with the topic for discussion in this two days. But I hope it will be useful to give them structure. First of all, it is such a pleasure to work with our colleagues at ARI, on this important set of issues. The issue of producing knowledge for public good constitutes not only a focus of أحد أكثر أقل مشاكل ولكني أشبهها أن كنت فهذا الشائع على الأشخاص والاقل من الدول، تجاهل خلال الله وأنتهي من الأشديدة من دائرة ونحن المستعدة قبل مانتظر جميعاً ونحن أشتبه لنظر المستعدة أشهد لمبنالك نحن كلمة كانت كبيرة ما هو التمسل لنحن الأسخة وفتحص الجميع وما شخصي وسميه public good in itself and already made this distinction and i think it's a very important distinction that we need to think about quite deeply so um we very much hope that this is really the beginning of a series of discussions and reflections and that they will open up that this kind of convening and discussion opens up research agendas um and uh that we think about how to in some ways operationalize these questions into research agendas that can be taken up by acss by ari by other knowledge institutions across the arab region in the last session of this first day my colleagues musheer jaziri and nada shaya will present about some of the lessons we have been learning around these issues at the acss through a variety of programs and also i use the word a little bit testantly but also the kind of advocacy that we are engaging in at the acss concerning knowledge production sharing dissemination um okay the three broad areas i will address uh where do we stand today in terms of knowledge production in the arab region jamil has already uh given us sort of uh the framing for this question what is the public good and finally perhaps uh uh an idea that uh i'm sure you're all familiar with but is worth sort of highlighting is to think about knowledge at risk in our region but also globally so where do we stand today um there's been several decades if not more of reflecting on the changing knowledge hierarchies and circulations in the arab region um more recently conceptually we've been deliberating the ideas of decentering knowledge globalizing knowledge decolonizing knowledge and i think these um sort of conceptual trajectories or conceptual endeavors also need to be taken into account so is there a relationship between decolonizing knowledge and producing knowledge for uh the public good uh i don't see much literature on this i see a compartmentalization of efforts and that the whole decolonizing discussion is not related in any way to the idea of the public good or to the idea of uh impacting public discussion or public policy um and so there is a need to bring together different literatures different types of uh uh thinking and conceptualization together and all this can this can only be done through infrastructures um new and existing but also new infrastructures for knowledge production those who who know me and who hear me speak know i'm obsessed with the idea of infrastructures for knowledge production because i feel that we ignore this issue or we take it for granted or or we only criticize you know or more you know we decry the existing sad state of knowledge production infrastructure in our region but we what we are engaged in is creating new infrastructures and not just critiquing sort of existing infrastructures and so we have to be very mindful by what that means and and how we do it and and what succeeds and what doesn't succeed so we know that the weakness of knowledge production in this region is related to decades of uh of uh decades of of creating infrastructures that do not promote the kind of knowledge that we are seeking but the question is um is it a lack of investment simply a lack of investment or is it the way in which these infrastructures have been conceptualized and so uh i think it's very important in order to understand where we are today in terms of knowledge production to do critical histories and i know uh dina and others have been involved in this to engage in writing critical histories of the development of the university and other types of knowledge infrastructures that exist in in the region and to not simply um attribute all the problems to authoritarianism or lack of democracy but also to notions of development and notions of modernity that have shaped the uh creation of these of these structures so that um the post uh independent states invested heavily in knowledge production and knowledge infrastructures all across this region um but the ways in which these uh structures were established and developed had to do with notions of modernity and progress um and um uh that today we are critical of um and uh and we should realize that today as well we are uh working with certain notions of development and modernity and progress and um and that we need to be mindful of this and so you know the focus on science medicine engineering uh more recently on finance management and the skills demanded by the private sector these are not just um uh these are not just sort of short-sighted short-sightedness of those who are planning on knowledge infrastructures but they are projects and they are projects that marginalize certain kinds of knowledge and the kinds of knowledge that we are particularly interested in so uh so uh so the first point really about infrastructure is to understand uh and to critically examine these histories that we have inherited um and uh and that have led among many other things to the marginalization of the social sciences and the humanities um um another point about infrastructures that i think is relevant to the discussion today is uh the idea of autonomy and the idea of an autonomous autonomous sphere of knowledge or the autonomy of an academic community or the autonomy of a knowledge producing community and this is something that um i have thought about for a long time and what does autonomy actually mean um and i would suggest that there are three essential functions of autonomous uh intellectual domain or community one and i think this is um essential or central to our discussions over the next two days autonomy means the ability to articulate evidence-based alternatives to hegemonic and ideological agendas so uh you know we can call this critical social science so we can talk it we can name it many other things but to articulate evidence-based alternatives rather than ideologically based alternatives to hegemonic agendas um the second sort of feature of an autonomous uh academic community is the ability to impact public discussion uh and uh you know as jamil has mentioned and this requires platforms and spaces as as he has emphasized but the third aspect which we don't talk about enough i think is autonomy is very much related to the ability to protect and promote professional interests among that is academic freedom but also so among uh these professional interests are the ability to make a decent living the ability to reproduce your knowledge the ability to teach new generations um of of researchers or or activists or whatever so when we think about autonomy i think we have to think about these three aspects all together and um and one of the things that i find most lacking in this region is really the ability to protect our professional interests we have no unions we have no networks or forums or ways of coming together to help each other as institutions or as individuals when we face difficulties whether these difficulties are political or or economic or funding or etc so um so as as has been mentioned a hopeful sign in the region has been the emergence of new knowledge institutions in the new millennium starting before the uprisings of 2010 2011 strengthened by those uprisings and also strengthened by the uprisings of 2019 and we may be on the verge of another wave actually if if we look around us so something was happening in the 2000s right i mean it's like all these institutions around us are established in 2009 2010 2011 2012 so i think we still don't understand fully what was happening that at the same time that it brought people out into the streets was also establishing these new knowledge producing structures whether esigns or institutions or ngos or collectives or whatever i think we still don't understand exactly what led to this convergence or this confluence of of events and um and these new knowledge producers or new generation of of institutions some are research centers some are advocacy ngos some are informal collectives and they've taken on themselves the task of producing new types of knowledge which we can discuss what new uh new means but one of the uh one of the most interesting aspects i think of or the newness of this kind of knowledge that's being produced is that it crosses boundaries for example of course between the disciplines but also between the social sciences and the arts between media and academia so a blurring of these sorts of uh boundaries that exist between different types of knowledge and i think this is one of the really interesting and important functions of uh critical knowledge production is to question uh question the disciplines that we've inherited and that we that our universities are so in invested in protecting um and uh blurring the differences between the academic and the non-academic as jamil said um questioning what in fact non-academic may mean uh and 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 questioning also the the boundaries that we put between sort of scientific knowledge and artistic knowledge and so on so i think this new group of uh institutions are questioning but not so i mean i haven't seen anything written on this actually i don't think it's very it may not be conscious or if it's conscious it's not being articulated sufficiently and i think it's very important to articulate and the fact that many of these institutions are operating outside universities and formal institutions and that many of them take the form of informal collectives is part of their strength but also part of their fragility so they have more freedom they have they are free of the kind so in many ways uh working outside the formal institutions we're free of the kind of the pressures of having to conform yes so um the fact that uh that this knowledge is being produced by actors who are outside formal institutions of course gives a certain freedom and ability to produce knowledge without having to conform to preset definitions of what is uh uh valuable and what is uh excellence and 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 what is useful and and things like that but at the same time this is a source of fragility because maintaining continuity and not just continuity but continuity means accumulation of knowledge and it's this accumulation that is most that is weakest um that is weakest in our region is building on each other you're going to talk about that i'm sure um so these knowledge production in the region at the moment uh includes the institutional i always i should i argue we cannot forget the institution the universities the national research centers and so on uh the institutional uh the institutional uh the interinstitutional this is how at acss we think of ourselves as an interinstitutional space that bring together a network of networks so to speak but also the interstitial and these collectives and so on are basically living in the interstitial in the in between spaces and again that's their power but that's also their fragility um okay moving so uh so these institutions and knowledge producers uh you know so they engage in funding they engage in training they engage and we engage in funding and training and convening but also uh i just want to emphasize that they and we have a crucial normative function and not only a practical function but a normative function to define and understand and conceptualize new ways of knowing to interrogate disciplines and fields to question prevailing research agendas and policy discourses and to argue for new imaginaries this is easier to write and to say than to do um and uh but at the base i think this is what we're all trying to do coming now to the issue of what is a public good and what is the the public good what is a public good and what is the public good andrew and uh and and jamil have already uh made this distinction and i think it will come up in all our discussions but um looking at i am by no means an expert on this literature but looking at the literature on the public goods um it's very interesting to see what uh how how much this concept is and is part and parcel of an economic a set of economic concepts but also capitalist concepts and so i think we have to question public good uh in 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 terms of sort of it's 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 constitutive uh elements so the literature seems uh very sort of um confident in talking about the public good as the sorts of goods that the state needs to provide it's a very state-centric idea the state needs to provide public goods in order to enable the private sector the private market the private goods to circulate produce be consumed etc so um i'm you know clearly there's a socialist variant of this but um the literature is mostly on sort of the capitalist and so really the question is in the neoliberal stage of capitalism you know what is the public good and who provides the public good um and so it's it's kind of gives um uh it helped me make a lot of sense of all of this discussion about private public partnerships and and so on to the idea that the public good is now not produced by the state or by the state alone but also through the private sector so it seems a bit conceptually a bit contradictory that the private sector produces public goods but in fact this is sort of what is happening in a rather haphazard sort of way uh and in ways that generate more inequality rather than sort of level the playing field or equalize the playing field which was the original idea of the public good um so in this um in this understanding of public goods um uh how do we think of i'm just raising these as questions and i have no uh thoughtful answers how do we think of the public good in authoritarian societies uh where uh and how do we think about the public good in authoritarian regimes that are neoliberalizing i i think this is a very very complex question but is really a a good research agenda an important research agenda and how do we think about the public good in illiberal democracies what has been called illiberal democracies and how do we think about the public good in failed states and in fragile contexts it seems to me these are three sort of contexts where we need to understand the public good we need to conceptualize the public good in in terms other than the terms that exist in in the literature so if we think about knowledge as a public good then the discussion in the literature is mostly around the state provision of education and the discussion revolves around the levels of education and the type of education the state must provide uh there's a big literature on the public mission of universities and so on but it seems to me this is really of a previous era and not uh very relevant to what we see around us today and so um so there is conceptual as well as empirical work to be done and there is a lot of work arguing that in a globalizing world the idea of the public good must be globalized and provided transnationally so there is a literature on global public goods and uh and so the idea is that globally there needs to be sort of processes and institutions and regulations and procedures that provide security health and environment to allow for the circulation of goods and ideas all the all this seems to me really naive and in many ways really simplistic and naive in many ways and with no consideration of politics and no consideration of inequalities and and so i think there's a huge area of work that uh voices from our region could address in in these issues but also reading this sort of post-covid 19 is really uh startling uh where you know all the politics around the development of vaccines and then all the politics around the the distribution of vaccines clearly showed the limits to the idea of global public good right i mean it's it's the best case study um okay uh in in theory therefore the public good is a top-down process and what we are discussing and what we are interested in and what we are invested in is always bottom up right so how how do we address the idea of a public good if it's really a top-down concept and how do we make it a bottom-up concept instead and this is where then we start i guess talking about for the public good rather than as a public a public good um so uh so just a few words um on kind of the culture of the notion of public good in the kinds of contexts that we live in regimes and governments in our region they know that knowledge is power and uh they clearly uh would see that the distribution of knowledge would be like any other public good to be control controlled by the state and also used or given out in ways that protect the continuity of the regime so another uh term that we need to think about secrecy um because states in our region know that secrecy is the path to power that withholding information withholding knowledge is a way of spreading fear insecurity and a sense of powerlessness we often hear people saying about states or about intelligence agencies locally and globally that they know everything anyway you know so this i think we have to take seriously this kind of common or um cultural if you like ideas about knowledge that someone has it they know everything um whatever we say or we hide it's known anyway so what what does this mean about the ways in which we think about knowledge so secrets are for the top but secrets are not for the bottom people at the bottom citizens cannot have secrets they are known they are legible they are you know they have been read um so not only nothing is private not nothing is secret but also nothing is private as a citizen everything is known so this threat of hidden knowledge is often used in in public discourse or in private intimidation i've heard even university presidents say things like do you know this expression or is it very jordanian you know i'm going to disclose all the information i know about you if you continue on this path of challenging and so on i have to have you know this idea of the jarur of the file of the and so on is very 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 prevalent in uh in these sort of discourses of fear and and knowledge that that surround us or when uh there's some kind of resistance uh whatever you know a social movement or uh kind of um mobilization in the streets or student activism those in power say we know every single person who's involved there's always this the people in power use the idea that they know and uh this is used so when we talk about knowledge and power i think more important than the the academic sort of knowledge and power discussions are this the use of knowledge as a way of creating fear and security powerlessness etc so who has knowledge who doesn't have knowledge for me as an anthropologist i think this is a very interesting research agenda as well so finally not finally but related to this is the fear that we have as researchers that is commonly articulated of producing knowledge that is going to help those in power okay so the idea is that if knowledge is being used in order to suppress or to keep people under control or whatever then any knowledge we produce as researchers can be used in this way and and this is a powerful um for this is a disincentive and limiting factor to research and to researchers so let's take a few examples from palestine where you know where it's particularly uh problematic and where there are so many layers of of uh of control and of uh uh of of power so palestinian researchers who study resistance to occupation worry that the occupation will use their data or their information to control this resistance and to suppress this resistance so there's a lot of arguments that we hear from palestine researchers saying we shouldn't do research or we shouldn't publish our research or we shouldn't disseminate our research because it would be used to better control us or in a in a different way so because control is not just by the state but by powerful the powerful whoever they may be whether it's the state or others palestinian researchers who say we produce the data but then it's israeli academics who are publishing and who are benefiting from the day we collect the data they reap the benefits so um so um so um so how i mean and this is maybe uh the idea i i would like to to leave us with is how do we change the the notion of the relationship of knowledge and power from one where withhold having information owning information is the source of power to an idea of knowledge and power where sharing information is the source of power how how do we do that that's what what does what has to change in the way we think and in the way we um we uh produce knowledge to think about power or strength or um effectiveness being through the sharing of information rather than the owning of information um there is a line uh i like very much about art which says that art is impoverished when it's impoverished when it's privatized when someone buys a painting and keeps it in their own house it's impoverished but art is enriched when it is shared so how do we think in the same way about our work and and the knowledge that we produce and finally about knowledge at risk um since the idea of the public good invokes immediately the private the public and the private uh a main risk uh that we are all aware of and that we're all facing is the privatization of uh inform of knowledge um so uh the institutions and the structures that produce knowledge for the public good are shrinking the resources are decreasing and the public sphere in general is shrinking and there's the privatization of of research which is happening both because universities are increasingly corporatized and producing information for private clients but also because private companies like mckenzie and others are collecting data at a massive scale and because private monopolies like facebook and google and others are collecting data that they have no constant it is not in the constitution of these institutions to share knowledge there is nothing that impels them to share knowledge so they can monetize this knowledge they can sell it for monetary and for political purposes but the there is nothing that compels them to share it so we are living in a context where increasingly information data knowledge is privatized and um much more than any other times before i i i would guess and at the same time you know there is the risk because of the obvious tragedies of war conflict death displacement where work and progress achieved over time by individuals and institutions is lost there is a loss to data to archives to archaeological artifacts um there's a plundering that happens during these wars and conflicts just think about iraq and the iraqi archives and artifacts that are now in 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 the us or in the north um there is the closing off of sites of field work due to dangerous conditions but also due to clampdown on on research and so all of these risks um are the context and i think jamil has also already said this are the context in which we are producing knowledge so knowledge is at risk um and um and this is something i think we need to be very vocal about um and so finally i think we need to we need to have a message for the donors because the donors can't i mean even in a context like lebanon donors are still saying to us you know what's going to be the policy impact of of your of you know whatever we are funding and really this question or this demand is very naive at least in the context of lebanon um at the same time they have no other language the donors have no other language except to talk about the policy effectiveness of the knowledge that they are funding and i think in a way it is incumbent on us to provide an alternative uh an alternative language and and jamil started to to talk about this in terms of like the common spaces that we are trying to create a common space for sharing of knowledge rather than withholding knowledge or owning knowledge um and uh and i guess this is the the challenge before us these two days and you know for the foreseeable future thank you we have another mike mike dana no five minutes okay uh well she's a good morning everyone uh so my name is nadeem uh i'm the executive director of uh ari and i really wanted to to thank certainly for a very rich and and thought-provoking uh presentation that really touches on so many uh elements and i wanted to to sort of uh uh ask you a few questions or or uh get your thoughts on on a few aspects that i think you mentioned and and curious to uh to see what you think of it i i want to start with an element you mentioned a lot about which is infrastructure i think you and i have discussed this before uh and really about uh three aspects of this infrastructure um both of us run organizations that are regional in nature in a region that is increasingly fragmented you know i mean of all the regions in the world uh this is a region where actually most regional institutions at least the official ones are completely dysfunctional where increasingly there are questions about whether you know uh does it makes uh is sudan not better off thinking just getting more integrated into african institutions uh north africa is also drifting in many ways uh to other parts there are clear dynamics division between the you know what unites today a country like libya and the gulf in terms of some of these issues we're asking so one aspect that i'd like to hear more about is um a lot of these regional institutions this regional space came when there used to be a much more ambitious arab regional imaginary i think today even institutions in ari you know predates me but you know in morocco someone's gonna ask me why are you called the arab reform initiative you know we as uh you know you name it we don't feel represented the the kurds of syria don't feel represented the amazon don't feel represented uh the armenian don't and you know so what is the regional space what unites us uh we're also seeing in a way the imaginaries being uh reconfigured with these you know when you look at sort of how the the new economy of the coming years is shaping up and you see the gulf aligning itself with india and china via israel to europe bypassing everything so i wanted to hear you about this notion of regional infrastructure what does it mean does it still resonate in the same way as it used to before um on the issue of infrastructure also this uh and i have to say i think acss has been and like many of the as well organizations will be talking about these next two days have really been pioneers you know and and really and i know how how keen you've been on you know building infrastructure and then something like we were just discussing the lebanese crisis happens and suddenly you know all the things that make an infrastructure become under threat uh we talk about archiving where can we archive in the region that's safe uh so what you know i mean really thinking about uh what would it and i think you started talking about it but where you are at today uh thoughts about what can be done to protect this ecosystem regional national and 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 how they uh they interact and maybe finally on the regional infrastructure uh and and how we think about infrastructure one thing has been really striking me is the uh movement of the center of gravity in the region towards the gulf including around knowledge production and specifically around public policy uh you know when i uh if we were having this conversation maybe seven years ago ten years ago a lot of the uh choices people were making is you know you migrate north for uh teaching opportunities and so forth we're now actually seeing a lot of migration uh east in in many ways and this migration which had already occurred in other jobs like finance construction engineering all of that is also now happening for knowledge uh producing so what does it mean for us in a region because we know the issue you know particularly on public policy it's very interesting the the gulf countries got the emirates are spending a lot on public policy but it's a kind of public policy they want you know very technical very mckinsey like you know um and so what that you know what does it mean for the humanities because they're starting to invest that space as well so they want to get the best money can buy uh but where where is this leaving the the uh the infrastructure or maybe we're being too concerned and maybe it will it will actually create options so maybe we'll just start maybe hear you a bit more on this notion of infrastructure vis-a-vis the 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 challenges you see does the region still make sense as a unit of analysis uh are you seeing interesting initiative perhaps as well because i know you're very familiar with examples from other regions of the world where they've managed to create these infrastructures that can hold that can archive that can be accessible that can provide a space for uh for people and also uh how you think about uh the regional dynamics between on the one hand countries where there used to be space are increasingly challenging to create the infrastructure you know lebanon we're just talking about jordan tunisia very hard to run institutions and maybe those that are becoming more hospitable to fund and host such institutions like the gulf come with a very different price tag in the sense of the kind of uh work so maybe they'd like to hear you a bit more um thank you for these uh questions um yes it's very interesting that when the acss was being planned uh this is in 2006 2007 2008 like the idea that it would be called the arab council for social sciences was not problematic at all to those who were planning it and now it is problematic and um my response to this uh might not be uh popular but uh my feeling is uh first of all that there is a justification for arab institutions and arab organizations because such knowledge producing organizations should be building on a heritage i don't mean heritage in a cultural or certainly religious sense but a heritage of knowledge production and this is very weak in our region uh mohammed bami writes about this in in the first report uh for the acss on on the social sciences in the region when he talks about the weak academic memory in in our region so that we don't sort of uh and of course it was said by al-aroui and by many others previously that we don't even understand our heritage let alone critique it or build on it or or transcend it so i think there is um an epistemological and and conceptual uh argument for saying arab knowledge or arab an arab knowledge institution and that this is something that builds on the past reflects the present has an imaginary for the future but the unpopular opinion here or maybe unpopular is that it doesn't have to be exclusively that and i would encourage lots of other institutions based in this space to be thinking in terms of african and in terms of global and in terms of asian and in terms of all other sorts of um configurations because the the space that you imagine you're producing knowledge in and for shapes the kind of knowledge you produce so what you produce in an arab space is going to be different related but different to what you produce in an african space but you can have both and that's enriching it should be enriching it should not be threatening it should really be something we encourage different kinds of frameworks for producing knowledge in different kinds of spaces so there is a space for global knowledge there's a space for for regional therefore local for national etc so i would say the fact that arab is challenged uh is true uh the idea of an arab space is 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 being challenged for all the reasons you mentioned and so we have to be more conscious and and it's not just a default you know i i think that um makes it more our task more difficult but also more intentional um and uh and i think the sort of ways i see in which uh some uh thinkers or some writers are trying to conceptualize or accommodate this this critique or this change or this challenge is very weak by saying like arab is an umbrella identity and you know you can be kurd and arab at the same time and so i mean all this research on identity over the past 30 years has shown that individuals have hybrid identities and that identity is contextual and identity is situational and identity is positional and so on so let's translate these ideas to institutions and not just to individuals um and uh and not sort of try and say you know arab is the most important identity and it encompasses all other identities i mean turkey has tried that and see where 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 it's gone with them so that that's what i would say on the first one um so uh no it doesn't resonate the way it did before but let's take that on you know sort of and face it um okay and and in the face of all these challenges and interruptions you know it's like our lives uh are in you know we can't think of our lives and of our institutions or ourselves as one of continuity it's always of interruption you're always being interrupted and sent off in a different direction you know in our own lives and in our institutional lives and really as um you know as i've been engaged with acss i just see the importance of maintaining continuity at all costs even if you have to scale down at one point or you have to shift or you have to move somewhere else or something but really the worst um result would be to stop because once you stop it's so hard to start again because in a way acss came into a vacuum and tried to restart the kinds of networks and circulations which existed before for a generation before mine and it's very hard to restart again so um i would say for us the imperative is to continue in whatever way and and even if you have to change sort of your institution your whatever you have to change your aims you have to downscale you have to just try to maintain continuity and we do have tools now i mean not to to get um simplistic about it but we have tools for archiving now that are not dependent on location so um so we can try to maintain this memory and continuity and so on the shifting of gravity to to the gulf i mean uh what i hope for is that there will be unintended consequences and i think we're already seeing that in the satellite campuses that we also critiqued when they first were set up but some of them are becoming spaces for critical thinking and for developed at least in the social sciences and humanities and so on so my hope is unintended consequences um but uh i mean this the big challenge is the one i've been emphasized you know i try to emphasize in my remarks which is the top-down model it is very much a top-down model it's very much determined by the state and it's they're powerful states because they're very rich states so you know will they create spaces for more collaborative bottom-up and so on and um and what will happen when those start to develop what will the reaction of of the state be so i hope this thank you thank you very much i mean i just had a couple of questions and then i want to uh maybe open it up uh for more input one you mentioned it but i'd like us to dwell a bit more on it it's the role of university um so as an institution as well um and there between the public and the private university and and um we talked a about public good but you know who's producing this and and the role of university in times of crisis in times of conflict in times of precarity you know you you name it um and how you've seen that relationship uh evolve but also uh from you know your perspective at acss what has been the um how you see that's modeled uh the choices of academics so i'll give an example of things that i often see where you see sometimes the same individual producing very sort of different knowledge i mean to make a living which is normal right so they are producing as an academic peer-reviewed articles that are often geared towards sort of academic mark but that's not enough to make a living so then they become a consultant slash advisor either to the un constellation or increasingly some potentially a private consultancy um and this is where there is actually you can make a living and that's a very different kind of knowledge uh uh probably much more policy oriented in the narrow sense uh very because this is you know being helped you and you know you need to do this and often they're almost like chinese walls within that same person and 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 the data and 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 so forth and you know yes a lot has been written about uh neoliberal incentives in academia this is definitely not unique to our region but so you know is acss able to provide alternative pathways do you see i mean i think part of the the series of papers and discussions the next two days as well is that the emergence of these national organizations are supposed to kind of try to create a different form of incentive that you can actually you don't have to put a hat forget this hat put another hat do it and your assessment about uh this ecosystem has it created new pathways i mean i often try to think of this as the trailblazers you know those who have tried to create institutions that allow people to uh earn a living by doing the research they want to be doing and and having more control over it so how sustainable is that but also thinking about what you're seeing in terms of the uh universities i mean i'll start by you know talking about our experience at ari it's been very hard to deal with with universities as uh institutions of engaging with them and it could go from uh security it could go you know security considerations it could go about how they understand their role as university in a particular country uh or in uh it could be frankly sometimes just about uh uh you know capacity in certain countries where or it's almost like they're still in a pre-2011 moment some departments in terms of engaging and and so forth so what's been your experience at acss do you see opportunities do you see openings uh and have you had these sorts of conversations with universities about what's their role in the current crisis okay universities uh very very important and and again in the founding years of acss there was a lot of debate among the sort of the founding committee about with some voices arguing strongly like forget the universities tell us you know just forget about them they are not producing knowledge they are not you know we just have to work with the research centers the ngos etc that's where the knowledge is being produced i was always against this idea and although we started like the first sort of seven eight years of acss we were really working with individuals and not with institutions we have now shifted in our second decade to working with institutions whether these are universities and gos other and so on and i think we needed that first phase of like developing a network a community understanding the challenges individual researchers are facing wherever they are located but now i think for impact and for um really for for impact beyond the individual you have to work with institutions and universities are still central however that doesn't mean that we know what the future of the university is going to be globally not just regionally there's a lot of discussion around this it's something that mushir and i have been talking about working on picking up again sort of these questions of where is the university uh going but universities are very hard to work with you know i i have 20 years of working with the social science research council in new york and i tell you u.s universities are very hard to work with they are big bureaucratic institutions they're very slow moving they're very slow to change it's in the nature of universities to in a way it's part of their strength that nothing ever gets discarded everything gets built on and built on it's like an accretion one colleague called it like a coral reef you know like things get added 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 and so it becomes more and more slow and slow moving and and so on but also in our region specifically and in all sort of similar countries and regions they are objects of control they are tightly tightly controlled so there's a lot more freedom of expression outside the university than there is inside the university but this is where it's it makes it even more important to work with universities because that's where the new generation is being formed so you can't forget universities if you forget universities you can only work in the present whatever the present is five years ten years or whatever you work with the with the existing community of knowledge producers but where's the new generation coming from it's coming through the universities so you can't forget the universities um uh but of course uh you know they're difficult to work with as institutions everything takes forever getting approval of anything takes forever etc but also you know this issue of the privatization of knowledge is obviously happening within even the public universities certain parts of the university get privatized um you know all sorts of privatization takes place even within the the public leaving aside the private universities um so so i think there's a you know if we at least for acss we have to work with universities and find ways in which find the spaces within universities to to be able to collaborate and create these common spaces that we were we were discussing now the academics obviously you you know the issue of um having to to sort of have multiple jobs and and to make a living and so on we're all we all know about this um and the consequences of this and as you said um one consequence is for knowledge because even the experience that an individual gains by working with the un agency or or with a consultancy and so on cannot be translated into the academic career and and this is really terrible i mean and for many reasons one is often you're not allowed to publish the often you're not allowed to publish uh from the work from the research that you do for the un or for an international organization so you you cannot use that knowledge but also because of this conceptual barrier between what is academic and what is non-academic which we really have to sort of work at dismantling that barrier and so students don't read the grade literature so-called grade literature it's not part of the academic curriculum so there are all sorts of ways in which these walls these chinese walls are being constructed between different kinds of knowledge and people are individuals are navigating them because they want to make a living and our experience at acss which honestly i did not expect um i mean i came into the acss saying that the two most valuable resources we can offer researchers is time and space okay let's give them time to do what they want to do let's give them a space in which they are free to sort of and 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 i still i i very much see the role of acss as an organization that tries to provide the blue so-called blue sky research like do research on anything you want don't worry about whether it's policy relevant don't worry about you know the impact it's going to have you're curious about something follow your curiosity and so far we've been lucky with our donors but i'm sure this is going to end at some point i mean you know the honeymoon phase is already over you know and the donors are beginning to to say what impact have you had and the research that you're funding etc but as long as we can provide this time and space this is very much part of the the character of acss as an organization which doesn't mean it has to be for every everybody or every institution but for us it's the blue sky it's the curiosity driven and research is very important but what we're faced with are individuals you can offer them the time and space but they can't take it they are doing 16 projects at the same time and this is a big change from 20 years ago at least a big change so even if you're offering them the time and space they can't take it up they're they're participating in your project with one hundredth of their focus and and their time and their and and so on and this is really a big challenge for us um you can't bring people together they don't have time to come to the meetings the zoom helps but it also impedes everything happens over zoom instead of meeting in person um and of course the pace i mean the pace has become so uh and this is not us imposing a pace on the researchers it's almost the researchers imposing a pace on us they don't want to commit to a long-term four or five-year project and so on because of sort of these structural conditions of of knowledge production so we really have to to think i mean is it that it's just going to need a lot more money you're going to have to fund the person so generously that they are willing to give up all these other ways of you know making money or has it also become sort of a mode of of being an intellectual being a researcher that you are participating in 15 projects at the same time and so then what does that mean for the quality of of the knowledge that you're producing i think this for me is 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 a huge um challenge so has the ecosystem created new pathways i think only partially if if i'll be honest and i think that's why again the focus on the new generation is really important because in a way we're competing over the same 100 people you know 300 okay 300 people i mean it's like there's a limited resource and all of us are like trying to take a piece of of these people and bring them into our project so one answer could be that we work together more and come up with the projects together so that you know the same person isn't doing three projects that are all roughly similar with three institutions and the other is of course to bring in the younger people um you know on in 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 solid ways and 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 in good ways to to create a new resource i i really hate the fact that i'm using these those words a smalash let's open it up i don't know andrew we have time we have time for conversation right you're just keeping time for our curated or no oh can can i use my executive power to say we'll take maybe just five ten minutes let's hear thoughts sorry it's i've been a terrible uh time keeper here i actually thought we have more time for conversations but it's 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 on me but maybe uh just take a moment uh go around questions i think there's a lot we'll have a lot of time over the next uh two days to to unpack this but uh if there are questions remarks you want to uh put on the agenda for us uh things you want us to be thinking about for the next two days now is that now is the time and i see dina but i think that the mic just turned it on uh um 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 اللي بيشتغل هنا وهنا وهنا عشان يعمل فيروس انا اعتقد انه political economy مختلفة من الفرق انه فيه ناس بتشتغل مع ال UN و UNDP ودول من الجماعات الخاصة مش من الجماعات العامة وانه بتوع الجماعات الحكومية والعامة بيشتغلوا مع حكومات لانهم يمكن استلبهم اكتر وانه الموبيلتي مش داتري في تقسيم للعمل وذين باكاديمي المشكلة الاساسية هو انه واعتقد ان انتو ما تعرضتو لهاش انه من 2010 للنهاردة في معايير جديدة للتراقي والتثبيت very very demanding متطلبة جدا فانا مش لازم اتكلم ك political activist في مصر انما لازم اترقى وترقى افجأ عبر دورية والدورية ما بتتكلمش عن المنطقة العربية انها بتتكلم على العالم وحيبقى فيه four peer reviewers بالانجليزي يشوفوا الفوليسي امتاكت والفيزابلتي والتنجابلتي فانا محطوط كورنر انه مستقبلي الاكاديم more than ever is constrained وفي نفس الوقت ال public sphere او ما يسمى common sphere مقفول فا اعتقد انه اللي انتو بتتكلموا عنه كان من زمن فات النهاردة المأذق اكبر المأذق اكبر انك ما عندكش فرصة تسيجي المنطقة العربية المبادرة وتشترك في الندوة مين يعرف عن المبادرة كفاية في المغرب وجزائر ويقدر يقدموه دين مشكلتنا وده حديكم المشكلة الثانية انه مستقبل الاكاديميين فقط بسبب ال globalization مش ال privatization بتاعة اساليب الترقي والتثبيت فدلوقتي التركيز على الاكاديميكس وانا مش بقول نركز على ال individuals انا بقول نركز على ال category within the institution اللي هي scholars اللي كل مادا بيبقوا في precarious واضع مع their own institutions as well وفي سوق العمل وبس كانت دي ملاحظتيني علشان نكمل منقشة مين بينتج المعارفة في اي ظروف فنطورها شواء شكرا دينا انا احنا اخد بعد بعض الملاحظات اندروج كيفنا على الوقت على السريع بعدين بنعطي السيطرة اني two minutes to respond فاضلي السبعة الخير جميعا اسمي امان حميدة من جامعة القاهرة هي بس اي محتاجة اشارك فكرتين منطقة السرعة واحد حوالين العلاقة بين المعرفة والسيطرة والتفريقة بين المعرفة والمعلومات وفكرة السيطرة لان حقيقي الانظمة بشكل عامسة السياسية والاجتماعية وكذا كل ما يكون عندها معلومات اكتر وعندها اكسس الادوات تقدر تعرف بها اكتر بتزيد قدرتها على المعرفة لكن كمان ايود ارجو ان الناس عندها معرفة مش بالضرورة معلومات عندها معرفة وبتستخدم المعرفة بتاعت هذه وده اللي احنا بنركز عليه عادة في شغلنا بندور على اشكال المقاومة البينة لكن ما بنشوفش اشكال المنورة اللي الجماهير بتستخدم معرفتها لتحقيقة فيمكن ده شوية يساعدنا في تقليل الاحساس من كوسين بالزمج ان المعرفة اللي احنا بننتجها قد تكون مفيدة دائما للسلطة عشان تصايدها لا هناك معرفة من نوعها حاجة تانية علاقة انتاج المعرفة بالوقت ان انتاج المعرفة محتاج وقت ورتم الحياة مش بس فلوس يعني رتم الحياة اللي احنا عايشينه ما بيسمحش انا فاكرا ان احنا ايام ما انا اتخركت كمية مثلا الداتا او المقالات اللي بتنشط حوالين موضوع كانت بتسمح لي كطالب الدراسات عليا بالتأمل فيما اقرأ دلوقتي الاف المقالات بتنشر ما بتسمح ليش ان انا انتج فعلا معرفة او اخد الوقت عشان انتج معرفة او انتج معلومات فبرضو ازاي يعني انا عجبني جدا انو هيتكلمتي على فكرة ان الاسية بيدي سفيس ووقت وبرضو ده باري فروبليماتيك لان في النهاية الدونر ما عندوش في الوقت ده او عايز project يخلص فثلال سنة فازايد دي لما دين اقدر نواجه هي مجرد أبكار بس الاشتباكي شكرا جد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة I was I'm a product of the North American Academy, but since 2011 I work outside North America, and it seemed to me that after 2011 there's a certain tension now between people who study the region in North America from a purely postcolonial perspective, which was very, very dominant pre 2011, and the people who after 2011 became a lot more interested in. Well, you know, this is actually a very valid prism and a very valid perspective, but they're also much more complex and much more multi layered issues and concerns, whether from a more materialistic perspective, as opposed to the purely sort of cultural is dispersive focus of postcolonial studies or maybe from a sort of more liberal democratic approach as opposed to the sort of more anti colonial sort of inclinations of postcolonial theory. So I'm curious about, and so this is why, for instance, a lot of scholars study in North America, but they'd rather come back to the region, because they feel here there's a pluralism of perspectives on how we look at the region, whereas over there, it seems that looking at Middle Eastern studies has become completely subsumed under identity politics. And again, you know, the postcolonial from a purely sort of North American perspective, postmodern, what have you so this is obviously a big question but like how do you what did you actually really mean by decolonizing knowledge and public good speaking more in tune to each other things. I think there were a lot of times to set me there. Do I really have to answer? No, I agree with, and I'm with you, and I'm with you, and I'm nice to see you. دينا بدي بس يعني أتفق معاك وواقف عمسألة الهلع عيش سمتيه الهلع الأخلاقي. فعلا هاي نقطة كتير يعني هي اللي احنا عم نشوفها هلأ وهي جزء من كل هالمنظومة منظومة المعرفة والقوة والآخري. يعني اللي بس تقربوا بهذا الهلع الأخلاقي إنه قديش بالمنطقة عنا ريبرودكشن لنفس الدسكوس اللي موجود في الولايات المتحدة مع اليمين الأمريكي. يعني نفس نفس اللغة نفس المفاهيم نفس القفاء يعني مفروض إنه عم بتقدم هالخطاب كأنه يعني ضد التأثير الأمريكية والقوة الأمريكية. يعني نفس اللغة نفس المفاهيم نفس الإعبارات نفس كذا. أمل يعني النقطة اللي عم تذكريها هي هي النقطة الأساسية يعني في هذه المنظومة يعني ما منقدر نقول خلينا نرجع لزمان كيف كنا وإلى آخري إلى آخري. يعني في منظومة جديدة لإنتاج المعرفة وفي وطيرة جديدة لإنتاج المعرفة في المنطقة. فمش لازم يكون موقفنا وبجوز أنا شوية يعني بطريقة كلامي كنت كأنه يعني خلينا نشغل ضد هالطيار أو ضد هالوطيرة. لا الوطيرة موجودة هاي الوطيرة موجودة. فكيف يعني بس كيف نقيم نوع المعرفة اللي عم ننتجها ضمن هذي الوطيرة. يعني ما عندي أجوبة ولكن هذا مشروعنا بتخيل المشترك. You caught me on the decolonization things. You put me on the spot. I think what's interesting in all the decolonizing, not discourse, but academic, it's so academic. and it's so separate from a discussion about imposed research agendas and development aid and humanitarian aid and so on. Surely development aid and humanitarian aid is one form of colonizing knowledge, right? So if we're decolonizing, why are we only decolonizing in what's considered academic sort of spheres? And we don't see the kinds of things we're doing now as part of decolonizing. So I think this was quite simply my point that we're decolonizing in different spheres and decolonization should not be seen as just something that's done within academic disciplines. And in relation to the past, it's very much a past-looking sort of perspective. and what I've seen, and it's also, it has a kind of troubling for me, culturalist, essentialist, kind of let's go back to languages and to concepts that are organic and that are, you know, essential and that reflect us and so on. So I think one has to be very critical of the decolonizing discourse. That, that was simply my point. So thank you all. Sorry, my fault on going as late. I'll just add one second. For me, it's sometimes it feels like colonizing through decolonizing processes. When I look at who's setting the agenda of what knowledge we're decolonizing and how we're doing it and which methodologies, I don't see that movement coming from the region, to be very, very honest. There's not that we definitely need to decolonize, but I'm personally not convinced from what I'm seeing that this is how it's going. We're going to get there. But Saideep can, anyways, we have what, 10 minute break, 15 minute break, coffee and stuff, and we'll be back. Shukran. Fahim. نحن نقوص الآن ببعض الدراسات الحالة على كيف هؤلاء اللاعبين أو المؤسسات أو المساحات عم بتكون يعني عم تنتج معرفة وضمن أي سياق وأي حدود وأي فرص وإلى ما هم فعنا عرضين من أول واحد من دكتورة دينا الخواجة اللي هي استاذة العلوم السياسية في جامعة القاهرة وزميل رئيس سياسة العامة وهي كمان نان رزيد انت فالو بأري وكمان دكتور كرام نشار اللي هو واحد من المؤسسين والمؤسس الرئيسي لموقع الجمهورية ومبادرة الجمهورية واللي كمان لحيحكي عنها فحترك أول شي الكلام لدينا لربع ساعة وبعدين نرجع معكم صباح الخير في الحقيقة أنا ورائتي ممكن نعتبرها حالة وسط ما بين دراسات الحالة وما بين التأثير المفاهيمي اللي سابق في الجالسة السابقة أنا سمعيني ممكن اكل فالورقة مهتمة بمسألة المابنج اللي هو مسح من ينتج المعرفة عن سياسات العامة في مصر وانا كنت مهتمة انه اعمل المابنج ده المسح ده علشان نشوف انه مش كفاية ندرس المبادرات المهتمة بتجزير الديمقراطية إنما لازم نفهم السياق اللي بتحرك فيه لإنه تفاعلها مع السياق هو في رأيي مفتاح الديمقراطيزيشن الديمقراطيزيشن مش بس إتاحة المكان إنما الديمقراطيزيشن هو قبول التعددية والتفاعل معه خديك سمعيني فأنا بتكلم على بلقانة أو البلقانيزيشن لمواقع انتاج المعرفة عن سياسات العامة وصعوبة ملوارة مجال مشترك وأنا بشكر جميلة على كلمة مجال مشترك وهي أفضل من مجال عام الذي ممكن أن يدفع في اتجاه الإتاحة وقبول التعددية اللي هما البعدين الهمين للمقراطة للدخول في تفاصيل أكتر شوية عن اللي تقالي الصبح أنا بحول أفصل تحليلية بين أربع مواقع لإنتاج المعرفة عن السياسات العامة في مصر بتكلم على وده طبعا واردة تعمل على أي بلد عربي بنشتغل عليه بس هي مجرد محاولة لعمل خالع على المستوى الوطني ممكن بعد كده نوسعها إنه مفيش طريقة في عمل معرفة عن السياسات العامة في مصر إنما في أربع طرق في دولة التحرر الوطني اللي ابتدت مع عبد الناصر واللي اهتمت بالسياسات العامة كمنتج قانوني بالأساس أو كمنتج مرتبط بالتخطيط فكرة التخطيط وهنا الأكاديميين أو الأوائل الأكاديميين اللي اشتغلوا على السياسات العامة كانت كليات الحقوق وكليات العلوم السياسية واهتموا جدا إنهم يتواروا دورهم كمستشارين للسلطة وفكرة العلم النافع كانت كلمة بيقولها عبد الناصر ومكتوبة العلم النافع للمشاريع القومية وطبعا دول بيتخيلوا السياسات العامة مش بس قادمة من أعلى إنما قادمة من قمة الهرم السياسي يعني من الرئيس نفسه حتى ماش من السلطة التنفيذية ودورهم المستشارين إنهم ينقلوا خبرات أو يرقبوا حلقة السياسات زي ما بيعرفها العلم المعدرن زي ما قالت ساتني اللي هي حلقة السياسات أجندة ساتن إمليمنتيشن قبل الإمليمنتيشن ميزة نوف وتنجل إنتو أكشن وبعدين إمليمنتيشن وبعدين إيواليويشن الموضوع ده ما بيتغيرش لغاية التعدودية المقيادة اللي بتصهر في التمانينات مع برمج التكايوف الهيكالي ومع فكرة التعدودية الحزبية اللي بتطلع في بلاد كتير وهنا بيزهر نوع جديد من منتج المعرفة عن السياسات العامة دول قطاعيين فهيبقى فيه منتج المعرفة عن السياسات الصحية منتج المعرفة عن السياسات المرض منتج المعرفة عن سياسات التعليم دول ما بيتكلموش top down أو بيتكلموا top down بس على مستوى قطاعي وده مرتبط بتطور السياسات العامة في الغرب في اللحظة دي والمواقع اللي بتطلع منها الطريقة دي في كتابة السياسات العامة بتبقى جاية من التي بتطلع زي يقرأ اف أو زي اي دي ارسي اي دي سي اس في الوقت ده في التمانينات أو زي اس ارسي في الاي و سي مش اسمو كده ودي مراكز بحسية سواء مرتبطة بالجماعات النقبوية أو خاصة وبتخلق اللي بنسميه الخبير أو مقلل السياسات ودول الناس عندهم وعندهم ودول اللي بيتحركوا مبين الخبرة للين دي بي أو الخبرة للين دي بي اللي بيصرف على وزارة مارت ومصر أو بيكتبوا هما نفسهم على طول للورد بانك أو الامف أو اليوروبين كوميشن أو جي تي زاد الخبير والمحلم اللي بيشتغل على موضوع الـ يعني هما مشاكل مشاكل نطلع الـ نطور بها السياسات إنما هم مش حالة مستشارين سلطة التحرر الوقت يمكن لازل نسنى لسنة 2000 عشان نبتدي نشوف منظمات حققية جديدة أكبر أمثلة لها وكلكوا عارفين هو أو المفوضات المصرية المتأخرة عن هذا، أو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والابتماعية. هذه هي المنظمات الحقوقية الجديدة والمنظمات البحثية التي ستبقى على شكل منطقة المرأة أو الذاكرة لكي نفكر في سوريتها الجديدة في سنة 2000. سيبقى لهم دور كبير في طرح مسودات قوانين ومسودات قوانين بمعانا بناء سياسات عامة بديلة أو إصلاح سياسات عامة. ودول ما بيتراحكوش نفسهم كخبراء لأنه في الوعي وبسبب تيموتي ميتشل متصورين دايماً أن الخبير لازم يبقى تابع الحكومة أو تابع السلطة. مش ممكن يبقى فيه خبير للحركات الاجتماعية أو لمنظمات المجتمع المادني. وهو ليس صحيح. فيه خبراء للمجتمع المادني والحركات الاجتماعية وللسطرات الصفر في فرنسا. فيه دايماً خبير عضوي. أنا بفرق. السابع الرابع اللي هو بعد هزيمة الثورة يناير في الحالة المصرية في الحالة السورية. وبقول أنه بعد هزيمة الربيع العربي أغلب المنظمات الحقوية والمنظمات البحثية دي هتكسر. هتختفي. وفي الحقيقة بس الإي آي بي آر المستمر جمال عيد وقف ريجا مبارك وقف المركز المصري وقف أغلاقهم. يتوقف عن العمل بالشكل الرسمي أو تلع برا مصر زي ما انت قلت بردن الصفر. وحيتدي يسهر لنا فئة جديدة اسمها المتخصص المعارض. وده اللي بيندرج أكتر على المجموعات اللي حنكلم عنها النهاردة. سواء الجمهورية بس أنا بتكلم عن مصر. ورشة معارف عشرة توبة مرصد العمراني ووزارة اسكان الضل. كل دي ناس مش بتزرح نفسها باسم المجتمع المدني. إنما باسم معارضة النظام السلطوي وكمتخصصين. مش كسياسيين ومش كمجتمع مدني. إنما كمتخصصين عندهم ألترنتيف. أكبر مثال جاي في دماغي دلوقتي. هو المجموعات اللي بتتقابل دلوقتي لمعارضة هدم المقابر في مصر. واللي بتتقابل في مكتب تقاهرة بشكل بيجمع كل الأجيال. وبتتكلم من مطلق المتخصصين. وفيهم مثلا دكتورة جليلة القاضي اللي هي عمرانية. وبتدور بدا. دول في الغالب ضد المجتمع المدني كفكرة غربية. إنما هما بيتحركوا منطق. إحنا المتخصصين بنطلب من الدولة تعمل كذا. ده برضو من يملك مصر اللي عملها عشرة توبة. اللي عملتها عشرة توبة بتعمل ده. إحنا كمتخصصين بنقول إن القاهرة بقت 16% منها ملك الإمارات. 12% منها ملك جزر الكيمة. دي معلومات من شأنها إن المتخصص المعارض يكسر مصدقية السلطة. فده مختلف عن مجتمع المدني في الألفين. هنوصل. ده مواضح طبعا إنه ده بيخلينا نشوف تعريفات للسياسات العامة مختلفة تماما وفقا لكل موقع. واللي بسميها أنا الدكسا جاي من كلمة الأرتوديكسية. فمشروع التحرر الوطني كبصلة وحيدة لأولويات السياسة العامة واضحة جدا في الدولة الناصرية. وحتى تسمح تغذي طريقة أداء من بعد 2014. يعني كل اللي بتحرر الوطني حيرجعوا مع السيسي ومش بالصدفة أن في كتاب اسمه عودة الدولة بيدرس في كلية الاقتصاد. بنفس منطق بوصلة السياسات العامة هي عودة الدولة. فيه على الجانب الآخر من يتعامل مع السياسات العامة باعتبارها إصلاح ديمقراطي وكبديل الشرعية. يعني إيه بديل الشرعية؟ أنا في رأيي في حاجة مش بنبوصلها كثير. إنه الشرعية بتأتي مقدما على المشروع في التحرر الوطني. المشروع بيجيب شرعية في التحرر الوطني. إنما من الثمانينات المشروعية بتيجي من الإنجاز بالأداء. الانفتاح الاقتصادي عامة الأداء. فيه كام جمعية مشهرة. فيه كام مصرية أخذت جنسية. الإنجاز هو اللي بيحدد الشرعية. وهذا الاختلاف في العمل في التعامل مع الشرعيات. بيخلي السياسات العامة بتتقاس. بالإمليمنتيشن. ليس بالتدعم التمانينات. وفي رأيي إنه ده إحنا نقوم بالنقطة دي تماما. المستوى الثالث أو التعريف الثالث للسياسات العامة. بيجي من إنها يتجاوزات في حق البهائيين المناقبات العمال. العمال اللي ما عندهم شنقابات. أو كمطالب بتطرحها مجموعات اجتماعية. وبيعبر عنها بالأساس المجتمع المدني. والمعرفة اللي بيخلقها عن السياسات العامة. مش بتاخد شكل المعرفة المكتوبة. قد ما بتاخد شكل التقاضي الاستراتيجي. بتاخد شكل العيادات القانونية. بتاخد شكل التقارير الصحفية. بس هي. احنا بنسميها في الأكاديميا. بس هي في الآخر. المعلومات الصلبة اللي بنقدر نشتغل بها على السياسات العامة. واللي تكونت من 2000 ل 2011. من 2014 مع التكريس السلطوي. وأنا هنا بترجم كلمة. ببنبق المتقصص المعارض الكترونياً أو من المنفى. موقع رابع بيتكلم على السياسات العامة. بمنطق إنها. الانزلاق في الهواء. فكلكم أكيد سمعتوا عن حجب المواقع. أو القبض على الموقع اللي بيقول ما تصدقشي. اللي بتكلم على نقل الفلوس. دي كلها طرق في إنه الناس متخصصة في الإعلام الإلكتروني. أو في حقوق الإنسان. أو في سياسات الإسكان. أو في سياسات العمران. أو في ظروف المرأة. يقولوا على السياسات العامة. أو اللي بنسميها الأفعال العامة. الـ public actions. التي تؤدي إلى الانزلاق أكتر وأكتر في الهواء. اللي بسميه أنا positionality الشجب. الفطح. وده طريقة الرابعة في التعامل مع السياسات العامة في مصر. ليه أنا تحليليا أسمتهم. لأنه ده بيفيدنا إننا نشوف إننا مش متفقين بنتكلم على إيه. أنا فاكرة لما روحنا لأردن مع الـ ACSS. عشان نتكلم على المرأة. وكانت السياسات العامة حتتدرس بشكل قطاعي. ده الحل. فنشوف الـ state في الـ public sphere ونشوفها في الـ private sphere. نشوفها في الإطار العائلي ونشوفها في الصحة. نشوفها في وضع كولونيالي. إنما ما كناش واخدين بالنا إنه في تعريفات مختلفة للسياسات العامة وللأفعال العامة انطلاقاً من مواقع مختلفة. إذا إذا قررنا إننا نصل تحليلياً للأربع مواقع، مشكلتنا إيه؟ في تكريس للعزلة كما صار إكباري لمعظم المواقع. بغير صحيح إنه في ناس عندها فرصة أكبر للحديث عن السياسات العامة. الأكاديمي في الجامعة القاهرة معزول عن لعب دور المساشار إلا إذا شارك في برامج التدريب الرئاسي. وفي جماعات عسكرية بيعملها النظام علشان تدرس العلوم السياسية والاقتصاد من وقت نظر خاصة به. فبالتالي حتى الأكاديمي بتاع التحرر الوطني حاسس بأزمة وبعزلة. يجي بعد كده الخبير اللي بيشتغل على السياسات العامة بشكل قطاعي. والنهاردة في أزم التمويل. التمويل كله غير قانوني في مصر. ما يقدرش يشتغل. ولولا سكيمس إنه نعمل فرع في مصر وفرع في الغرب في إصر بشكل غير رسمي الفرع اللي في الغرب على مصر. يقف كل عمل التينك تانكس في مصر بشكل كامل. وده بايد الإنتاج المحدود والجرانت المعمولة. وفي الحقيقة ما فيش حد بيستفيد إلا الأكاديميات النخبوية لأنه هي الحتة الوحيدة اللي ممكن تاخد جرانت في مصر النهاردة من غير ما تتعرض لمسألة قانونية. إغلقت ومساحات التفاعل بالذات في الصحافة اللي كان لها دور كبير في مصر لغاية 2011 و2012 من الألفينات. وإمكانيات الاعتراف المتبادل. يعني أنا فاكرة أنه في الجامعة لغاية 2014 كان فيه مصر حقوق الطفل. كان فيه مصر حقوق الإنسان. كان فيه مصر اسمه الحركات الاجتماعية الدولية. منظمات المجتمع المدني. دي كلها كانت professional masters. كل ده وقف. كل ده مش موجود. فأنا إزاي أتكلم على إمكانيات الاعتراف متبادل. إذا بطلت أعمل ماستر اسمه إنسان. إذا بطلت أعمل ماستر اسمه حركات اجتماعية. أنا بنزع فرص التفاعل حتى مع وحدات تحديد. وما بيبقاش فاضل غير بعد النقد المستاتر في الأكاديمية النخبوية. زي مثلا الأي بي أس يتكلم على البرازيل عشان يتكلم على الحماية الاجتماعية. يتكلم على إفلاس الأرجنتين عشان يتكلم على الأزمة المالية. يجيب واحد أرجنتيني يتكلم. إنما ما فيش نقد مسموح بشكل واضح من الأكاديمية حتى النخبوية للسياسات العامة المصرية. طبعا في نقد سافر بين الحقيقيين والمتخصصين المعارضين. وزي مثلا الأتناشر قطاع اللي دخلوا الجيش في الاقتصاد المصري. ده حيتنشرت بمعدة مصر. أو موضوع ما تصدقش اللي هو موقع إلكتروني كتب إزاي في طيارة جات من الأردن لمصر. وشايلة دهب مزيف ومليارات الدولارات عشان تروح زمبيا. ده تكريس العزلة في رأيي. لأن الناس دي مفتمة بفتح ما يحدث من إجراءات عامة. ومفاوضات في الأرواقة. وبتتكلم على تغول الجيش في الأنشاطة الاقتصادية. وأنماط المحسوبية وكروني كابيتاليزم اللي بتتسهر بعد 2014. إنما هي مش قادرة توصل للمواطن العادي الأفيرج سيتزن. هي بتكلم المتخريصين زينا أو المهتمين بمحاربة السلطوية. في طريقة تانية هي إعادة التفاوض على مسيحات اعتراف. وده اللي حصل مع حاضر. مع أنها عمل زينا دي ومش هتفعل معك. أو بتعمل محاولة لإعادة التفاوض على مسيحات اعتراف. وده اللي حصل مع المنظمات القليلة اللي دخلت الحوار الوطني اللي دعت له السلطة. علشان تعيد الاعتراف بها. ومش علشان تطلع مساجين من السجن باختصار يعني. علشان ده يبقى المورو الإيكونومي. حنيجي الحوار الوطني بس طلعوا لنا مساجين من السجن. هوا مش التفاوض دي هشة. وتأثيرها سلبي جدا على أي فرص لتراكم إنتاج المعرفة. فإحنا بنتكلم على الجيش في الاقتصاد لقطتين. بعدين نتكلم على المرأة المعيلة لقطتين. وبعدين نتكلم على التجاوز والتحرش الجنسي في لقطتين. بس ما فيش تراكم. ما فيش استراتيجيات من أي من المواقع دي. كلنا بنشتغل بما يمكن أن نفعل. هل معنى ذلك أن كل شيء بليك وما فيش أي فرصة للإنجاز؟ أنا في رأيي أننا ممكن نسيب عدسة للأمل من النقيدون الجدد ومحاولات خرق العزلة. سنسمحهم من أحد مثل أحمد زغزع ويحيا ويحيا. شكرا لما يتكلمون على العشرة طوبة والذين يترحون نفسهم كإنفوت للوزراء والأكاديميا. يعني هم مش واخدين موقف سياسي. هم بيكتبوا اللي بيكتبوا وعايزين أي حد يتفعلوا معا. النقيدون الجدد موجودين برضو في قضايا المرأة بشدة. أنا بفكر في حد زي ملتقى المرأة أو الزاكرة وتعاملهم مع المجلس القومي للمرأة أو مع الحكومة أو في سياقة الدستور. وأنهم مش ضد ده أو على غنام الإي آي بي آر فعملوا على التأمين الصحي ومحاولة استخدام الحوار الوطني لتطوير التأمين الصحي. ففي نقيدين جدد بيحاولوا يلعبوا دور ماء اقتناص للفرص. بس ده لا ينفي أنه فيه استحالة لبناء حقل معرفي الجديد عن السياسة العامة لأنه مفيش مكان لمناقشة بدائل السياسات. البلقانة طول ما هي موجودة هتخلينا كلنا ما نعترفش ببعض. الأكاديمي اللي في الجماعات الحكومية ضد الخبير اللي في التنك تنكس. ضد ناشط المجتمع المدني اللي وقع في مظلوميته ومش شايف أي حاجة تانية. ضد اللي بيشتغل على هامش الهامش من المتخصصين المعارضين. سواء في المنفى أو بشكل مستطر ومخفي عشان يحموا نفسهم يكملوا. وده ما بيسمحش أننا نعمل policy community مش epistemic community. لأن policy community هي أين تناقش بدائل السياسات. وبين ده جدا في الحوار الوطني اللي كان فيه عاجز عن مناقشة قضية التعليم الحكومي. يمكن التأمين الصحي كتاللحظة الوحيدة اللطيفة يعني المفيدة. إنما كل الحوار الوطني بيقلب شوية شعارات قومية. وحتى بيحصل إنه في جلسات بيلغوا الأجندة. لما حد من النقدين الجدد أو ممثلين المجتمع المدني يقول مثلا. إنه في شركة بتحتكر الإنتاج الإعلامي في مصر. والشركة دي معروف إنها للمقابرات. فبيشيلوا الكلام ده من مضبطة. والمضبطة بتاع الحوار الوطني بتبقى فاضية. هنا وبعيد كلام السوق أهمية التوصيق والمسوح لتتمين لحظات التفاعل الأوليلة كنفذة للفرص في سياق الأزمة. يعني كل ما بنعمل المسوح دي كل ما بنسمح لنفسنا نفهم اللي بتقول عليه فيرتا تيلر أنه في لحظة الأزمة في شيء ما بيتم ما بين لحظة موبيليزيشن ولحظة موبيليزيشن تانية. ونفهم من هي المنظمات والمؤسسات والمواقع التي سمحت باستمرار إنتاج معرفة ناقدة. وبنسمن عبر المسوح دي الأطراف المتبادل كشرط مسبق لمقراطة المعارف. لأننا طول الوقت بنقول إحنا عايزين مقراطة المعلومات بمنطق الإتاحة. إنها توصل لطلاب الجماعات العامة للمواطن العادي. إنما في الحقيقة إدارة التعددية بعد هام جدا في المقراطة. وطول ما النقدين المعارضين وطول ما ممثلين المجتمع المدني لا يتفعلوا بشكل فعال. مع سياسات السلطة طول ما مش هيبقى فيه طريقة في التعامل للتعددية. إدارة التعددية هي الطريقة الوحيدة لخلق في المرحلة دي. ده يسمح لي إن يقول إنه من العرض السريع جدا والمتصر إنه عودن على بدء حدود مفهوم المنفعة العامة. في الحقيقة مفهوم المنفعة العامة واقع ما بين مفهومين أنا جاية من مدرسة فرنسية. اللي هي الشأن العام. اللي هو اللي هي المصلحة العامة. أنا في رأييين دول اتنين من قرص نظرية الإتصالية لها برماس. ودي فكرة برجوزية جدا وزي ما قالت ساتني مرتبطة جدا بالحداسة والتحديث. براديم التحديث. وبقالنا أنا بالصدفة بدرس رأيي عام وإعلام. ففي النظرية الإتصالية ده كلام ثابت ضعفه. ثابت إنه مش الطريقة الوحيدة للنظر لموضوع العمومية. الديليبريشن كحل عشان نوصل لتحديد الصالح العام. دولة مبرجوازية قرن 19 حوالين الكافيهات والسالونات الأدبية في فاريس. من ساعاتها الكونسركتبست قرروا أو طرحوا فكرة إنه ليس هناك شاء اسمه صالح عام. أو منفع عام. هناك مصالح فئات متعارضة اجتماعيا. وعبر النزاع بيتحدد موقف كل منه. وهناك بناء اجتماعي لموقفي أنا كمعارض. وموقفك أنت كممسط للنظام. ولا سهناك مجال إلا للنزاع. وده اللي بنسميه البناء الاجتماعي للمشكلات العامة لتصبح مشكلات عامة. برضو مفهوم الواصمة والهلعة الأخلاقي كأساس للتنافس على الأولويات. أنا في رأيي إن إحنا مش في إطار تحديد صالح عام أو منفع عامة. قدم إحنا في إطار كسر الهلعة الأخلاقي أو كسر الواصمة. هذا اللي بيحصل ما بين المتعارضين. ده لو تكلمنا على فكرة. لو تكلمنا على فكرة المنفع العامة بمنطق إنها. قبل الجود، التسليع المتزايد للتعليم وللمعرفة. واللي تكلم عنه نديم على إنه الأسات ذا محتاجين فلوس ويشتغلوا. وإنه المجموعات النقيدة بتشتغل في الغرب عبر جرانس برضي. طب ما هو لو التسليع مستمر لإنتاج المعارف لا يمكن يؤدي الوجود منفع عامة لأنه هو في الآخر سلع. من يحدد المنفع العامة؟ المتخاطر، الحكومة، الثوريون، كلها دي وحديات. فإصلاح السياسات العامة في السياقات التنازل محتاجة أكثر أشكال ممأساسة. وتأكيد على نشر المعارف المهمشة كتحدي مرحلي. يعني إخناقتنا تبقى على نشر المعارف اللي بينتكها في المشط. اللي بينتكها في مارس الأوربن لائد. اللي بينتكها في بيروت مدينتي. اللي بينتكها على أطالب. وده التحدي المرحلي فريقيا. وده تأثير أقل تفؤولا. بس أكثر دقة لأهمية المعارفة اللي تبنيها المبادرات والمعارف التي نحن بصدرها بجلسة القادمة. أنا أسفع الإطار. تحدي واحد يحكي بنفس الطريقة الكثير جزابة وكثير فعالة بعد الدكتورة دينا. أنا مرة تانية بعد دكتور شامي رح أحكي بالإنجليزي بس لأنه كتبت البايبر بالإنجليزي. بس طبعا فينا نعمل النقاش بعدين بالعربي أو بأي لغة تختر على بها لنا. طيب. أنا، كثير من الوقت حتى بشياء أخرى في شخص القرارات والأمر المغارفة. لكن لدينا أفضل جزيزي كثير من الأحيانية في شخص الأول في شخص الأول. وأنتبه في البناء في الشخص الأول في العام من المغارفة تشتركوا في القناة also a lot of thinking but it's what I talked about in our very first session a couple of months ago I feel like being an executive editor or director like being a professor like being a curator like being an editor you're very much involved in diffused knowledge as opposed to distilled knowledge and it's extremely gratifying to me that you're creating the space for me after 10 years of being involved in this sort of diffused knowledge project to sit and sit with my thoughts reflect and take a sort of a critical perspective on it and engage in something which is really beautiful produce some distilled knowledge so sit with my thoughts and write about them and I think this notion this dichotomy between the minute you engage in knowledge production as acting as doing not just knowledge production as thinking and writing one has to always wrestle with this dichotomy of like you know the diffused as opposed to the stilled and what that means now the institution that I've been involved in involved with for the past 12 years as you probably already know is al-Jumhuriyah and for those of you who are already thinking of either al-Jumhuriyah in Lebanon or al-Jumhuriyah in Egypt or al-Jumhuriyah in Sudan or al-Jumhuriyah in Algeria it's al-Jumhuriyah in Syria and I will have to say a couple of things about that word because it's full of fraught history and meaning and al-Jumhuriyah basically what we what we the way we define it is it's an independent media and knowledge production platform we've been involved in obviously training researchers and writers and what we call young fellows and how to become better writers about their own contexts whether they're interested in becoming long-form journalists or whether in becoming actual young activist researchers we edit their product we produce that content about Syria about everything that's happening in the country whether from you know the complexity of the conflict whether in terms of the culture and memory and fraught social history of the country all the way to the very specifics of what is happening in Sweda at the moment in this latest wave of anti-government uh uh protest now I want to in this in this in trying to write about al-Jumhuriyah obviously I come to it also not just as someone who's been involved in it but I was trained originally as a historian of ideas and so uh you know historians of ideas they sort of like make sense of words like and the first thing that struck me when I was asked to do this exercise is the notion of why did we call it al-Jumhuriyah and uh and here actually maybe in slight disagreement with uh with uh Dina or maybe just in the sense that al-Jumhuriyah is a bit earlier to some of the stuff that you discussed in the context of musk in the context of Egypt the word is very generalist so it's not very specialized it's very political obviously it's referenced there's a political formation um and to a certain extent it was very much the word was very much picked in sort of oblivion to the fact that there were so many other al-Jumhuriyahs in the Arab public sphere so why are we so like why are we so attached to this word and and this is because I want to argue that in 2011 there was a there was yes a very Arab moment in the sense of we were all sort of engaged in you know uh learning from each other uh networking with one another seeing what's happening in Egypt and seeing whether we can do it in Syria seeing what's happening in Tunisia whether we can there was definitely that lateral or horizontal moment at the time but there was also like a sort of a country specific sort of vertical moment of like oh at the moment when we were calling al-Jumhuriyah we weren't really thinking of the Arab context we were also thinking of Syria and so actually sort of can we actually sort of redeem that notion of al-Jumhuriyah from it becoming having become a jumlukiya right uh 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 in um a republican monarchy and and also not just in the sense of the democratic aspect of things but actually re-appropriating the Syrian uh uh public uh sphere now the minute I wrote this in Syria and I know unique cases are a bit fraud and a bit suspicious and maybe it's not unique after all maybe this is something that we can discuss where like if you put Syria in comparison to Palestine which Lebanon or to Egypt or to Tunisia the notion of having Egyptian studies or Lebanese studies or Palestinian studies it's something that's completely normal and it's not presented in opposition to being Arab or being part of the world whereas in the Syrian context as a result of you know as a result of a very old Arab nationalist legacy and also as a result of state authoritarianism where if you talk about something specifically Syrian the regime will immediately feel that it's being targeted whereas if you talk about things in a sort of a more Arab way then people think oh you're just an intellectual who's writing about general things and you're not being specific actually there hasn't been that much that that many attempts of establishing Syrian studies by Syrian scholars and academics and sociologists and historians and journalists before 2011. Um and I give just a very simple example in the paper is that actually up until 2013-2014 there was not a single book of the modern history of Syria written by a Syrian historian I mean there are a lot of Syrian historians write about the Arab world about the all sorts of things modern and new but like the concept of Syria is extremely fraught with colonialism it's considered an extremely colonial uh an artificial artifact it's been considered historically a very illegitimate sort of uh category of uh analysis and then somehow things changed with 2011. suddenly as a result of the protest movement it's as if this category that was so fraught with colonial history has been sort of liberated has been sort of uh what's the right word um uh vindicated has been sort of retrieved subverted in its meaning to refer not to sort of like oh it's the status project that was created as a result as a result of size pico that we don't want to honor or dignify nor is it the sort of like nationalism that we are very uh self-satisfied with so not again not in a top-down identitarian sort of uh or ethno-nationalist sense of word but really in the sense of a public a republic can this domain be transformed from a colonial artifact to to a state a top-down status project to a sort of a place where people can be uh fully um engaged um free to a certain extent um um as citizens and this is i mean this is something in the paper i try to say that this is something that does not come out of nowhere in 2011 completely it's at the heart of the sort of like uh the democratic movement in syria that emerged from the 1980s and 1990s um and i do say that the people who are involved in this are not academics and they're not nationalist uh ideologues they're activists um and they're not even like very conscious of what they're doing they're not like oh syria is so great we want to be syrian we don't want to this is not the context at all um a lot of them you know people like burhan galun for instance or sadik lazim were all these people they're very arabist they're very engaged with but they're at the same time they're involved in a certain struggle for a better corner called syria as somewhat freer and that in itself somehow over time legitimates this this part of the world as something that we need to study that we need to understand again not top down but really bottom up that we need to not just engage in from an ideological uh theoretical manner but really from an empirical and locally specific way and a certain extent is the culmination um of this of this trend a rediscovery of syria as a republic through political praxis not through uh ideological uh posturing um and when i reached that point in in when i reached this point in the paper and this is something that jamil commented on uh in the uh the first workshop that we had um i paused and i said well if you write about this obviously as for a historian of ideas to write about how a certain political movement produce a certain language and how that language with time matured into saying well let's look at you know syria as a legitimate unit of analysis as an epistemological field that we can actually legitimately engage in is this telling the story with its history with its politics with its normative debates is this knowledge um the way we define the way social scientists define define knowledge and here i'm not talking about social sciences and the humanities on one side and the rest of the world but really the slight smaller debate between the social sciences and the humanities i mean i'm trained as a historian i have friends who are linguists i have other friends who are uh do political theory there's this notion that knowledge in the social scientific context as political science as economics as development as public policy is something slightly different from what we engage in and so i wanted to also in this paper not just talk about al-jumhuriyya proper but maybe like throw this as something that we need to discuss do we consider normative discussions about democracy as opposed to liberalism as opposed to marxism as opposed to arab nationalism which is something that syrians in 2011 and 2012 everyone and their mothers were so eager to discuss and i don't just mean a sort of a class of extremely armed chair sort of like sophisticated intellectuals but really young people in the streets writing about this and engaging in these debates is this considered knowledge that affects public policy i mean i would say yes but we have to define we have to you know like really elaborate on our sense of knowledge and also really widen the way we define public policy and i'm very glad that we're already in this session like in a much clearer way than for instance two months ago we're already talking not about public policy but really public goods public discussion and i'll probably say a little more about this in a in a bit and so i just the minute like the minute i told the story um it just took me to the notion of like well now it makes perfect sense that when we started we wanted to be a generalists generalists we don't want we didn't want to be very specific uh technocrats and at the same time we did not present ourselves as a policy center um because again these were also debates of like do you want to be and actually in 2012 2013 a lot of people used to email us as like or uh css and we were like no no we we are just we want to be a public platform we want everything that we produce to be in the public uh domain and even the way that we yes oh yeah sorry that's a that's a very um chronic issue with me sorry with um about the speed so i'll try to slow down for the translators um so what did we want to do okay so a lot of people were producing uh normative discussions and that was already happening but at the same time a lot of people were sending us a lot of interesting material um it started as what's happening on the ground in the country right because there was this notion that you know we're pushing against the extremely statist and theoretical and sort of uh abstract we want to endow it with empirical detail and and people are sending us shahadat people are sending us and so how do you bring that a little bit uh to the academic specialized how do you make it a little more rigorous um and this is where we felt actually i mean again this was also the group of people who were involved in the project but as opposed to for instance maybe economics or political science or sociology in the sense that they are now being presented as extremely sort of like formalized and and um a quantified to certain or one quantitative disciplines anthropology and history lent themselves to us as fields that we wanted to open up for these activist researchers to actually you know learn yeah you know like to learn from these disciplines in in terms of how they can write about the places where they are how they can analyze them how they can tell stories about them um but in a way that is not just and i'm just going to use the word in arabic here like we didn't want just how we didn't want we wanted something that can in the long run constitute um rigorous knowledge that is analytically thick that is uh descriptively rich um and that is critical obviously and and this is this is the way it started with like you know our young writers fellowships and the way we we work with like every year or every other year we work with a cohort of like 10 to 15 to 20 people from different parts of the of the country and again here the notion of exile the only reason we could institutionalize was because we're outside syria in 2013-2014 but every person that we were working with a big chunk of the people that we were working with were inside in syria and so obviously there are all sorts of also like technical um practical questions about like how you build a curriculum how you do the training and how you start editing and how you fact check and how you make sure that like these this is like a very big discussion that we could probably have uh uh later on but i think the key three elements there that in terms of first making peace make making peace is that the right term like making peace with the fact that a lot of the knowledge that will be produced in a moment of natality in the orientian sense in the sense of like creating a public sphere from scratch will be normative pushing the limits of what syrian self-knowledge is defined to make it a lot more empirical a lot more specific a lot more anchored and to endow this with a sense of you know differentiation of according to like how are you how are you looking at this community how are you the men versus the women the classes the religions the ideologies the the details and the texture and to employ not just the tools of anthropology and history in terms of the temporality in terms of the participant observation but also the tool of language and storytelling like how do you edit something so that it's engaging so that people read it so that people are interested about it and this is why we always felt that we had an identity crisis on the one hand we were very much producing texts that researchers and scholars were were loading and applauding and yes and celebrating but at the same time we also felt that we wanted to be a bit more likely i don't know without too much air like without arrogance but like the new yorker you know like we're we're not this is why we define ourselves a media and knowledge production we're interested in this sort of long form that also capitalizes on narration on storytelling to uh uh bring this you know syrian subject uh to light i had a lot more things to say uh but maybe i'll uh stop uh here maybe in the q a i could just say about like what do you do with anthropology and history once the actual subject matter is a bit like subsiding when there's not so much happening in the country and when the people who are very invested in telling these stories and in writing about them and understanding that there's one wave after the other of people leaving uh uh the country and what that what that means because that's also a big not a big but like a maybe an important part of the paper um and obviously it's slightly less problematic now because now we see what's happening in syria it's it's still extremely extremely uh dark and gloomy situation but now against all odds you have a second wave of protests obviously now it's concentrated in sweda and we're in touch with a lot of people and i gather that some of the people that we're working with are coming actually tomorrow for the trainings so i'm glad that we're all working with similar same people and not competing over the same people but sort of reinforcing the work that we do um but uh but yeah it seems that in terms of impact to be honest and again if and if it's slightly self-congratulatory we know that like the people who are who were 12 in 2011 who are now 23 24 25 inside the country now which emerged a month ago they reach out to us and they tell us we grew up reading and we love your work um and so maybe the notion here is not how to impact public policy but how to constitute a public um through the work that you are doing and this is a this is a an idea that uh 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 was mentioned in the last uh in the last uh session uh when julia gave her very generous and very thought-provoking uh comments um uh to the first version of the paper thank you uh uh for the first time i would like to ask the question uh 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 أسألة نديم تفضل شكراً للمداخلات بعتقد قيمة جداً وتغني النقاش كان عندي سؤالة لدينا ولكرم دينا عم جاي بفهم شوي أكتر أنت كيف بين اللي بتسميه موقع الثالث وموقع الرابع هل هن analytically مختلفين أو هل هو الظرف مختلف فطريقة العمل والمقاربة حتكون مختلفة كنت عم جابي بفكير مثلاً منظمة مثل EIPR واضح أنه مثلاً هي بلشت قبل 2011 بين 2011 و2013 2014 أنا سميته وقت الناشطين طلعوا من صفحة 10 لصفحة الأولى فجأة صاروا هني عندهم قدرة يحطوا على الأجندا بعد 2013 2014 مختلفة يعني public works بالاخر لقوا حالهم عم بيعملوا مشروع ينفذوا مشروع بالجميزة إذا مني غلطان. وهلأ ممكن يجوع يلاقوا حالهم عن جديد. الموقع الثالث والرابع والية مرتبطة أكتر بموقع المتاح أو في شي جواه. كان عندي كمان سؤال آخر هي بلما يعني وبعرف موضوع المجتمع المدني وهو يو دفاينه ومين وحسب وكيف موضوع فيه نتناقش فيه كتير. بس الموضوع كيف هال الهيئات المنظمات عم بتبلش كمان تشتغل مع الستيكولدر مع أصحاب الشأن. والهايدا ممكن يكون شي مختلف أنريتكلي يعني إذا مني قد يمكن نميزج أخرى إنه كيف المجتمع المدني أول شي كان عم بينتوج بفترة ما خبراء. ويمكن بعد فترة عم بيلاقي حاله بمقذك فعم بيحاول ينتوج ممثلين عن يعني الخبرة ما بقى تصير إنه بس لأنه أنا الأكاديمي بس أكشلي لأنه أنا عم أو أنا لأنه حقوقي أنا عم بشتغل مع ثلاثمائة عاملت منزل هادي هن أراؤن بهيدا الموضوع يعني هل هيدا عم نشوفه أكتر بمصر أو لا بهالتفاعل يلي عم بينعمل هلأ إنه موضوع كان عالساء أول فترة بهليوبوليس بموضوع الكباري وغيره. بزيدا وكرم سؤال لك قديش وانت ممكن أنه مظبوط أنت بالآخر الجمهورية عم تخلق نوع من حالة رأي عام لعند الكراء معينين. هلأ وهيدا يمكن شبيه بمكان ما أو حابب اسمع منك قديش أنت بتعتبر حالك جزء من هاليكو سيستم بالمنطقة إذا بنحسب مجموعات مثل مدى مصر متل درج ميجافون انكفاضة بتونس أو حتى يعني راحنا شفنا بالمغرب كان في تلكيل ماجازين بعضه موجود بس وطلع بالالفين وواحد كان عم بيحاول يخلق حالة وعي مهتمة بالشأن العام هالي بتعتبروا حالكم انتو جزء من هالجيل الجديد من نوع من الاعلام اللي عم بيحاول وقديش هيدا الاعلام نوعيا مختلف يمكن اديولوجيا مختلف بس قديش نوعيا مختلف عن يمكن شو كان مشروع جريد بالسفير من الثلاثين سنة انو كان بدي يخلق حالة تواعي بلبنان على مشروع نهضوي عربي بان ارب وانا بمثلو هالطيار وانت عم بتمثلو يمكن لحظة جديدة طيار تنقول جمهوري يمكن ليبرالي او يعني حقوقي او فحابب شو قدرت تفعلوا انتو مع التجارب الاخرى انا متشكرة على الاسئلة لانها بتسمح لي اكون اكتر احكاما عن العرض السريع جدا والمبتصر انا اعتقد انه الفرق الحقيقي او الملموس ما بين الموقع الثالث والرابع هو الموقع الثالث اتا في سياق او فردان لاصلاح الديمقراطي والاصلاح الديمقراطي في نقابات في احزاب في تعددية محكومة الموقع الثالث كان بيكلم على المجتمع المدني كبديل كبديل للتنظيم كبديل او كحل لازمات التنظيم في المجتمع العربي ككل بس انا بكلم على الحالة المصرية انه نقابات اثبات محدودية تأثيرها الاحزاب المعارضة وكذا فاصبح المجتمع المدني هو اللوكس او التعبير عن المظالم وعن المطالب وعندك حق تماما انه لولا التراكم اللي حسن مش بس من اي اي بي ار ومن هشام مبارك ومن جمال عيد ومن كل المنظمات الحقوقية بين 2002 و2011 و2013 ما كانش ممكن النهاردة نشوف المراد في الموضوعي للجمهورية اللي هو مدى مصر موجود بس مدى مصر بتطرح نفسها بتقريقة تانية عن الاي اي بي ار وانا رأيي انه المعرفة المطروحة في مدى مصر او في الجمهورية ده اللي بسميها المتخصص المعارض لانه مش واقف على ارضية المجتمع المدني مش بيتكلم على حل بديل لندرة التنظيمات هو بيقول من معرفتي من معارفي انا بنقدم من انا عندي مورد تاني هو اني مستقلة وبقول معلومات زي بابليك كورف زي الاوبان لاب وده مش في السوسي مش في الكونسيرن بتاع يلا نبني مجتمع مدني في مصر في الرأيي انهم تجاوزوا من 2013 اللي حصل في سوريا واللي حصل في مصر بالذات يمكن تونس قال بقى متجاوز قضية الكونسيرن بكاتم المدينة ومدينة فده الطريقة اللي حب ارد بها على سؤالك وكان في نقطة ثانية هل ده زي التوقيت بيغير ولا ما بيغير؟ طبعا بيغير وعشان كده كلمت على انه في استراتيجية تكريس العزلة سمحوني بكلم عن التجربة المصرية إنما ماس هو واحد زي جمال عيد استقال يعني هو معتبر إن أي حد بيعمل أي حاجة ضد إلا شتيمة العسكر تضيع وقت يعني هو فيما فهو بيكرس عزلته ده استراتيجية نحبها نكرهها أنا لازم أرصوتها في حين إي اي اي ار خاتروح الحوار الوطني مش هتروح عشان تحب في النظام إنما لأنها دي ويندو أو أقورتونيتي بيسمح لها يعترف بيها بعد ما تقال عليها كلاينت لبايدن وكلاينت للغرب وكلاينت لسورس وطابور خامس فدي فرصة لها لعادة الاعتبار التوستراتيجيز دول حصلوا في لبنان ومن الاول في لبنان مش هتحط الالسي بي اس زي الاوربن لاب مش هتحط الالسي بي اس زي ميجافون فيه ناس طلع باسم التغيير والتغيير حتى الثوري بمعنى مش اصلاحي مرتجل شوية وفيه اللي بيحطوا نفسهم في حتة البوليسي بروداكشن زي الالسي بي اس اللي هم رقعين بس مختلفين تماما ومش ميجافون فاتمنى انه النموذج اللي حاولت تعمله في مصر لو طبقناه على بلاد تانية في مراحل بعد كده نقدر نشوف من اين هتأتي مواقع انتاج المعرفة علشان تشبيك ما بينها في رأيي بشدة عشان نقدر نتكلم على اصلاح سياسة عامل ناديم شكرا على اهلا انا بحس انه الشي اللي صار بين الالفان وحداش للالفان واربطاش يعني تسارع شديد بالاحداث لدرجة انه يعني حتى ثنائية المحلي او الوطني فيزا في الاقليمي انحلت بسرعة كتيرة يعني لالفان وحداش كلنا اكتشفنا انه معنيين بالنقاشات الوطنية ببلدان المختلفة لانه فيه ثورات كبيرة عم بتصير وبنفس الوقت بعد فترة كتير سريعة يمكن بازمينة مختلفة يتاخذ لعشرين ثلاثين سنة انه بنفس وقت اكتشفنا انه لا معقول الجانب السلبي من هالموضوع ينتج نوع من الاسسناء اوية يعني انه الشي اللي عم بصير بسوريا ما صار منه بأي دولعة او الشي اللي صار بمصر ما فيه ولي هو عم بيخلق كمان غرف صدا والناس عم بتفكر لحاله وحتى من وجهة نظر ناشطية اذا بدك انه اذا انت جاي من مقلب ديمقراطي تحرري فانت بتحس انه الثورات المضادة يعني فيه تخفز شوي على قدي هالكلمة دقيقة بس اذا اعتبرنا انه فيه رد ضد الموجات التحررية اللي صارت هي موجات كانت بال يعني باي اكسلنس باي اكسلنس كانت اقليمية عم بتنسق مع بعضها فانه فبالحقيقة صار فيه وعي مبكر انا بعتقد يعني او مش مبكر حتى تنعطي لحالنا كرادل سريع الى حد ما انه لا يكفي انه بس نخلق جمهور وطني ديمقراطي ونوقف عندهن في حاجة انه هاي الجماهير الوطنية تكون عم تحكي مع بعضها وعم تتعلم من بعضها طبعا مع كريتيك للسردية القومية العربية الانصهارية تبعية الستينات لانه كلنا متل بعض وما في شي خلوق خلوق اللي هو كمان بيصير لانه كمان بيخليك ما بقى تشوف التفاصيل والاختلافات العيانية فبالحقيقة نحنا كتير بنشوف حالنا جزء من هال الايكو سيستم اللي عم تحكي عنه مش بس هيك يعني انت ممكن بتعرف وعم تعطيني مجال لجاوبك انه نحنا ومدى مصر ومؤسسات تانية وهللا صار معنا ميغافون اسسنا من اعتباره من الالفين وتسطاش الاكاديمية البديلة للصحافة العربية اللي هي الهدف الرئيسي منا وضع الصحافة بنقاش مع العلوم الاجتماعية والعلوم الانسانية مش تقديمة على انه هي تكنيك يعني تكنيكال سكيل انه بتجيب كاميرا وتفتح وخلاص اي وصرت انت صحفي لا ما فيه سوسيولوجيا وفي انت في latchوبالوجيا وفي حسري وفي لترature وفي فيŞلوسفي حتى إذا انت عم جد تكون صحفي مش نيتيب انفورمن تكون عندك اله بككاللقورة الگاردين ولا النيورك تانز ما احترام neu محب يعني وسانو تجي انت سيريا is the story they get a couple of stories from you بس مين عم يعمل الاناليسي الحقيقي؟ مين عم بحطه الأمور عم جد بالقونتكستابعة؟ الناس الذين لديهم التعامل والتعاملات والتعاملات لفعل ذلك. فكان كل الهدف الحقيقي أن نعمل هذا الشي ووهو بالسياق العربي مش بالسياقات المحلية جدا ولو إنه بمعنى إنه شي ما بيلغي شي إنه كلنا بعدنا كمؤسسات عم نعمل إشي شديدة السورية أو المصرية أو اللبنانية أو التونسية وما شايفين إنه هذا بيعني هيدا لازم يلغي هيدا أو بالعكس. في شغلي كمان كان بس بدي ضيفة إنه كمان التنعشر سنة الماضين منن شقفة واحدة هنن جواتن في تحقيبات متعددة تعرضت لدينا بس يعني حتى مسلا أنا بشوف إنه في شي كتير جميل بتجربة ميجافون بس مسلا جمهورية غير ميجافون يعني ميجافون كتير من 2016 قائم على producing for social media in order to mobilize the public in order to capitalize on this generation Z sort of videos and كزا الجمهورية بالأساس جاية كانت تكون محل مختلف كليا إنه سوريا أورادي بال 2012-2013 كل العالم عم تشوف فيديوز عن سوريا بس في شي تاني لازم ينقال عن سوريا اللي هو بده رواق أكتر وهدوء أكتر وتعمق أكتر لأنه عم نحاول ننتج يعني عم نحاول ننتج جمهور مش بس مجيش باللحظة وإنما معقول يكون قادر يبني يعني شي للحظة مختلفة وإنشترستنج إنه هلأ مثلا رفاق بميغافون هلأ عم حسوها أنه تمانا هني كا حابين يعملوا الاشياء اللونغ فورم أكتر بينما نحنا حاسين إنه الفين ستعة عش حاقدنا هر رديس أنه لا طيب يجب أن تحقق أيضا أنك إنترس وكريت 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 تفكر كمان كيف أنه النص اللي هو خمسمائة خمسة طلاف كلمة اللي بال 2012 كان في يوفوريا عم أتخذ العالم تأريد وفي حيال كان في يوفوريا وعن جد العالم كانت عم تقرأ. هلأ هذا المرحلة الانحسار الديمقراطي العالم مكتبة يعني. فإنه بدك تخلى أنت بدك تعمل الفيديو وبدك تعمل الفيديو وبدك تعمل الفيديو وبدك تعمل الفيديو وبدك تحط على انستغرام وبدك تعمل clubhouse discussion. هيدا صار يعني كمان جزء لا يتجزء من عملية الانتاج المعرفي. حتى الجماعة يعني عم بتحطها لقدم هيدا التساؤل. ففي different points of departure but somehow we're all sort of engaging around similar discussions. لحقاتي بتفضلي وبعدين أقولها. سؤالي لدينا برضو زينا دين معنا موضوع الماء التالثة والرابع والخروج برا لمؤسسات اللي هي مؤسسات مجتمع مدني وعندها طريقة في الشغل وطريقة في الكتابة وطريقة لإعداد التقرير وكده وعندها باحثين وعندها capacity وعندها ميزانية كبيرة للمرحلة الرابعة اللي هي فيها مجموعات بتشتغل بتخصصها المستمعين. بس للمرحلة الرابعة خلينا نقول إنه مجموعات متخصصة عندها evidence قوية جدا وعندها معرفة كبيرة في تخصصاتها وبتطرح بداية الحقيقة. كان سؤالي حوالين بقى الطبيعة الإنتاج يعني technical of protection. الاولانية عندها فرمات وتقرير وعندها يعني فرمات قديمة من حتة كتيرة ويعني ازاي نعمل تقرير عندها ده والطريقة التانية ما عندهاش بس عندها evidence قوية عشان هم متخصصين. لغاية فين كنت شايفة الفروق ما بين التالتة والربع. فيما يخص انتاج المعرفة. شكل الشكل الانتاج وانت أميال لأنهو أو حسنه مين اللي ممكن يعمل حاجة مطارقة. شكرا جميل. علا سيداني من لبنان. سؤالي موجه لدينا ولا كرم. هل من بدء انتاج المعرفة من هالناشطين. هل صار فيه تقاطع بين معرفتهم وبين يعني تعود الحكومات او صانعي القرار. ولا انه بس أنا لحد هل عم شوفه أشياء كتير حلوة بس هيكي. هل صار فيه تقاطع هل شي بوليسي طلع فيها المجتمع المدني او الناشطين. تم تطبيقه من الجهات الحكومية. انا اللي حستغل موقعي واسأل سؤال كمان. بفتكر يعني اللي حكون شوي اكتر عم بسأل اسئلة نقضية بمعنى انه انطلاقاً اللي قالتو دينا على موضوع اللاكدون الجدد والخبير المعارض. واللي قالتو ساتني الصبح انه شرط أساسي من الاتوني انه ننتج افيدنس بيز ريسورتش ضد مشروع مهيمن وإلى ما هنا. بس عملياً اللي بحسه أقله أنا انه هيدا الخبير او الخبير المعارض او عم بيصير هو من عزل تحت شعار النزاهة انه انا هيدا المعلومات اللي عندي ايها فضل وهيدا هو التقرير والمجال السياسي كتير مسي وكتير ملبك وكتير فاسد ويعني هيدا الناقض الجديد هو نتاج الازمة بتجلياتها الكبيرة انه السياسي شي كتير بشيع وبيورط ومجال كتير وصيخ وانا نزاهة العلمية او من زيهة النشاطية بتخليني انشر هيدا التقرير وخلص يعني انه وانا ما بتدخل للسياسي وشوفوا شو بدنا نعمل فيه فهيدا بيوصل كمان مش بس لتشتت يعني اتميزيشن بيوصل لفردني بمعنى انه اكله من الملاحظات يعني عملية على الارض انه المؤسسة نفسها بتصير عم تتمحور حول هيدا الشخص يعني حول هيدا الناشط المعارض يعني وهيدا مقزك هيدا مقزك يعني مقزك بمعنى انه لنا قدري نطلع من الشخص تحت شعار النزاهة العلمية وانه هيدا هو الرفرنس بالموضوع وانه وما عم ننتقل للحق للسياسي يعني كمان مش بس لانه هو منزه بس لانه النظام يعني وينما كان حول السياسي لكتير شيء بشيع ووقرف ووسخ يعني عمليا فهيدا اشكالية وعم نروح نحو التقنية اكتر واكتر واذا عم نشطل مع بعضنا صرنا عم نشطل شيء تقنية يمكن اكتر مثلا ميجافون انا ما بشوفها منتج لمعرفة هي وسيط وانه هني بعرفوا عن حالهم كوسيط انه نحنا يعني بينشور حدا تقرير هني بلاخصوا بشكل يعني عم نرجع نوقع بمشكلة الانتقنية بمعنى معين ومشكلة انه تحت شعار الانتاج مخصنا بقى بالسياسي فهيدا منه مقزك بمعنى انه انه عم نصير منطوع على حالنا اكتر واكتر 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 متشكرة هبتدي بماي انا ما عنديش موقف من اي ما عنديش افضليات انما لو عايز نفرق ما بين منتجات اللي بسميه انا الموقع الثالث والموقع الرابع فزي ما قلت كان فيه تقاديل استراتيجي كان فيه الريبورت كان فيه الكونفرنس بريس دي كانت الادوات الريبيرتوار اف اكشن زي ما بتاعت منظمات الحقوقية والتينك تانكس اللي زي مثلا منتدى ملتقى المرأة والزاكرة او النديم او المرأة الجديدة في التأثير او في تغذية المجال العام اللي عجبني وعلى عكس انا مختلف شوية مع زميلي جميل في الموقع الرابع مش انه بيتلع برا السياسة انه بيبني على مورد تاني هو معرفته المتخصصة وبيبني فين بقى يعني مسلا جنوبية حر او الانسان والتنمية دول بيعملوا مدارس زي كده اللي بتعملها اي ار اي او اللي بتعملها اي سي اس اس جنوبية حر عندها مدرسة ستاشر اسبوع الانسان والمدينة في اسكندرية عندهم مدرسة تمنتاشر اسبوع مسألة بناء كوادر في قواعدك الاجتماعية مش الحديث باسمها برجوع لكلامنا دين فرق كبير جدا في الوزيشناليتي دول بيبنوا ناس بيبنوا ناس في انا وفي اسيون دول بيبنوا ناس في اسكندرية بتعد درايب على رؤية البحر فانا في رأيي ان ده الاقرب للموديل الابنبي الامريكي اللي كان اسمه كوميونيتي ارجنايزر مع انه متخصص من حيث معرفته ارجع لسؤال نديم سؤال جميل عن المعارض اللي من الخارج من المنفى او من الداخل عبر وسائل الالكترونية هل هو منعزل اكتر ام لا انا زي ما قلت هو فيه استراتيجيات مختلفة فيه المقاطع تماما وبيكرس عزلته وفيه اللي بيحاول يتفوض على اعادة اعتراف وما بينهم كل الاشكال مادا مصر بتفوح المحكمة المنصة اللي هي حدا قريبة برضو من الجمهورية المنصة بتستفيد من خلقة النظام مع مادا مصر عشان تصبح اقل حدا من مادا مصر انما كل الاشكال دي مش عايزة تنزل المعترك السياسي تاني وكأن ده الابوتسمان وكأن ده الانجول لا هي عايزة تبني في الهوامش مجالات للتفاوض ومجالات وانا فاقي انه ده افضل بكثير من الحالة اللي نديم عارف موقفي الحدي فيها اللي المجتمع المدني يتصور انه رأس حرب التصورات العربية ده افضل ده اكثر توضوعا ده اكثر هدوءا الجمهورية مش فاكرة نفسها التكوينية السورية يحيا شوكة ما عندوش اي تصور عن ذاته على انه بيقود حركة ضد ما يفعله السيسي من مدن جديدة واستثمار عقاري وبالون عقارية انما هي شوكة او زي ما بيسموها خرمة في الجدار السلطوية والخروم دي كلها حتؤدي الاكميليشن ما لانهم بيشتغلوا في هامش الهامش ووعيين انهم فانا في رأيي انه التوثيق لدول ممكن يؤدي لتغيير وخصوصا عملهم مع الكواد في لحظات طبعا كانوا يلعبوا دور في رأيي انه من 2005 إلى 2010 المجتمع المدني اثر في عمل السياسات مع الدولة فيما يتعلق مثلا بالجنسية ملتقى المرأة وزاكرة كتب درافت قانون جنسية الطفل المرأة المصرية المتزوجة من اجنبي الحضانة عزا سليمان كتبت درافت قانون وبعد 2011 قانون المعلومات كتب من ناس المجتمع المدني قانون النقابات المستقلة كتب في جلاسات كونسلتشن بس ده الاستثناء الذي يؤكد القاعدة لا نتعامل مع صانع قارات إنما نعمل نخبر الدونرز إننا نفعل مفودات قانون لهذا أو ذك أو كده إنما إنها لا تغادر دوائرنا الناشطية ولا بتروح للمواطن ولا بتروح لصانع قارات وده اللي لازم نبتكر فيه طرق لكسر العزن لا صراحة أنا حابب بقول إنه بالنتيجة ما زى ما اتفقين أو ما اختلفين بس يعني الإنتاج المعرفي وحركة الأفكار ما في تحل محل حركة الواقع يعني في حركة واقع هي عم تاخد مجرائها وإنتاج نخب سياسية جديدة وإنتاج كذا هو مش مهمة مؤسسة بحد ذاتها يعني إنه تروح تعمل هيدا الشي بس إنه نحن اللي عم نحاول نعمله باعتقد هو إنه نخلق مساحة لحتى يكون الاشتباك مع السياسي دائما حاضر وواضح فإذن بأي موضوع في نوع من إنعادة نزع السياسي عنه يعني حتى الموضوع شو بتكون البيئي حتى الموضوع الجنوسي كل الأمور يعني الجنسانية بمعنى كل الأمور اللي قد يكون بمقاربة مشانيك حتى كلمة الليبرالي بالنسبة إلي نحن منحس إنه يعني الحرية إيه بس الليبرالي بمعنى تبصيح الإشياء أو إنه نظر لإلى إنه إيه وإف أونلي يعني منصير شباين متنورين أكتر لا إنه وضع السياسي إعادة السياسي وإنه أي شيء أي نقاش أو أي تغيير عام هو بيجزره هو نقاش سياسي هيدا الشيء نحن نحاول نعملوه بكل لحظة رح أعمل أعطي مثالين بس صغار أول مثال مثلا مش عالجمهورية عرفاءنا بمدى مصر يعني أنا أعتقد مدى مصر مع النوع مشتغلو التغطية اللي عملوها للكوب توني سيكس أو توني سيفن بالمصر يعني حولوها لظاهرة سياسية ديمقراطية بامتياز من كتر الشغل اللي عملوه اللي هم ننسق مع مؤسسات تانية بالسياق السوري يعني الحقيقة سياق مختلف كليا لأنه الواحد يعني هون كمان الديتيل العياني شديد الأهمية فيه بلدان قد تكون سلطوية لقد قد يكون فيه جهاز بيروقراطي فيه عالم بالحقيقة معنية ببناء سياسي اقتصادية تنموية جيدة خلينا مثلا إذا مصر بينطبع لها المسال لبنان بينطبع لها المسال السوطة الفلسطينية قد يكون أما مثلا دول مثل سوريا وليبيا واليمن يعني مثلا حتى هدأ ما أقول أنه سوريا كثير هل عن جد أنت بدك أنه أشخاص اليوم من أصحاب قوة بالحقيقة ما بدي يقول حتى سلطة أصحاب قوة عم بيحكموا بتقريبا بالعنف المجرد هل عن جد أنت معنية أنه هنين يقروا هيدا الريسورتش اللي أنت عم تعملي الحقيقة عم بيقروا وعم بيتفاعلوا معه عم بيتفاعلوا معه أحيانا ليضحضوا أو لأنه يقولوا أنه لا أنتوا كذابين أو أنتوا ما عم تحكوا مظبوط فأنت عارفة أنك عم تنكرزي عم تنكرزي فيهم أو بيعملوا شي سخيف كليا يعني بالذكر لما غطينا الزلزال وتغطية الزلزال كان شغلة كثير مهمة بالنسبة إلدا وبي سوريا وكذا أنه بشار الأسد ما أعلن الحداد حتى على الضحايا لبعد عشرة أيام وبعدين يعني مثلا الجمهورية كانت قادة قادة حربة بيهاي شو بيقوله رأس حربة بيهاي القصة بس أنه هل هذا الشيء كثير إفكتف لا بس أنه عموما أنت عارفة أنه عم تحاولي يعني تذكير الناس بأنه ما يحصل هو ليس بس تخلف هو ليس بس وضعنا سيء هو مش بلأ أن الله يهدي النفوس بالحقيقة وضعنا سيء لأنه في نخب سياسية فاسدة وسلطوية مجرمة ولازم العالم تتذكر أنه هيدا الشيء هو جزء لا يتجزء من يعني رغبتهم بفهم المعادلة الشغلة الثانية اللي كان بس بدي أضيفها كمان بالسياق السوري أنه مثلا على السياق كمان المعرفة في عنا مشكلة كتير كبيرة اليوم من سنة 2011 الناس بدأ تنزل على الشوارع والناس كلها عندها طاقة احتجاجية بس طيب بعد الشارع شو بنعمل هل من أسس حزب هل من قدم برنامج سياسي هل من قدم تصور لهالبلاد كيف بده يكون جيلنا هو جيل يعني مسيس كثير احتجاجيا بس يكادي يكون على قلة شوي أنه ما بده رافض كليا لتجارب أنه طيب شو بنعمل بعدين يعني وأنا حاسس أنه الجمهورية ومدى مثلا نحن عملنا ملف 2014 كان له صدق كتير كبير مش مع النظام بس أنه له صدق كتير كبير من اللي كانت تنسيق المحلية والناس اللي كانت فاعلة بال2011 على أنه ليه رفضنا فكرة تأسيس حزب سياسي ثوري ليه رفضنا موضوع أنه السوريين بمعنى أنه وهلأ اليوم هلأ من السويدة بسوريا عم يطلع أنه لا صوت يعلو فوق صوت الشارع بمعنى الطهراني بمعنى أنه أنه ممنوع هلأ يصير أي محاولة تأسيس مثلا مجلس يعبر أنه هذا بياخد من طهرانية ونقاء وهكي يعني البرأة تبعية اللحظة نحن عم نحاول نقول بالجمهورية وبمحلات أخرى يعني مش بس أنه لا يعني في حاجة لتجاوز الطاقة الاحتجاجية للتفكير بهدوء أنه طيب شو المشروع وهالبلد وين أين بده يروح مين الحامر السياسي فسؤال الفاعل السياسي الديمقراطي التحرري ما بعد ما بعد 2011 هو سؤال قد يكون سؤال جيلنا الكامل يعني من هلأ لتلتين سنة جايين وأنا حاسس أنه اللحظة مش نحن نشكل أحزاب وإنما نقول يعني نشكل أحزاب ونصير نحن عم نشغل السياق ونقول تعاوا نفتح مجال لنفكر بهاي الأسئلة ونشوف ليه يعني ما عد في سرديات كبرى القوميين واليساريين والإسلاميين كلهم طلعوا برة طيب يعني كيف يعني شو هو فهذا عم نخلق له نياش عم نخلق له مساحة لذن نفكر فيه وبنفس الوقت عم ندعمه مش بي يعني لأن كمان من تلتين سنة كانوا يشكلوا أحزاب بس بس they come to the discussion armed only with the moral high ground بس they don't have very specific knowledge and this is something in Syria that we face a lot أنو الناس الديمقراطيين الديمقراطيين بس تعالي لن طيب هلا وضع سكن وضع التلوس هلأ وضع الاقتصادي اليوم لا ما بيكفي بس بالشعارات تخلق تخلق عنه الشيف تخلق ملفات عميئة معرفيا للعالم تعرف Blot Sorry Again, not the political ideology necessarily But again the community building And how we built a certain society يكونوا فاندريزرز بالفوتات يعني الحقيقة نحاول إن نبني مؤسسات يعني ما في مموليء ما في داعم سياسي مصاري يعني لا هيك مشروع هذا طبعا بيخليك أفضل على صعيد الانديبندنس طبعا بلا شك لكن بنفس الوقت بحط قدي إنه أنا يلوك عكي with jealousy إنه كيف إنه كان يجيون مصاري ويعدوا كلهم يكموا مقالات رأيي وكلهم يحرروا وكلهم كذا نحن everyone is so busy fundraising and generating business development and you know it's much harder دينا يمكن إخر كلمة بس أنا أسبأ أنا عايزة من تركش بعض من غير من تهيلايت مشكلة إننا بنتخيل دايما إننا عايزين هزيه المبادرات المختلفة تصعد إلى المجال السياسي وكأنه بنبجل بدون أن نقصد المجال السياسي الرسمي وكأنه ده مكان مجال التغيير هو في الحقيقة إحنا مش بنخلي القضايا السياسية إحنا نخلي القضايا مشتركة أو عامة وده ممكن يبقى مجال عام بيتناقش نسميه مجال المواطنة نسميه حيز عام نسميه حيز مشترك إنما المجال السياسي كما نعرفه في برلمان لبنان أو في الهيئة التأسيسية في تونس أو في الحوار الوطني في مصر مش المكان اللي عايزين نروح له يعني كفانة تبديل للمجال السياسي في بلادنا إحنا نحتاجين مجالات بديلة ومجالات البديلة دي حتتخلق حوالي المبادرة دي واتفاعلها مع بعضها المهم إنها ما تبقاش إقصائية زي ما أنت قلت بوضوح عن موضوع السويداء فنبدأ نكرر التاريخ بإنه لا سيعلو فقصة المعركة مش محتاجين تنظيمات مش محتاجين أولويات مش محتاجين هدوء مش محتاجين تفاوض فنبدأ نكرر نفس الهبة ده بس اللي كنت عايزة أقوله إنه المهم إن أنا نعترف بإنه اللي في أزمة أزمة تمويل أزمة اعتراف أزمة سورفايفل إنه بتوع الجامعات الحكومية لأنه مش كل الناس AUB وAUC في أزمة بتهميش عدم قدرة على النش وعدم قدرة على البلوغ كل الناس في أزمة وإننا نتفاعل معهم بدون ما نتخيل إننا عندنا فبالتالي إحنا بس الديمقراطيين والاقتناع بإننا كلنا في مركب بتغرق مع بعض دي بتهيقلي بداية صحيحة وإنه النزاع لا مفر منه شكرا بفتكر هلأ وقت الغدو مع هك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا يا شكرا هل أنتم ahí تسمعوني هل تسمعوني نقول لي بيوت وحشة من غير ت 1961 هلأ عم تسمعينه? اوكي. بقولك بايوت وحشة من غيرك والله. يعني من تنورينا. لا لا مش حقيقي مش حقيقي بس يعني. لا لا تتقلقي والله. بس ما تسألنيش انت يا اسئلة بقى. يعني بقولك قبل ونبدأ الموضوع يعني انت بتسألنيش عشان بس. هما حطوك فان واحدة عن قصد تقريبا. انا مش عايب. انت عداوة فهمل. سمحتي ما تسألنيش. ولا تسألني ولا اسألك. كيف تفعلت? هو ده هو رضع المتبادل فهم ما اللي هو هتتسألني هسألك فهمل ما هو هتتسألني هسألك. ده والله انا جايج جاهز بقى بالاسئلة بالاجابات الموردة فخذي واحدك في الاسئلة. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة So in this panel, we're going to talk about what it means to produce knowledge, what it means for knowledge production and for knowledge producers in time of crisis. Gassan Hajj, who's a Lebanese anthropologist, I'm a political scientist, so I like quoting anthropologists. He argues that because of this permanent crisis, we're also living in the state of stuckedness, he calls it, which he describes as a widespread condition where we're not waiting for or waiting to, but we're waiting through or waiting out. And he says it makes sense because there's a dignity in waiting something out, there's a dignity in waiting crisis out, but there's also a danger in that it becomes a coping mechanism, which also prevents a mass oppositional response to conditions of precarity. Other people have argued that in revolting against stuckedness, we also, there's a danger that we feel like we have to respond with anything. Like any, any action is a good action, any attempt to try to get a small success, no matter how small should be done, but that that actually maybe is counterproductive, because it wipes out the time and space to wait and to be patient. So, and time, in terms of waiting has come up a lot today as well, time temporality as something essential for knowledge production. So how do we take time amid crisis, we're very lucky to have two wonderful researchers with us today to speak about a particular consequence of a crisis which is exile. Both of our scholars will be talking in some sense or another about exile, and when we talk about exile, we often think about space, but exile is also about time and what it does to temporality. So, well, I'm really happy to welcome Mohammed Mandur, who's here with us in the room, and Dina Wahbe, who's joining us online. Mohammed is a master's candidate in human rights at the University of Minnesota. His research explores exile activism and transnational repression in the Middle East and North Africa. He's currently a research fellow at the Human Rights Foundation, and he was former Abbasam Sabiri research fellow at the Tahrir Institute for Middle East Policy. Dina is a postdoctoral researcher at the Free University of Berlin. She received her PhD from that same university, where she also worked as a research associate in the Effective Societies Project. She also has an M.A. in Gender Studies from SOAS and a B.A. in Political Science from Cairo University. We're going to begin with Dina. We've asked each of our speakers to present for about 10 to 15 minutes, and then we'll open it up to discussion. Dina, the floor is yours. Thank you. I'm just sharing my screen. Can you see? Everything's fine. Okay. I'm assuming that you can see the presentation. Please feel free. I'm hoping that I will stay in time, but please feel free to cut me off when I have only five minutes left or write me in the chat. I will be speaking in English because I wrote my chapter in English, but I'm very happy in the conversation, the discussion to discuss in Arabic and also have questions. Please feel free to pose your questions in English or Arabic or German. I'm joking. Please don't pose questions in German. So my chapter is entitled Moving Knowledge, and here when I'm talking, I'm trying to play with words a bit about moving knowledge. One is about, one meaning is about moving, actually talking about space and moving knowledge between continents, regions, countries. But also, as I think about knowledge production, I've been thinking about it since I started my PhD. I'm thinking also about what it means to produce knowledge that moves us both emotively in terms of moving us, moving our affects, our emotions, our passions, but also moving us to maybe outside of ourselves, our comfort zones, our ingrained imaginations and learning. So when I think about knowledge production as a public good, I'm thinking a bit more from my positionality, meaning as an immigrant scholar, writing about the margin or about the global south from the global north or about even the margins of the global north. So I'm not talking as a policymaker or a politician, and I actually want to focus a little bit and take us a little bit of a step back to think more about the process of knowledge production, not just as the end result of what knowledge does or how can we use it to change policies or laws, but also sort of the process of knowledge consumption production and meaning making, basically. I'll discuss briefly my conceptual inspirations, basically work of Bell Hooks, Linda Smith, Edward Said, and I want to suggest an epistemological approach that centers the margins to knowledge production as a public good. Like I said, I want to focus a little bit more about the process behind the knowledge production, and my suggestion is meant to sort of forward or argue of the importance of creating spaces of radical openness, using Bell Hooks terminology, especially as a survival strategy in exile or diasporic context. And in that sense, I will briefly discuss an initiative that I was involved in called El Salon that happened in Berlin, celebrating in 2021, celebrating 10 years of the first wave of the revolutions, and discuss with you a little bit of the challenges and lessons learned. So what I'm proposing here, when I talk about centering the margins, I think it's important to acknowledge, and I think by now this is no longer a marginal understanding, it's important to acknowledge that the pursuit of knowledge is deeply embedded in the multiple layers of imperial and colonial practices. And it's just, I'm not saying this to argue for any moral superiority or argue for abandoning knowledge production altogether or anything. I'm just saying this in order to understand where we are in the world, where we have been, and what does that mean for us as knowledge producers. Edward Said asked the question, which is very crucial, again, taking a step back before the production is already being consumed. Who writes, for whom is the writing being done, in what circumstances? These, it seems to me, are the questions whose answer provide us with the ingredients making a politics of interpretation. And this is sort of where I will be speaking more about the politics of interpretation. And I think this intersects a bit with what Karam has been talking about, about making the public or sort of meaning making processes. My suggestion follows Hoax's call for, to actively choose the margin. And she asked an important question, do we position ourselves on the side of colonizing mentality, or do we continue to stand in political resistance with the oppressed ready to offer our ways of seeing and theorizing culture towards that revolutionary effort, which seeks to create space where there is unlimited access to the pleasure. And I think it's important, we often don't talk about the pleasures of knowing, the pleasure and power of knowing where transformation is possible. This choice is crucial. Of course, it sounds like, duh, a very easy answer. Of course, I will be on the side of revolutionary efforts and not on the colonizing mentality. But most of you in the room, I assume, know how difficult actually answering this question in practice is. Again, when talking about the margins, I think it's, I invite us all to think about the intersectionality of the margins. I'm borrowing Kimberly Crenshaw's conceptualization, of course, to not think in the very rigid binaries of west, east, north, south, rich, poor, but actually to think a little bit more complex in the way that class, race, sexual orientations, abilities and disabilities, nationality, and so on and so forth intersect together to create multiple margins and centers wherever we are. And I hope I don't get attacked in the discussion that I'm using identity politics. If anything, I'm actually trying to complicate our binary understanding of identities. I'm talking also about the margins or my call to censor the margins or choose the margin is not about choosing the margin as a case study or a site of fieldwork, which is often the case, but also to look at marginal epistemologies, such as feminist theory, queer theory, effective methodologies, of these things that might seem unsound on vogue and being used to the point of maybe stripping them of meaning sometimes. But in fact, they still remain in many ways, marginal epistemologies. My proposition starts with the point that historically marginalized populations such as indigenous peoples, women, LGBTQI plus and religious minorities have been changing societies from the margins for years, have always been. And my approach goes beyond the importance of inclusion, including voice, giving voice to marginalized voices, rather acknowledges the vitality of historically oppressed populations in transforming societies and attempting to trace their societal, political, and economic impact both in the so-called global north and global south. And in that sense, really acknowledge the transnational connectivity of the margins. So to defy the binaries of north and south, like I said, on west and the rest. The epistemology of the margins is something that I have been grappling with for a few years now, whether when writing my book that just came out about the politics of the urban poor in Cairo or whether looking and dissecting and trying to unpack the 10 years of movements when we wanted to create El Salon to celebrate or to commemorate or to discuss, however you might see it, what happened in the last 10 years in the region in the first, second, maybe third wave. Just to tell you a little, very briefly about El Salon, it's an initiative that I co-organized with some of other migrant researchers and scholars, activists, and we were so lucky to have wonderful speakers. Some of them you might know already in the, in the room, Khalid Fahmi, Zilharj Saleh, Yara Sallam, Ahmed Saleh, Ahmed Awadallah. We talked about many things from the question of defeat to the question of healing, trauma, the urban poor, second wave of revolutions, Algeria, Sudan, and what it means to develop connections from the diaspora and what it means to show solidarity or to try and create links of solid, of solidarity. And very quickly, I wanted to go with you through some of the challenges and lessons learned, and I hope I'm doing good with time. So one of the first things that were important to us, but also created an immense challenge with, was aligning our priorities with research communities. So we knew that our goal when we wanted to have this initiative is to commemorate, celebrate, celebrate, dissect the last 10 years together, rather than create a groundbreaking academic book or develop a theory or any of the things that would entice funding institutions to give us money, but rather to really just carve a bit of a space to be able to reflect on the past 10 years. And this, of course, was not easy to fund for because, again, the goal written there was not to create the next big theory. And who wants to fund a few people to sit together and think and talk, which is, again, understandable and maybe links a little bit to what Karam has said about independence and funding. We managed actually to fund raise at the end, but it was a very good experience to see what kind of gatekeeping is there in diasporic communities, what is needed for legitimacy and credibility, what sort of affiliations, and so on and so forth. Of course, 2020, 2021, it's the height of the global pandemic, COVID-19. We had to do it online at the end instead of creating space to meet in person. But this ended up actually to be a very interesting and exciting challenge because we were able to accommodate having people from all over, not just the MENA region, but really all over the world. And we ended up, like, with having 60 participants instead of 15. And the participation was really quite exciting. I mean, we were also met with what it means to do activism or any sort of extra institutional organizing in diasporic context. Often we're talking about double burden. People in diasporic contexts have challenges, have a lot of privileges, but also have very different challenges to those operating in their home countries. But it was an important exercise of what it means to prioritize our own agenda. And I'm talking here about the sort of insider research who is still in exile and, again, complicates our idea of what it means as an insider, but researchers who have some sort of ties or affinities to their home countries or to the countries where they are researching. But it was very important for us to, instead of getting stuck with this idea of failure or success of revolutions, to really think together about the 10 years of movement as in physical movement, but also what it means for movement building in the past 10 years. Like I said, because I'm also really interested in knowledge production processes, I have to stress that one of the lessons learned from this was that we were process-oriented, not product-oriented. Again, there was no big edited volume. I think this chapter is going to be the first and maybe only thing that I will ever write about El Salon. But I have to say that focusing on the praxis and the process-oriented is something that we often forget to do when we're creating knowledge. And I think it's intrinsically built in creating critical knowledge or critical knowledge production. We had a radical approach to language, which I'm also happy because I see a bit here across the region and diasporas, knowing that we speak so many tongues, people from Middle East and North Africa across the world. We went beyond giving voice to the voiceless. And this is also my suggested approach. It's not about, it's not our role or our place to give voice to voiceless in my opinion, but it's more about really tracing impact. We prioritized emotional labor, both in understanding what is the emotional labor of movements, but also thinking about our own as organizers, our own emotional labor and discussing very difficult topics to the research communities or to the community of researchers that were there. We highlighted sharing the personal and the importance of the lived experience as knowledge. And this was part of radically defying positivism or the scientific nature of knowledge. However, I have to say it was an extremely exhausting experience. A lot of it was really unpaid or very little paid labor with no academic sort of legitimacy or very little academic legitimacy whatsoever, especially that the organizing team with mostly migrants dealing with various types of double burden or triple burden. So just to sum up, because I don't want to be above time, but I'm so happy to talk more in the discussion about this approach. My suggested approach to knowledge production as a public good is one that is not just concerned with unearthing marginalized voices, but in examining the lived realities and acknowledging that the politics of minorities or marginalized populations are extremely potent in shaping our lives. The approach is, of course, inspired by subalternate studies, post-colonial theory and feminist theory, but also understands the margin as an epistemology. Bell Hooks reminds us that understanding marginality as position and a place of resistance is crucial for oppressed, exploited and colonized people. She continues that we are more often silenced when it comes to speaking of the margin as a site of resistance and choosing to center historically marginalized people responds to Bell Hooks' call to conceptualize the margin as a place of resistance and is an attempt to create spaces of radical openness. Thank you, and I'm looking forward to the discussion. Great. Thank you so much, Dina. The experience of the Salon is such an interesting one for all of us who are studying movements and movements in their broad sense, especially in what's being called like the hiatus between episodes of confrontation. How do communities that were very active come together after to reflect? And there's been a lot of really interesting work of different cases like in Lebanon, the political circle, Dina in exile and in the diaspora, the Salon. So thank you so much for sharing this. And I'm sure there'll be a lot of fruitful discussions soon. But before that, we're going to go to Muhammad. I'm going to talk about Arabic if I don't want to apologize if the word is not going to be a little bit, because I have a problem with them at the time that I came. So I want to make sense to be a little bit of discussion. ربما واحد من التعليقات لما قدمت المدخلة أول مرة اللي جات من جميل هي كان أنه أبدأ الشابتر بكلام عن positionality أو أنا مين وليه اختارت ال research project ده تحديدا أول موضوع ده وقت أنه هتتكلم عنه ربما أنا بدأت الكريب بشكل شخصي بوسط المنظمات الحققية المصطرية لحد ما كان فيه مساحة للعمل للحقوقي من داخل مصر وبعدين انتقلت للعمل من خارج مصر سواء من دولة عربية تونس وبعد كده من الولايات المتحدة الأمريكية وشفت في التجربة دي شكل العمل الحقوقي إزاي بيتغير وإنتاج المعرفة القادمة من المؤسسات الحققية إزاي بيتغير ما بين العمل تحت نظام سلطوي وباستراتيجيات من الداخل إلى الانتقال والعمل من الخارج وإزاي ده طرح فرص وتحديات مختلفة وهو ده اللي خلى السؤال ده بنسبالي مهمة والسؤال اللي بحاول أسأله إزاي المنفع المصري من 2013 ساهم في تشكيل رواية حول ما يحدث في مصر الآن وإزاي أننا بنشهد حاليا حالما من أشكال الصراع ما بين أطراف مختلفة جزء منها موجود في المنفع وجزء منها موجود في الداخل المصري مع النظام حوالين طبيعة ما يحدث حاليا ربما من لحظة 2013 في مصر المعظم أو غالبية منتج المعرفة تعرضوا لشكلين من التغيرين واقسيين التغير الأول كان إعادة تشكيل البنية التشريعية اللي بتحكم المؤسسات القائمين عليها فمثلا بنشوف في الجامعات المصرية إدخال تغييرات قانونية حوالين قانون تنظيم الجامعات لإعادة مرة أخرى هايمنة وسيطارة الدولة على الجامعات المصرية بنشوف بنشوف تغيير قانون المجتمع المدني في مصر وبالتالي كمان بنشوف الشكل التاني وهو استهداف الأسات زي الجامعيين الصحفيين الحقوقيين اللي بدأوا ينتجوا معرفة بتخالف رواية الدولة وبالتالي ده ساهم في أنه بقى في خروج مستمر من أكاديميين صحفيين وبحيثين حقوقيين ومؤسسات بشكل كامل بتخرج من المنفى بتخرج إلى المنفى ومؤسسات بتولد من المنفى ومؤسسات بتعمل بشكل هايبرد أنه جزء منها موجود في الداخل المصري وجزء منها موجود في الخارج وبيتبادل الفريق الوظائف من المهم أن يكون الشخص موجود في مصر لو هو بيعملها أو من المهم أن هو يكون موجود خارج مصر لو هو بيعملها أنشطة ربما ليه علاقة أكثر بال وال للمؤسسة في الخارج أنا بحاول أشوف إنتاج المعرفة من المنفع كشكل ما من أشكال الإجزايل الأكتيفزم اللي هو أنا مهتم أبص عليه بشكل كبير في رأيي أنه إجزايل إجزايل أكتيفزم بيتقصر بثلاث تحولات أو بثلاث شروط رؤسية ممكن تخلينا نفهم هو بيتطور إزاي التحول الأول هو التحولات السلطورية في الداخل المصري وما أصبح مسموح بيه وما أصبح غير مسموح بيه وبالتالي المنفع هنا بيحاول يلعب دور اللي أصبح غير مسموح بيه في الداخل المصري إنه هو يكمل شكل ما من الأشكال النشطية اللي أصبح من المستحيل القيام بيها من الداخل المصري وبما بياخدها إلى المنفع وبتتطور منه لأسباب متعددة وبيحسب بها وده هتكلم عنه بالتفصيل أكتر وبالتالي ده أول محور ممكن نفهم منه النقطة التانية اللي بحاول أبص عليها أو الزوية التانية اللي ببص عليها على هو طبيعة بلد المنفع إزاي طبيعة نظامه السياسي سواء ما بين ديمقراطي أو غير ديمقراطي طبيعة علاقته بمصر بتأثر على زيوع أو انتشار أشكال مختلفة من ونموها أو غياب بعضها أو كمان لاحقا في تعاطي نظام المصي مع إزاي الأشكال دي هتتأثر على حسب علاقة بلد المنفع بالبلد الأهم الزاوية التالتة اللي ببص عليها هو طبيعة المهارات والتكوين العلمي والفكري والثقافي لنشط المنفع اللي خليته يختار شكل ما من أشكال لإنتاج المعرفة على غيرها أو يستكمل نشطيته من المنفع الحقيقة إنه المنفع المصري بشوف إنتاج المعرفة من خلاله ومن النظر إلى مبادرات مختلفة أهمها مثلا تأسيس مجموعة من المراكز الأبحاث تأسس معظمها بواسطة أفراد كانوا سابقين وأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين وبعضها تم كان ممول خالجيا قطريا أو تركيا في بعض الأحوال أشهرهم مثلا المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية اللي هو موجود في تركيا ويشوف عليها بحد زي عمري دراج اللي هو كان وزير في حكومة مرسي في وقت سابق وبالتالي بقى عندنا ده أول شكل ما من أشكال إنتاج المعرفة قادم من وغرضه الحقيقة هو رواية النظام المصري عن ما يحدث في مصر عندنا شكل تاني مثلا من أشكال إنتاج المعرفة من الخارج وهو الإنتاج الصحافة والإنتاج القادم من الصحافة واللي هو خد أشكال مختلفة جزء منها صحافة استقصائية وأفلام وسائقية سواء بارت منها بيتمول من قنوات تم تأسيسها من المنفى برضو على علاقة مع قطارية تركيا وجزء منها آخر عن طيق صحفي المنفى اللي اشتغلوا فيه شبكات ومؤسسات إعلامية دولية وقدروا يعملوا أفلام وسائقية أو يقدروا مثلا يبرزنت صيرة جديدة من أشكال الإنتاج المعرفة مثلا زي اللي هو الفيديو اللي احنا بنشوفه أربع أو خمس دقايق بيتكلم عن معينة أو موضوع معين بتحصل في مصر بدأنا نشوف مثلا زي ما تصدق وزي صحيح مصر ودي كلها غراضها الحقيقة أنها تاخد من الدولة أو طلع من إعلامي محسوب على الدولة وتقول قد إيه كان فيها أخطاء وتتراك الأخطاء اللي هي موجود فيها تعمل شغل وما إلى ذلك بدأنا نشوف كمان سبب حيمنة الدولة على الإعلام بشكل كبير وتشوف إعلاميين زي حافظ الماضي زي بلال فضل بيعملوا حاجة شبه هو هو بيكلم نفسه أو بيستضيف ناس مثلا زي برنامج حافظ الماضي وتالي ده بقى بيعوض غياب وجود شكل ما من أشكال الإعلام المستقل بقى فيه زيوع في البودكاست كل ده بيوفر للباحث الناشط دخل مادي عشان يقدر يكمل الشغل بتاعه وفي نفس الوقت بيبقى نافذة أخرى على إنتاج معرفة مغيرية للوضع الحالي بشوف كمان إنه إنتاج المعرفة ارتبط بأشكال أخرى من زي المنصرة وده ربما أكتر قادم من المؤسسات الحقوقية اللي أحيانا نشرت تأرير حوالين حاجة معينة بتحصل فبنشوف مثلا منظمات حقية اشتغلت على تسليح الشرطة المصرية اللي جاي من الشيك وقد يستخدم في قمع المتظاهرين نفس الفكرة مع فرنسا تأرير اشتغلته منظمة حققية تانية تكلم عن المسجونين مزدوجي الجنسية المصرية الأمريكية الموجودين في السجون المصرية كان داريكت سينتين لل ستيت دبارتمنت وللإدارة الأمريكية تأرير اشتغلت على السكيرتي السيستنس اللي أمريكا بتديها المصر والتالي ده كان غرض منه إنتاج المعرفة هو والتالي الحصول منهم على تغيير ما في سياستهم تجاه مصر صيرة تانية كمان بنشوفها هو زي ال بيخدم اللتجيشن مصر ربما في آخر عشرة سنين من حكم مبارك ظهر فيها ما يمكن نسميه قامت به المؤسسات الحقوقية بشكل كبير ومع وجود النظام الحالي بدأت المساحة دي في التقلص نتيجة جزء منها بشوفه إدخال تشريعات جديدة دول مجلس الدولة أو قللت الدول اللي هو ممكن يلعبه على صفقات الحكومة على كشف الفساد على ومن ناحية تانية كمان حصل استهداف للمحامين اللي بيقوموا بالنوع ده من أنواع الاكتفزم فبقى فيه تحدي جديد حوالين إزاي ممكن نستعمل القانون الدولي كأداء أو القوانين الموجودة في الدولة الدموقراطية كأداء للحكومة المصرية بنشوف بنشوف ده مثلا في القضية اللي رفحها الرشرة محمد سلطان ضد حازم الببلاوي اللي شارك في تعذيبه بنشوف ده مثلا في قضية تانية رفحها المركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ضد شركة فرنسية باعة تكنولوجي للحكومة المصرية بنشوف مثلا ده في شاكو وقدمها رامي شعت وهو ناشط مصري أمام بمساعدة منظمات حقوقية برضو عن التعذيب اللي تعرض له في السجون رغم من دي كلها محاولات أولية لم تصفر عن كسير على مستوى ولكن هي سابقة في على الشركات تكنولوجي هي شيء إلى حد ما جديد وإنفورم حتى من دول تانية كتير من النشطين اللي تعرضوا مسلا بدأوا يرفعوا نفس الأشكال من القضايا القضايا اللي كانت مرفوعة الخشوشجي في أمريكا كانت على نفس القانون هاد نفس بيحصل ما شكل ما من أشكال المصريين في المنفى ونظرائهم من منافي دول دول أخر الحقيقة إنه ده سبب النظام المصري تحدي ربما إلى حد ما جديد من نوعه إنه إزاي في الوقت اللي هو قادر يفرض فيه سيطار شبه كاملة على منصات إنتاج المعرفة من الداخل إزاي بدأ يوصلوا تحدي إنه فيه إنتاج معرفة بتطلع من الخارج وكيف يستجيب لهذا النوع من المعرفة ببص على شكل ما من أشكال الإنجيجمنت اللي الدولة بدأته إنه إنفستمينت في الجونجز وأنه هما يبقوا قادرين يكونوا صوت الدولة بشكل ما أو بآخر أصاد المجتمع الدولي كمان لأول مرة في مصر يتم عمل وزارة اسمها وزارة الهجرة غرضها هي تعزيز الإنجيجمنت ما بين الحكومة وما بين المصرية تطلق مثلا المبادرات لها علاقة بعلماء مصر أو الطالبة المصريين في الخارج غرض المبادرات أنها تبني شكل ما من أشكال الإنجيجمنت ما بين الحكومة المصرية وما بين الأكاديميين الموجودين في الخارج وجزء كبير من اللقاءات كان فيها شكل ما من أشكال الترغيب والتهديد حاجة شابه إن الوزير قالت إنه هيتكلم على مصر هنعمل فيه كده أو في الإشارة الخشوشج يعني بشكل واضح أو من الناحية الثانية إنه الوجود في الإنجيجمنت دوت بالدولة بتقدم من خلاله فرص من خلال السفارات من خلال إنه يبقى جزء من أكاديمية الشباب لما الناس دي ترجع إنه فيه وعود بوظائف وما إلى ذلك وبالتالي محاولة ما من محاولة فضل التأثير على الدياسبرا المصرية ده بسمي البوستف إنجيجمنت يعني وبوستف هنا مش بمعنى إيجابي بس يعني بمعنى ممكن خالي من العنف يعني بشكل أو بأخر الصيغة التانية هو المصطلح المرتبط بالترانزناشنال أو لو ممكن نقول عليه كده وهو القمع العابر للحدود وهو إزاي الدولة تقدر تنقل نفس مستوى القمع الداخلي خارج حدود وهو ده ربما التحدي الكبير القمع داخليا كان جزء منه رسالة للقورناء للبيرز اللي بيشتغلوا نفس الشوكبانة إنه إذا انت عديد هذا الخط هيحصل نفس المصير طب إزاي نوصل الرسالة دي للخارج بشوف مختلفة استعمالها النظام المصري لنقل خارجيا على رأسهم مصر استعملت مثلا الاستهداف أحد الصحفيين في الخارج مصر أبضلها على اتنين جواسيس واحد في برلين واحد في نيورك كان غراضهم إنهم يتجسسوا على المصريين في الخارج فبالتالي في مكون ليه علاقة حتى مؤتمرات أكاديمية كان بيتبعت أمنيين مصريين يبصوا عليها شكل ما من أشكال هو من الصحفيين الكثب انتقادة للنظام المصري أهلهم في مصر تم الأبضع عليهم أخيره محمد جمال زيادة شكل ثالث من أشكال القمع هو واللي هو من أول الناس أسميها بتتحط على أو الحكومة المصرية بتتوقف عن إصدار شهادات ميلاد وما إلى ذلك غرضوا كله رسالة أنه الدولة عندها وقدرة تستهدفك بيوند واحد من الحاجات هو توظيف الحكومة المصرية للتقارب مثلا المصري التوركي في التأثير على النشطية اللي جاية من الدول لما تكلمنا في البداية أنه فاكتور هو العلاقة ما بين الدولة الأم والدولة المنفى كانت طبعا اختيار كثيرين من المصير للجوء للمنفى في قطر وتركيا والدعم المالي لتلقوه كانت سبب فيه انتشار وزيوع أشكال ما من أشكال إنتاج المعرفة مع التقارب مثلا طابط الحكومة التركية من مقدم البرامج الإعلامية أنهم يسيبوا تركيا لأن وجودهم بقى مش مرحب به في هذا التوقيت داخل المنصات اللي هي ممولة من قطر سواء التلفزيون العربي أو العربي الجديد جاءت رسالة ممنوع توجيه انتقاد مثلا للرئيس السيسي بشخصه ممنوع الدعوة لتظاهرات شكل ما من أشكال السيطرة قدر يفرضوا النظام المصري وقدر يحط كواحد من بتاعته في علاقته مع الدول الأخرى ده فرد تحدي على المعرفة القادمة من المنفى إضافة لتحديات كتيرة فاضل دية واحدة إضافة لتحديات كتيرة لها علاقة بالتمويل لها علاقة بالحوكمة الداخلية لها علاقة بتجربة تاريخية خضيتها النشطات في المنفى مع النشطين وتجربة سيئة بتصعب فكرة العمل المنظم في المنفى المصري فيه كمان ما بين القادمين محسوبين على الطيار الدموقراطي الليبرالي أو المحسوبين على الإسلاميين الأقباط اللي عندهم تجربة تاريخية مع الإسلاميين ومع ذلك كل ده صعب فكرة وجود مؤسسات قادمة على إنتاج المعرفة في أسئلة حلت لي علاقة ب هل ننتج المعرفة للغربي للبوليسي ميكر عشان نرش زي من هما يعملوا كذا وكذا وإحنا بنكلم الشرع المصري عشان يتظاهر في مطابطة حتى بالموقف من القضية الفلسطينية هي أولوية مش أولوية سؤال التحرر وما إلى ذلك وده بيؤثر على أشكال ونشطية الملف هاقف هنا ومراح بالأسئلة شكرا محمد طيب خلينا نفتح النقاش وبخصوص المعلومات أنا هلأ لاحظت أنه نسيت أتعرف عن أنا اسمي خوليا شئير بحسة بمبادرة الصلاح العربي تفضلوا فضلي أول بس لازم أبتدي أن أنا يعني أعبر عن ساعاتي أن أنا على شايف دينا أوندين أنا أمال يدين ومبروك على الكتاب يا دكتور أنا أسفع I'm being informal بس يعني دكتور أمل was always my doctor درستلي وأنا في الجامعة فأنا سعيدة جدا نحن زملاء دلوقتي ويعني مبروك على الكتاب طيب هما نقطتين في الحياة النقطة الأولانية أنا يعني بسجل إعجابي بالتواضع العلمي اللي هو في الحياة مهم جدا أننا نتمتع به ونعلن عنه أن الجملة التي قلتها وده مسألة مهمة جدا لأن في مقابل مجموعات أخرى يعني جوه مصر ومعرفش هذا الإحساس بالاستحقاق أن هما قادرين يعملوا حاجة كبيرة وقدرين يخلقوا فرق في مجتمعات وكذا وده مش حقيقي يعني المسألة مريبة جدا يعني وفيه sense الإحساس بالذنب من جيلي الجيل اللي هو عنده إحساس أنه خذل الأجيال التالية في كل اللي درسناه وكل اللي دعينا إليه وكل حلمنا بي يعني فمقابل هذا الإحساس بالخذلان عندنا إحساس بالذنب أننا نحتفي بأي حاجة أنتم تعملوها أنا مشو كلم عنكم أنتم بالذات إن نحنا نوصل للاقطة أن نميز بين اللي بيحاولوا ينتجوا وحاجة وهم ما عندهم إحساس أنهم بيعملوا حاجة عظيمة لكن بنعمل حاجة وبين ريفلكت ده مهم جدا وبين المجموعات أخرى عنده هذا الإحساس بالاستحقاق أنه تم حاجة الجامدة ومحتاج تراجع روحها عشان نعرف فعلا أننا ده حاجة وده علاقة بالنقطة التانية اللي هي العلاقة الملتبسة بين إنتاج المعلومات وإنتاج المعرفة يعني أنا عندي مشكلة طبعا يعني إحنا لوقت طويل جدا وأعتقد ما زلنا حتى هذه اللحظة يعني مش طرف في إنتاج المعلومات إحنا بنستهلك معلومات ونقدر ندعي أن إحنا في آخر عصر السنين بنحاول نمتج معلومات بشكل مختلف فده مسألة لا يمكن إنكار النقلة بقى إن هذه المعلومات بتتحول إلى معرفة يعني فكرة التحول إلى مش بس يعني المعرفة مسألة مختلفة عن المعلومات وبالتالي أنا مش بقلل من كل الجهد اللي بتعامل سواء جوه أو برا حوالين طرح روايات بديلة ومعلومات موثوطة وجهد في توصيق المعلومات حوالين حقائق وسياسات وكذا لكن النقلة بتاعت إن إحنا باعتباري بقى جزء من الجامعة المؤسسة الأسطورية بتاعت الجامعة دي اللي هي في النهاية ماذا عن إنتاج المعرفة لسه أمش حاسة إن ده كله بترجم في إنتاج معرفة لكن وإنتاج المعلومات الثاني بعيد التأكيد على إنه خطوة سابقة وأصيلة وأساسية ما بجدلش بدان نهاية بس قصدي مش عايزة يعني حسن إحنا يعني حنقع في غرام إنتاج المعلومات لدرجة تخلينا ما نشوف إنها المفروض بعد شوية تبقى معرفة فهم دول بس يعني فكرتين كنت حابة أطرحهم عليك وسعيدة جدا بوجود شكرا دينا بدك بدك تجاوبي هلأ ونجعل أخذ أسئلة آم زي ما تحب أنا ممتنة جدا طبعا إن أنا شفت دكتورتي وإنها تسألني وأنا فعلا سعيدة جدا بدا أنا بشوف يعني هرد على سؤال الأول وبعدين هرد على سؤال تاني بشوف إن الهوس بالجراند سيري يعني في أو جزء منه لأولاقة بال ب يعني لأولاقة بسياسة التمويل وات السكسي وات سيلز والجزء اللأ لأولاقة بالاستحقاق يعني هو ماركتينج استراتيجي أكتر منها حاجة حقيقية يعني إنه فعلا الناس قاعدة مستمناية لنكست جراند سيري يعني مظنش معلوماتي عن الريسرش كوميونيتي اللي نشتغلت معيهم على ألف مصر يعني أو حتى في المنفأ أو الهجرة ومجموعات المهاجرين في أوروبا اللي تعاملت معيهم بعدش فيهم قاعد مستني هيموت على الجراند سيري اللي جاية يعني بس طبعا ده اللي بيجيب تمويل فأظن إنه ده تراب كده أنا مش ضد أنا سعيدة بأي حد وكل حد ينظر جوه الأكاديمية وبورا الأكاديمية صراحة يعني لكن أنا شايفة إن ده بيبقى فخ ولو علاقة بسياسة تمويل أكتر منه وفي جزء في الكتاب اللي أنا بحب أتكلم عليه وهستخدمه عشان أجيب على السؤال التاني بتاع بتاع ليندا سميث في جزء أصلا العلاقة يعني هي بتتكلم أصلا بعلاقة أو حتى كستات يعني فيها تبارات كتير ممكن نفكر فيها من الأنواع مختلفة أو مهاجرين وهكذا علاقة بالبحث أصلا علاقة ملتبسة جدا وفيها مشاكل كتير وإن البحث ده يعني يستخدم ضدنا مش لنا أساسا فالناس ولا أصلا عايزة تبحث ولا تتكلم مع بحثين ولا عايزين يبقوا مبحثين ولا عايزين مستنيين النظرية اللي جاية الفضيعة وفكرة أصلا الفيري دايما هي جزء مهم عن الفيري زي أصلا فكرة النظرية بتستخدم وقل فينا درس برا في الجلوب الوست يعني عارف أصلا فكرة التنظير والنظرية وإنتوا ازاي ضعف النظرية بتستخدم طول الوقت ضد من نظرية نحن دايما عندنا نقطة ضعف في النظرية والحاجات زي كده وهي بتتكلم كثير في النظرية زي بيستخدم ضدنا طول الوقت موضوع المعلومات versus المعرفة أظن أنه هيبقى لوا اللقف إحنا زي بنعرف المعرفة وده هيبقى جزء من الشابتر بتاعي مكلمتش عنه في بس أنا سعيدة أنه نجيدي معاك يا دكتور في التعريف المعرفة وهي مكشور أن الشابتر بتاعي يكون معرف تعريفي أنا للمعرفة وده بيختلف طبعا من الشخص للتاني وجزء تاني أو للتاني وهكذا وجزء كبير كمان من الكتاب اللي أنا بتكلم عنه بتتكلم عن تعريف غير مغير للتعريفة أو تعريف متعلق أكتر بهم كموطنين أصليين في نيوزيلندا هما أزي أصلا بيعرفوا المعرفة ومعرفة البردية ومعرفة 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 فأنا مش هادر يمكن أخش في الكون الالتعليق بالمعلومات versus المعرفة غير لما هنالتين فأصلا كل واحد فينا يعرف المعرفة زي ممكن أكون سعيد هنا بعرف المعرفة الطريقة واسعة أوي مثلا lived experience as knowledge أو bodily experiences as knowledge أو لو هقدر أقول إحنا لسه في حتة المعارفة أو يعني مش قادر أعمم أو يعني مش قادر أعمم أقول أنت تبقى شايفة موضوع أكتر وأحسن بس اللي أنا هقوله اللي أنا involved in أنا شايفة أن إحنا لسه في نفيس بتاعة الفهم والmeaning making والpolitical interpretation حتى اللي أنا اتكلمت في إدوارد سعيد اللي هو نبتدي بس نسأل بس هو إحنا بنتكلم عن إيه لتحليل المعلومات بلاش حتى إنتاج معاريفة ولا حتى إنتاج معلومات تحليل الديتا دي الديتا اللي هي بمعنى مش بس ديتا أحصائيات وأرقام بس ديتا كمان بتات our lived experience ذو العشر سنين اللي فات ودول إحنا عشنا هم مثلا لو بنتكلم عن آخر عشر سنين والويف الأولى والثانية من المثورات مثلا فأنا شايفة أن احنا لسه في مرحلة السرديات والسرديات البديلة والمعنى والمعنى البديل والفهم والتفكيك وأنا شايفة أن دي أصلا جدا قبل ما نقط لل جدا شايفة أن دي جدا وبيتم القفز عليها عادة عشان ناخد وحاجات كده ونترقى ونتعين وحاجات لها مختلفة لها علاقة بالسوق يعني والرأس ملاي وكده بس أنا شايفة أن نحن في الحتة دي في حتة الفهم والمعنى المعنى 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 وإن أصلا نحن نقدر نتكلم عشان كده أنا برضه حبيت نحن نرجع خطر الوراء ونتكلم على البروسس وأهميته في إنتاج المعنى قبل حتى من إنتاج المعرف I hope I answered you a question بس أنا برضه سعيدة أن أتكلم معك أكتر أكيد دايما يتكر سكرا دينا وشكرا محمد على العرضين الممتازين أنا حرجع وأقول حاجة قريبة من اللي قلت في جولاي لما اتكلمت هو إنه بجانب البروسس لإنتاج المعنى أنا رأييني وتوسيق الممارسات بحد ذات إنتاج معرفة وليفت إكسبيينس لولاها ولولا العمل وميشيل دوسارتوف في التاريخ الكاتوليكية وممارساتها ما كناش عرفنا يعني إيدي معاش فأنا معاك تماما في هذا في جزء مسكوت عني فورقتك وفورقته أو شابتر هو إذا المنفى بيخلق جزر متنفسة جوه المنفى وخناءات جوه المنفى الموضوع يتجاوز التحرص بسيدات النشطات أنا رأيينه فيه كمبيتيشن قوية جدا ومحاولات كسر بين النشطاء في المنفى وده لأنه برضو المنفى جديد على التجربة المصرية ففورقينه ده مهم ندرس كمبيتيشن والطريقة التي نتكلم بها عم بهيد حسن بالوقتي أو within the same groups the same camps في تقطيعات والحاجة الثانية واللي لما استهلا لما حاولت تعمل مع منظمات داخل مصر هي اضطار شوية مع نشط المنفى وأنا مش أفضي أي تقليل من أهميت أنا الوحيدة اللي في مصر من أصحابي إنما فكرة إنه لا اللي في المنفى بيأخذ التلوس وحنا لا اللي في المنفى عندهم وحنا لأ اللي في المنفى بيكملوا إنتاج وحنا لأ وبقى في نوع مش من الضطار من الناشط الداخلي versus الناشط الخارجلي الناشط المنفى وأتمنى إن دي يبقى جزء من التوسيق لأنه دي برضو مهمة جدا في العشر سنين اللي بعد من هزيمة الربيع العربي في التجربة المصرية اللي مهم نتعلم عليها لو عايزين نوصق تجارب المنفى اللي هي حاجة نسبة جديدة في وفي المصري فبس كنت عايزة أفكر عن شكرا على التعليقين وشوية ممكن بس ممكن شفي وقت ان انا اتكلم عنه بس انا بتكلم في جزء حوالين العلاقة بين الداخل والخارج ويمكن الحوار الوطني الاخير كاشف للتعاطي مع مع سؤال معارضة الداخل والخارج وستراتيجيات النظام لتوسيع الفجوة ده موجود وهو وفي تصورات مختلفة عن عن المعارضة يعني زي ما كان فيه وقت من الاوقات المنفى بكمل معارضة الداخل او بيلعب ادوار بتتعصر على معارضة الداخل ان هي تلعبها فيه كمان مساحات التصورين مختلفين عن التغيير وتصورين مختلفين عن المعارضة وتصورين مختلفين عن الاستجابة لأحداث أحداث سياسية ففيه طبعا فيه جاب كبيرة عمالة تكبر وفيه طبعا تنافر ايدولوجي وتنافر تمويل ما بين معرضة المنفى تنافر ايدولوجي مرتبط بيه انه فيه تجربة تاريخية من التنظيم ما بين الاطراف دي تعود لما قبل الصورة وتم حملها في الصورة وخرجت المشاكل دي تزايدت وراحت المنفى زي ما هي وبالتالي بيعاد انتاجها في المنفى بالشكل مختلف فيه كمان منافسة على نفس الجرانس على نفس الموظفين على نفس الفرص على نفس الوسترن اتنولوجمنت اللي هو انت الناشط اللي بتمثل مصر ولانا ولا مين فينا وبالتالي دو عامل شكل ما بين اشكال التنافر ما بين المنظمات في منظمات اختارة متشتغلش مع بعض حتى هما الاثنين في المنفى حتى هما الاثنين بيمروا بنفس الظروف في منظمات بتشتغل مع بعض فيه فيه شكل ما يعني عشوائي مش عشوائي مش يونايتد يعني مش هوموجينيوس زي ما زي زي ما يبدو زي تجربة اي منفى بالمناسبة يعني مش كل الناس على نفس الخط السياسي وتنتمي لنفس المصالح وعندها نفس تصور التغيير يعني فشكرا على الملاحصتين وحاجات يمكن اتوسع فيها اكتر في الشابت سؤالي لدينا وشكران يا دينا كثير استمتعت بالبيبر عم تسمعيني دينا عم تسمعيني لا صراحة كان عندي تعليق انا كثير استمتعت بالعرض بس ذكرني شوي بهذا النقاش الازري بين المؤرخين الافكار ومؤرخين الاجتماعيين لنشوق الافكار اللي هي انه المؤرخين الافكار بروحوا دغري على الديسكورس نفسه بس ما بيحللوا السياق الاجتماعي وعلاقات القوة ويعني المؤرخين الاجتماعيين بس عن the processes and the spaces وكذا بس يعني يمكن ما بيضل عندهم مساحة لعملوا تحليل خطاب شوي فانا كان عندي سؤال انه حسيت انه انت اخذ يعني بحكي برغة المؤرخين انت sociologist ف بغير أو يعني وكأن ما عندك رغبة بانو تعملي تحليل شوي لمسلا ال شو هي الثيمات العابرة بغرض النظر عن المواضيع اللي الطرق طول هل في طريقة معينة لظهور the trope of المنفى هل في طريقة نقدية بالحديث عن 2011 على سبيل المسال بسبب المنفى هل هي نستالجيا فقط خسارة فقط يعني نوع من أنواع تحليل الثيمات الخطابية والمفاهيم الفكرية العابرة للجلسات وشو يمكن بناء عليها نتائج عندك رغبة تعملي هالشي أو إذا حاس أنه لا لا ينتمي إلى نفس البابر ترجع تعملي بشي تاني أو لا بتحسي أنه منه كتير يعني شي رح يكون خصب على صعيد على صعيد التحليل لأنه يعطيكم ألف عافية شكرا أجاوب ولا خلينا ناخد بعض سؤال وهلا شكرا ومرحبا دينا أنا عندي سؤال عموضوع الهوامش وكيف نفهم الهوامش اليوم بالكونتكست السياق العربي تابعنا وباللحظة اللي رحنا فيها وكيف يعني ولفت نظري اللي كان عمي يحكي محمد عن موضوع مثلا كيف الإسلاميين عم ينظموا حالهم هل رحنا منعتبر بعض التجارب الإسلامية هنك من جزء من الهوامش اليوم وإن كانوا فترة ما يعني أين هي الهوامش عمليا اليوم لألنا بالمنطقة وهل في فرصة بمكان ما بالمهجة تتخاطب هالهوامش المختلفة يمكن بمساحات غير متاحة إذا الكل كان بقى داخل مصر وبعتقد قضية الإسلاميين وين منحطهم نحنا بتنظيمنا الفكرة يعني هل هن همش هل هن جزء من الهامش بمكان ما كيف ما نفكر فيهم يعني هيدا بيمكن أحد السؤال تاني السؤال كان عندي إله علاقة بال حكيت عنه ممكن حول للإنجليز شوي لأنه اللي عم تحكي عنا يلي يمكن هي هيدا اللحظة اللي رحنا متل ما عم بتقول لي مضبوط مطروحة بشكل كبير مطروحة كانت بعد عشر سنين من الربيع العربي وما مطروحة مطروحة بشكل مطروحة لنظري أن لا أعرف أن أعرف لن أعرف لن لن أعرف لن أعرف about other experiences of exile that have been well documented the chilean experience in europe or the argentine you know all the leftist marxist yali israel and i'm thinking about this because obviously uh uh you know after the assassination of you know the singer java and now a lot of the interpretation of that moment actually happened outside of chile you know i mean really a lot of the reimagination of the role of the left and the marxists in in south america happened during the exile of these marxist south americans in europe from the little i've read they were not engaging that much about and are we now in the global north they were solidarity networks they took whatever they could to push their interpretation um something similar happened for instance in the apartheid struggle in south africa and all means were good to push your narrative and your interpretation who uh yeah and i think i think clearly people were aware of the different dominance uh discourses or the tools uh but they use them i asked this question it goes back to me about the role of the activist scholar and if there are if if we're engaged today in a in a struggle for interpretation and politics of interpretation how much of how much uh uh i mean producing this sort of pushing your own camps version you know pushing your own and being aware that this is there's a struggle ongoing and this is the politics of interpretation and i think you know edward saeed was pushing one version you know saying this is version that's been unwritten we're gonna try to make it a lot more visible uh and i think that's fine you know will this be uh 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 actually i'm not sure where my question is 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 getting to but i just wanted to to think about you know the uh how people are thinking about politics of interpretation by the lahza from exile and i think in muhammad's case it was very much clear that this was a uh they're seeking some are pushing it to ultimately hold accountable the regime of ultimately uh pushing and that's totally fair and legitimate i mean it's part of the not just the politics of interpretation interpretation but the struggle of interpretation and and rewriting the history so i yeah just thinking about how how you integrate this uh go ahead dina and thank you so much for bringing the examples of um our brothers in arm and our sisters in arm and latin america and of course south africa and that was a man centering the margins but we are in a very privileged place in the diaspora that opens us up um i'm here talking about the european diaspora but of course there are other everywhere else that opens us up to different experiences yemkin zay ma eilet doktor dina la aul mera fi tarikh na b shaklin may yani to open this up i'm not saying that i'm not saying that i'm not saying that i'm not saying that i'm a third generation sort of exile kind of so i'm not saying that i'm not saying that i'm not saying that i'm not saying that but that's what i'll say a little bit that uh for unprecedented let's say scale للبصريين على اللبنانينيين قصة تانية طبعاً وده بيخلينا بيدينا مساحة فعلاً جداً في المسيزات كتير أنها تفتحنا على عوالم أخرى وتجارب مختلفة جداً تاريخياً مجتمعياً وده اللي أنا بقوله بقاله ما ببش حتة والحاجات دي أصلاً بتحصل يعني أنا مش ما اكتشفت ما بخترعهاش حاجاتي بتحصل طول الوقت أنا مسميه في الكتاب أنا شايفة اللي بيحصل في المنطقة كلها أنا بكلمش على مصر دلوقتي في صراع سرديات وصراع سرديات مهمة لو هنتكلم على الحصل من 2011 لغاية دلوقتي وأنا شايفة دوري كما كتابة 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 ما أيضاً تسمعه بس لأنه عم بقولولي المترجمين إذا فيك بس تحكي بلغة أو عربية أو إنجليزية بس لنسهل شكراً هحاول أركز في العربي وبس يعني هحاول أقلل الجورجن بس أنا شايفة نفسي دوري لعلاقة ب إنتاج كونتر هجيمونيك ديسكورس صعب شوية أنا أترجمها بسرعة بس إنتاج يعني بشوف نفسي في الباتل أو صراع السرديات في صفة السرديات السرديات الناس المقاومة خلينا نقولها كده وأنا شايفة أن ده أصلاً شغله بوجهة نظري شغله مهم ولازم يحصل جزء منه بيحصل جوه جزء منه بيحصل برا لأسباب مختلفة وأنا شايفة أصلاً أن احنا محتاجين كمان نطلع من أولويات الصراع يعني نحن نتصور أنه بالزد في السياقات اللي فيها ديكتاتوريات أنا أسفل الإنجليزي تاني بس يعني ديكتاتوريات بتقعد سنين كتير أو قاعدت وها تقعد وتقعد وكده أنا شايفة أن إحنا هيبقى صعبة أو أن إحنا نقول أنه أنا مبقللش أبداً أبداً من مخاولات أو المقضاء أو كل أنا أسفة جداً أو كل ده بس أنا كمان بشوف أنه في صراعات تانية برضو مهمة وتقليل تقليل أنها تبقى موجودة في الأولويات زي حجد صراع السرديات أو توصيقه أو الاستثمار في خلق السرديات بزيلا أنا شايفة أن إحنا التقليل منه أو أن إحنا نبقى شايفينه مش أولوية يعني أنا ضد أن إحنا نحط بزد الزل هذه الظروف هيراركي أو أولويات معينة ده الأول الأهمة فالمهمة فالمهمة الحاجة التانية اللي هي علاقة بإزاي نفكر في الهوامش جوه جوه أو مش المنطقة يعني أنا هنا تاني بأكد على تقطعات الهوامش أنا ما قدرش أقول أن المهمش بس هو الفقير أو المهمشها بس هي الست لأن فيه ستة غنية وفيه رجل فقير يعني أنا بأكد جدا على تقطعية الهوامش وفهم أنه فيه طبعا قطاعات مهمشها تاريخيا مثل الفقراء والمرأة وحاجات إحنا يمكن نخفضنها بس فيه طبعا قطاعات بتستحدث بيتم استهدافها في لحظة ما بتبقاش هامش زي مثلا نقدر نقول الإسلاميين وطبعا زي ما أنتم عارفين كله كل الإسلاميين حتى مش كتلة واحدة بذلك في مصر يعني في إسلاميين أصلا مشاركين بأشكال مختلفة في الحكمة وموجودين ومتشافين وفي إسلاميين تانيين في الملفة وفي إسلاميين ما بقوش إسلاميين غيروا يعني حتى الإسلاميين دول مش كتلة واحدة بس من الإسلاميين طبعا وجوه الإسلاميين في درجات مختلفة من التهميش وعشان كده أنا بأكد على الطاقة طويل مش عارفة أنا أصلا السؤال بتاعها هي ناس بتكلم بعض ده معلوماتي اللي أنا عارفها إنه ناس بتكلم بعض جوه وبرا وفي كل حتة بشكل مختلف نقدر قادر أحب أتكلم معاك في ده أكتر يا ناديم بس أنا معلوماتي إن الناس بتكلم بعض فكرة بقى إن الناس اللي بتكلم بعض تعمل بقى خطوة استراتيجية وخطة استراتيجية وتبتدي تتحرك مع بعض بشكل مفتوح وكذا دي حاجة تانية بس هل الناس بتقعد مع بعض أو بتتخانق مع بعض طبعا وده بحد زيته مش وحش خالص يعني فكرة برضو نحنا كلنا نتضغط دايما على المعارضة أنا كلنا نمسك إيد بعض ونبقى حاجة واحدة يعني ده بحسه شوية كمان مش حقيقي يعني حتى حتى الأنظمة الكونسوليديت اللي في أقوحالتها بتتصارع يعني فأنا حاسة إنه ده بيبقى توقع يعني ده توقع هيؤدي بنا للخزلين نحن نتخيل الناس كلها على كل اختلفاتها الأيدولوجية وخلفياتها وكل حاجة هتقدر إنها تبقى كتلة واحدة محادة صعبة بس ممكن يحصل اتفاق على حد أدنى يعني شكرا جدا يا كرم على على النقطة بتاعتك أنا هفرت جزء كبير من الشابتر لا لقى باللقاشات نفسها اللي حصلت في الصالون أنا جريت فعلا فيها في بس أنا شايفة إنه هيبقى مهم جدا إنه هفرت جزء منه وهحاول كمان أتكلم على إحنا كان بيجي لنا زي لتقييم يعني شوية حاجات كمان من تقييم المشاركين ومشاركات سواء الإيجابي أو السلبي عن الجلسات المختلفة بس أنا من الحاجات اللي يعني اللي أنا فاكريها كويس اللي أنا أحب أتكلم فيها إنه من الجلسات المقترحة اللي أنا كنت تحبة إنه يبقى عندنا جلسة عن عن التعافي وعن الأزمات ما بقى لاش نفسية عشان ما نبقاش بالماديكالايز بس يعني الأزمات الشخصية والتعافي وبصراحة وجد نظري إن أنا اتفاجئت من النقاش واتفاجئت من الرد الإيجابي للنقاش رد فعلا إيجابي للنقاش الجلسة النقاشية دي وخليتني أفكر تاني أكتر كمان في أولوياتنا يعني إحنا بتدينا بجلسة الهزيمة أو الديفيت عشان خسينا إنهنا مش قادرين نهرب منها بس في الحقيقة يعني أنا حسيت إن الناس كانت مهتمة أكتر فعلا تتكلم في التعافي تتكلم في الأزمات الشخصية والنفسية اللي حصلت في آخر عشر سنين ومعنى إن إحنا نعيش بي ونعيش معي ونتحرك ونفضل نتحرك يعني أنا حسيت إن حتى إلا أنا تصورت أو اللي أنا اتبع لي في الجماعات الغربية اللي أنا بشتغل فيها أو اللي اتبع لي في المينستريم الكلام السائد عن أولويات وأهمية نتكلم ونقول إيه عن العشر سنين اللي فاتوا أو إيه اللي حصل بعشر سنين اللي فاتوا خاطب يعني هيألي المجموعات البحثية أو مجموعات الباحثين مهتمين يمكن هم شخصيا بنقاشات مختلفة زي مثلا التعافي اللي أنا شايفة حاجة مثلا مهمة جدا وما بنتنقش فيها كفاية فكرة بقى البترنس هقول سريعا بس فكرة البترنس لأن أنا شايفة إن هي مهمة أو الخنائات اللي ما بين المجموعات الجهو واللي بر وأنا دايما بحب أتكلم في دا وشكرا جدا يا دكتور دينا وأنا هتكلم في دا في الشابتر فعلا بحب أدي المثال بتاع حركة حوال مرأة في مصر اللي أنا بنتمي إليها بمنتهى الفخر وبحبها جدا بصراحة يعني ونقدر نتناقش في دا ونتخانق عليه بس أنا حصل في عشرين وعشرين 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 فعز الوباء عز البنداميك حصل حركة كبيرة في مصر بسموها الميتو موفمنت أنا كمان حركة أنا كمان في مصر يعني وكانت معظمها ديجيتل كانت رقمية بشكل كبير وكانت ترانز ناشنال كانت عبيرة للقرارات وعبيرة للدول وكان فيه تبسيل كبير للناس من المهجر فيها بس كان المذهل بالنسبالي ان كان فيه مش حتى باتفاق دمني مش حتى ما تطرناش نتكلم فيه ان اللي جوه هو اللي بيقود يعني دا ما كانش دا كان مفهوم بشكل ما القرارات بتتاخد من الناس اللي جوه مصر التحركات إيه الآمن إيه اللي مش آمن إيه اللي تعمل إيه اللي ما يتعملش يعني وما كانش فيه حد أصلا بيتحدده يعني كان فيه نازل بتقترح حاجات مش عارف إيه بس لو حد القوة المؤثرة اللي جوه اللي قاعدة جوه مصر هي اللي كانت بتقود الحرك بشكل أو بآخر وإحنا زي ما نكون كنا يعني في أماكن متنوعة من العالم جاهزين للحركة وده بالنسبالي أنا شايفة ان ده مهم ومثال جيد جدا وهحاول أضربه وأتكلم فيه وده رأيي الشخصي انه انه أي تصور أو تغيير عن أهمية الناس اللي في المنفع ودورهم وهكذا وأنا منهم يعني مهم وكل حاجة يعني أنا منهم يعني ما بنفيش عملنا كلنا بس أنا برضو متصورة أن أنا بقالي عشر سنين بشكل أو بآخر سايبة مصر أنا فعلا كل مرة بروح بتفاجئ وأنا فعلا بتعمل مع واقع مختلفة عن اللي أنا كنت فيه من عشر سنين أنا فعلا ده ومستوعبها كويس جدا وأظن أن أي مساحة للزق الخقيقي في أي اتجاه منها مثلا حركته المرأة أنا مثلا نشاطة فيها لغاية دلوقتي لازم بيتم القياداتها بالداخل وده لازم يعني يبقى ده رأي بسقفه بسقفه تقفيله وباتفاقات لها علاقة بأن اللي جوه سقفه كذا واللي برا سقفه كذا وهكذا بس ده ده رأي الشخصي يمكن ده يحل شوية وأنا متفهمة أي بيترنس وأي ريزانت بنت لها علاقة بالكمية اللي بياخدها الناسة اللي في المنافي يعني أنا ما عنديش أي مش هاتفق مع ده مية في المية تمام من آخر حاجة بس عن المنافسة لها علاقة بأنه لو إحنا مثلا بنتكلم عن الدياسبورة في أوروبا أو الجالية في أوروبا إحنا بنتكلم عن إحنا قاعدين على ترابيزة الرجل الأبيض وهو دايما الرجل الأبيض بيحط لنا كرسي واحد نتخنق عليه زي كارسة موسيقية كده نتخنق عليه كلنا فنطلع مطاوي بقى ونتخنق مع بعض مين فينا الميجرنت الأحسن المهاجر اللي هيخد النجمة وهيبقى هو وعادة أن المهاجر اللي بيأخد النجمة وبيأخد الكرسي بيبقى أكتر مهاجر مريح لرجل الأبيض بشكل أو بآخر وأنا شايف أن داينامج طبعا بيعمل منافسة وبيعمل مشاكل كتيرة والوعي به والكلام عنه مهم جدا مش مهم يعني غلط أنه يتسكت عنه معكي حق طبعا وهحاول بشكل أو بآخر أو أكتب عنه وأظن بالحقصة حتى بتتكلم عن حاجات شبيهة عنه في الفصل في الورقة بتاعتها اللي أنا بستخدمها وهحاول أشير لي شكرا أنا أسفة جدا على البطالة بيبعد أسئلة ثلاث بدك تعلق على اللي قاله نبيم ولا إذا لا يمكن بس أنا بفكر في سؤال الهامش والإسلامي يعني الحاجة الوحيدة يمكن هكرر كلام دينا وأنا ببص عن الإسلاميين الإسلاميين مروا بتحولات عميقة داخل المنفى والإسلاميين كما نعرفهم لم يعودوا يعني راحنا بنتكلم عن عن جماعة الإخوان المسلمين وحتى جوه هذا التنظيم بقى فيه هامش وفيه 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 مركز وفيه وفيه سياسات حتى قدرتها الجماعة لإدارة أفرادها والحفاظ على ولقها داخل داخل المنفى كانت سياسات أشبه بنفس السياسات تعامل النظام المصري السلطوي مع معطني في الخارج سواء بالفكرة للموارد مثلا زي ما النظام بيستعمل شهادة الميلاد والبصبور والحركة وكده هما كان عندهم من خلال علاقتهم مع الدول معينة زي قطر وتركيا أن القيادات الموجودة في مركز التنظيم عندها أكسس لدوات وبالتالي بتدير حركة الموارد بناء على قرب الأفراد ديت من ولقهم للتنظيم أو لأ فما أقدرش أبص على قياد داخل الإخوان المسلمين وفرد عادي داخل الإخوان المسلمين على أن هم نفس الشخص كمان تحولات ممكن نقول دلوقتي عشر سنين من المنفى المصري من لحظة خروج أول ناس بعد فضة رابعة وما إلى ذلك عشر سنين دول حصل فيه تحولات لنفوذ وقوة الإسلاميين في المنفى من استقبالهم في قطر وتركيا استقبال الفاتحين لطلبات دلوقتي برحيلهم وخرجهم وإغلاق قنواتهم ووقف التمويل عنهم فده اتغير كتير اللي حصلت في المنطقة على مدار العشر سنين حطت الإخوان المسلمين في هامش الهامش لم يعودوا سؤال مطروح على أجندة أي قوة بتتفاوض مع النظام المصري أو بتتكلم معاه بما بس ما تبقى هو رغبة النظام المصري في استهداف القيادات اللي كانت موجودة واللي شافها هو حرادت على العنف في وقت من القوات يعني فده وضع الإسلاميين وقواتي دي في المنفى دلوقتي شكرا طيب شكرا إذا ما في بعض أسئلة رح نختم رح ناخد صغير رح نرجع ثلاثة ونص جلسة ما تتأخروا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 وهو الندا الشيء اللي هي مسؤولة عن برنامج المرصد العربي للعلوم الاجتماعية في المجلس. أنا رح أعطي الفلور إمني لتلي لمشيرة وبعدين لندا وبعدين نوخد مجموعة أسئلة ونقاش. شكراً ستني. أنا حتكلم بالإنجليزي. I'm very pleased to be on this panel and actually I'm very pleased to have had this opportunity to examine the ACSS as an organization and to look into our programs and scrutinize them under this topic, important one of knowledge as a public good. It's something that I had not actually done systematically before. And it's also an opportunity to share this with Satsani and Nada because we did not discuss this presentation and of course there's a lot of repetition and a lot of things have already been said. but it was very useful for me to do this presentation and to go back to basics, you know, to go back to our key documents, our strategy, just to see how we talked about the public good and how we talked about the way we do things. I also looked a bit into the literature on the internet and like Satsani, I was really startled by the fact that a lot of the literature had an economic sort of a tinge to it, especially when we talked about knowledge as a public good. So in this presentation, I'll first provide some, as I said, it has already been said before, but some theoretical or philosophical statements on the concept of knowledge as a public good and make a distinction between that and knowledge for the public good because as we said this morning, they're not the same and the latter is less talked about. I will also propose that we consider knowledge for the common good instead of the public good. We already spoke about common spaces, but I really want to be using common good and explain why I want to do that using examples from the ACSS programs and I will use two examples. The first is the new paradigm factory. It's called the MPF and with a focus on the theme of gendered resistance. I'll speak about that in a bit. And then the second is our work on ethics for social science research. So let's first start with the basics and remind ourselves of the definitional issues. As I said, it was said in the morning, but I think I'd rather stick to this because it has to do with the flow of my presentation and the way it links to our programs. So knowledge is a public good. As we said, in a technical sense, it has its origins in economics and it's mainly a question of ownership. So, and in that sense, we can have knowledge as a good, you know, a service or a commodity. And when it's public, it's both non-rivalrous and non-excludable. and by non-rivalrous, we actually mean that knowledge cannot be diminished by consumption. We can all use the same knowledge at the same time without depleting it or becoming rivals. And the non-excludable bit means that the benefits accrued from knowledge cannot be provided exclusively to one person or to a group of people at the expense of the others. So there is an important assumption, like we said this morning, that the public goods are in general provided or financed by the state or are from the state's revenues. But of course, we know that in the current age, there is an increasing trend towards the privatization of knowledge and it's used as embodied and exemplified in all the copyright and patent flows and all the publishing agreements with journals. And there is a clear distinction there between knowledge production and knowledge dissemination. So if the ideas are still in a stage where they're free floating from one person to the other, they're public. but once they start being expressed and codified and put in text, then they become no longer a public good. They become private. So in that sense, texts are excludable and rivalrous. And of course, the irony is with the sort of wide use of digital technologies, we were supposed to all witness and increase in the democratization of access to knowledge. but in fact, we are all witnessing, you know, a restriction on that and many resources are either password governed or have prices attached to them. And we are learning that there are probably very few pure public goods in this world. And that, of course, you know, applies to knowledge. So this was knowledge as a private good, as a question of ownership. And now I want to move to knowledge for the public good. So it doesn't refer to knowledge as a good or a service, but something about good, the good for a community or the benefit of the people and how useful knowledge is to, you know, on a broader scale. The public good has, of course, philosophical roots that I do not claim, you know, any sort of control over. Dina told us it has a Habermasian sort of a tradition. I'm sure before that we can also trace other important writings on public good. But there is an underlying notion that ultimately knowledge would be good at a general societal level. And it assumes a conception of well-being that is broad enough to go beyond individual levels. so the living well or the good and decent life does not only dwell in individuals but also in the lives of the communities which human beings form. So, and that part, I think Dina covered well in her presentation. There are concerns that there is no one single public that is uniform and one that agrees or has a widely held and prevailing public sentiment towards certain issues. the public good assumes that everyone in general or even in a particular community is benefiting from certain good in a specific way. And using the case of knowledge and our own experience at the ACSS I think and similar organizations I'm sure some types of knowledge are knowledge are indeed technical knowledge and we may be talking about specific groups of people for whom this type of knowledge is relevant. and who are able to deal with the technical knowledge. So I think the relevant public is also an important sort of aspect of public good. Now I would like to move to the ACSS position as an organization, not yet the programs but as an organization and how we project our practice and our understanding of the notion of common good the way I really read it in our key documents. And I want to use my arguments here as a prelude to my suggestion to use common good instead of public good. So the ACSS position of knowledge as a public good which is a question of ownership. So as an academic and research oriented institution knowledge production as was mentioned this morning is one of the main objectives of the ACSS along with capacity building network building dissemination of research and so on. So in the research grants that we give we make sure that it is very clear that the final research products belong to the researcher or to the author and they are free to do with them what they want but we only require acknowledgement indicating our role in supporting that research and also the donor that ultimately supported that work and for some programs we have our own publication avenues that are either you know they publish as hard copies or they post online but once that happens and the grantee sort of publishes with the ACSS the material immediately becomes open access and no passwords and no fees and we do not sell our publications. All our publications are governed by the Creative Commons licensing according to which individuals have the right to use and copy and print the material as long as they give credit and acknowledge the authors. but as we are very keen on pursuing this sort of notion of democratizing knowledge and making it available to everyone we are also concerned in a good way I think about the open access movement and we are having initial discussions with a lot of sister organizations who are also concerned in the global south who are concerned with these discussions of open access and seek to break the monopoly of publishing industries over published materials and it's not only that we want to belong to these larger discussions but really at least for myself I think Nada now is way ahead of everyone because she works in this area closely but it's important to understand all the complexities and intricacies of open access because it is indeed a complex situation and not as simple the different levels of formatting what makes it public what makes it private what does it mean if you are in a repository and not you know in something else so it's a lot of complexities and it affects the question of ownership in big ways now this is the ACSS position on the question of ownership now knowledge for the public good and that's again now the ACSS position and so in our mission we're very clear that our main audience is the social science community the researchers and the scholars in the region and it is through them that the creation of knowledge happens to enrich public debates about the challenges facing Arab societies and then when it comes to research uptake which is the point about the consumption of knowledge that the ACSS helps to fund we signal that we aim to work with different actors and institutions in the region and those include like policy makers at different levels advocacy groups activist groups and the less organized movements who like the ACSS are seeking to understand and change social realities so we acknowledge that and we acknowledge that we all do that from our very different perspectives but we all have a common good in doing that together and there's a common interest so as more and more research is being produced by the ACSS and with more grant making we see the more possibilities for robust engagement with different constituencies and we are aware that some of these collaborations happen organically so from the two points I just discussed now that researchers produce knowledge and that there are different constituencies here are some sort of conclusions or premises or something so the researchers define their publics I mean there isn't one public but the researchers define many publics and there are and these publics change with you know with every proposal that we get and every project that we see and the second point is that there are organizations and entities that because of the nature of the work and who they are they too have publics and different publics from the ACSS and they can also help bring about change and we do need to be working with these partners and institutions to seek and through them maybe also reach decision makers and other individuals and you know find out about their ways they use to communicate research that we do and others do more effectively and as Saturday this morning said that the ACSS plays a role as you know inter-institutional and inter-stational but I also bring up here the notion that we are a knowledge broker and it's in our text in our some of our documents and that we need to be finding creative ways to partner with these organizations that I just talked about and link our researchers to other knowledge institutions and sort of enlarge the circle and most importantly I think what we need to be doing and we try to do that is train researchers on sort of the best practices whether in research itself or also in communicating and disseminating findings in different languages styles and formats and so on now that brings me to the point about a common good or common interest and I'm actually saying and I hope it's clear after what I presented here that the common good would belong to a particular group of people who find a common interest in certain knowledge and its production and its dissemination and I think our researchers and the organizations that we work with to disseminate our findings and so on sort of validate this point about common interest and common good and perhaps this is indeed the idea about the ecosystem which was very popular a few years ago and I think it's still valid that there are facilities and interests that members have a special obligation sort of to care for from different perspectives in virtue of the fact that they stand in certain relationships towards each other and have different points of strength so this is my point about common good and common interest I would like to use if we have time I'd like to start the examples from the ACSS programs I'll start with the first one and if you want me to stop I can after that they elaborate the common good idea and they also provide nuanced understanding of other potential meanings for common good I just presented one but maybe they also open or expand discussion to other points so the NPF program the new paradigms factory and it's a writing fellowship for applicants who have an MA degree and it's built on the idea of encouraging young people to from the Arab region to break away from the established paradigms that prescribe certain phenomena and prescribe the way to do it and the methodology to do it we try to encourage them to break away from that they are encouraged to come to the program having already done the fieldwork so they have an MA and it was based on fieldwork and over a period of nine months the fellows are mentored by renowned Arab scholars to get their articles published and then in the end we actually publish it in a book that comes out from the ACSS and so far we've had three of these publications so two things there are two things about this program first of all that these researchers are like many of us you know have experience with are researchers slash activists so they wear two hats and so this is one aspect of the program the other is that we really really encourage them to write their articles for a larger audience that goes beyond academic audience to other people and I think the question of activism slash research and the question of audience brings in some interesting insights about the common good first of all the fact that they wear two hats their activists and researchers makes them very sort of amenable to thinking about several audiences not just one an academic audience and maybe a civil society organization and I think this is very refreshing because it does allow us and that's a point that certainly made this morning it does allow us to break the classical divide between audiences between governments and policy makers on one hand and civil society and activism on the other I think there are areas where common interests and common good can develop and more collaborations towards a larger or a broader issue and I want to give a very quick example to make that point so there is one of the participants and author of an article in the latest volume from Egypt she worked on the case of women in the public space and she worked specifically on public transport and all the difficulties that women face in accessing public transport the daily maneuvers they have to go through in order to have a dignified and integral experience without feeling humiliated and being sexually harassed and so on so it's it's about this and about ownership of the city and open and ownership of the public space it was obvious that a lot of the stuff that she provided and the examples and things spoke very well to the interests of many civil society organizations and women's organizations working on sexual harassment in public space on ownership of the city and so on for women so they became immediately natural lies to this kind of work and to their search findings but if we take the Egyptian government's position seriously that they do want women to keep on working and so on then it is also of interest to the urban planners who are hired by the Egyptian government to correct the city and the streets and to work on public transport and so on so what I'm saying is that those should also have an interest in the research findings and they are another set of audiences that we should be looking for so I really felt that kind of example makes us think of a common interest and common good in a broader way that brings together partners and groups that are most unlike that you don't think of them as partners you know normally but they can become partners in some people so that's one example can I do another example okay so I'll start yeah I can that's it so we have a program on ethics of social science research at the oh my god I almost said the pop council sorry but we work at the pop council together at the ACSS we take research ethics very very seriously and we have a great interest in advancing culture of ethics in our work and among our grantees and so on and we do that through several activities it's an important component of training you know in all the research grants that we give we focus on research ethics and the selection committee will ask people to change the proposals to make their ethics clearer we have you know several trainings and Jamil is one of our trainers in this area we have you know a small grants program we had a small grants program for individuals and now to work on ethics and now we have a program for institutions to work on ethics and we're piloting this with Palestinian and European institutions anyway I'm just saying that ethics is a very important sort of component of our work and in addition to our general sort of encouragement to researchers to focus on the widely accepted principles of respect beneficence justice we also encourage the researchers to adopt and promote a critical and reflexive approach about ethics in ways that would make them think of the public good I didn't use public good before but it's something that you know is broader than just the research project they need to be asking themselves about whom they are producing this knowledge for is it for their own public interest is it for something bigger are they minding the power relations in their work and so on is it socially just the purpose that they are pursuing so in that sense there is one discussion going on on that level of what is this knowledge for is it for a private or public good but at the same time and I'm still pursuing my idea of the common good here and I want to say how this reflexivity helps in two different ways in the first way it helps between the researcher and the participants in the research and in that way we're saying that underlying the interviews and so on is actually or what should happen is a process of co-production of the research a participatory process whereby the participants are taking an effective and important role in guiding the research and telling the researcher what matters to them what they think of what he's saying and so on so there is a common interest there is a common good that the research process entails in that both parties have an interest in promoting an ethical research process now and that's the reason why we really need to be focusing on the idea of giving back to the research participants in appreciation of the role they play in guiding us they are participants they're not just respondents but also in appreciation of the time and effort they have been giving us voluntarily to do the research so there is that element the second element is another sense of the common good and that's what we experience as researchers with each other or what we can be doing for each other by doing ethical research and the idea is that and that has to do with the notion of accumulation of knowledge which again was brought up this morning and it's not important only to produce knowledge of course important but more importantly is the accumulation of knowledge and for this to happen it has to be built on ethical research research that you can trust and you know that it has been done in a proper way and in a dignified way to the participants so this is another sense of common good that I wanted to use thank you so much switching places and powerpoint presentation andrew will help me unless you want to give me the clicker no I'm going to talk about the Arab Arab Public Data Initiative which is working with the Arab Al-Marcel 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 I'm going to talk a little bit about the Al-Marcel 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 I'm going to talk about the Al-Marcel أ يسعل المجلس من خلال المرصد إلى فهم سياق إنتاج المعرفة المتعلقة بالعلوم الاجتماعية بالمنطقة العربية وذلك من خلال توثيق وتحليل ظروف إنتاج ونشر المعرفة production and dissemination of knowledge بالمرصد لدينا ثلاث مجلات بحث نركز على ثلاث مجلات أول واحدة هي البناء التحتية ومنعنا بذلك يعني أي جامعات تعطي علوم اجتماعية بالمنطقة العربية أي هون مراكز البحث يشتغلوا على على العلوم الاجتماعية بالمنطقة العربية الدوريات اللي بتنشر إلى آخر المجال الثاني هو الأشخاص علماء العلوم الاجتماعية شو هي مساراتهم المهنية وين بيدرسوا وين بيشتغلوا شو هي اهتماماتهم البحثية ومنعمل مسح دوري للتنجي بهذه المعلومات والمجال الثالث يلي بعد ما اشتغلنا عليه قد ملازم قد المجالين الأولين وهو استعمالات العلوم الاجتماعية استعمالاتها عالمياً أو استعمالاتها بالنقاش بالنقاش بالمنطقة العربية أو لوضع السياسات بالمنطقة العربية عنا عدة أدوات بحث ما رح فوت فيون كيف منعمل البحث بالمنطقة العربية فين احكي معهم احكي عنهم بعضين عنصر مهم من شغل المرصد هو مشاركة المعرفة المنتجة من خلال المرصد ومنشارك المعلومات من خلال آليتين أساسيتين أو منشورات أو قواعد بيانات ديتا بيسي فبليكيشنز وديتا وطبعاً نحن منشاركهم على منصات تواصل اجتماعي على الويبسايت تبع المجلس بمؤتمرات نعمل ندوات ووبينار نعمل حملات مركزة يعني على موضوع معين فهي هيك نعمل بالنسبة للمنشورات من أهم منشورات المرصد العربي للعلوم الاجتماعية هو تقرير المرصد العربي للعلوم الاجتماعية وبعض كنت تعرفوا واشتغلتوا على على بعض هاله هذا التقرير وهو التقرير بيشتغل على على العلوم على مواضيع من العلوم الاجتماعية بالمنطقة العربية ويصدر دورياً وكل اشو منه بيركز على موضوع مختلف من العلوم الاجتماعية بالمنطقة العربية يعني بيرتكز التقرير على على بحث كمي وكيفي في هذه المسيحية اللي بيعملوا المجلس من التحليل طبعه عادةً بيكون يعني مشمول بالتقرير وكمان عادةً ما بيكون عادةً ما بيكون عن الموضوع المحدد طبع التقرير لحد هلأ صارنا صادرين ثلاث تقرير عم نشتغل على رابع تقرير فينا فين بعدين قلكن شوهنك التقرير بس بفتكر في قصم منكنو بيعرفون بالتقرير اضافةً للتقرير المرصد العربي للعلوم الاجتماعية بنعمل منشورات منشورات بتركز على موضوع معين على بلد معين وموجودين على الويب سايت بالنسبة للآلية الثانية تبع اللي منشور فيها المعرفة المنتبجة تبع المرصد أنشأ المرصد سلسلة من قواعد البيانات بالنسبة للي بتجمع معلومات عن البنية التحتيية للعلوم الاجتماعية بالمنطقة العربية هولي الست قواعد البيانات الموجودين وموجودين على الديتا بيرس اللي رح احكي عنه بعد شوية مثلا الجامعات عنا هوتش ديتا بيس يلي بقلنا شوهنه الفوق الف جامعة والمنطقة العربية اي جامعات بتعطي علوم اجتماعية اي مجالات هالجامعة بتعطي على اي مستوى سنة التأسيس تبع الجامعة الى اخره كمان عندنا الديتا بيس مراكز البحث الجامعية الغير الجامعية شوهنه جامعيات المهنية يلي بيشتغلوا على العلوم الاجتماعية بالمنطقة العربية الدوريات يلي بتنشر علوم اجتماعية محكمة وغير محكمة ودور النشر كمان وهلأ عم نشتغل وإن شاء الله بدي يكون بيخلص آخر سنة أو أول سنة الجاية عم نعم نشتغل على قاعدة بيانات للمكتبات الأكاديمية بالمنطقة العربية فأغلباً راح يكونوا تابعين للجامعات بس سنة أكتر من هيك يعني راح يعني راح تكون أكبر من هيك شوية فهذا بالنسبة هادي القلية الثانية القواعد البيانات اللي منشر فيها البيانات يلي بوصلنا على المبادرة بيانات العامة العربية الأربية بالديتا أنشاء وتركيز هنا على البيانات بلشنا سنة 2018 نشتغل على هالمبادرة وعم نشتغل عليها بالتعاون مع معهد أودم للعلوم الاجتماعية بجامعة نورد كارولانا بتشابلهل ومن أول سنة الفين واثنين تلاتة وعشرين نضمت جامعة أكسفورد إلنا طبع هلأ صرنا تلات شركة بهالمبادرة والمبادرة تهدف إلى تعزيز مبدأ وممارسات الحفاظ على البيانات العلوم الاجتماعية ومشاركتها ويعني تعزيز المبدأ بين الباحثين وكمان مع المؤسسات فشغلنا بهذا باحثين ومؤسسات كمان بالمنطقة العربية وشغلنا على هيدا المبادرة هو جزء من التوجه العالمي نحو العلم المفتوح ولمعرفة كصالع عام وكمان يعني هدف هدفتين أو يعني من المبادرة هو بدنا أنه يصير إدارة البيانات البحثية للعلوم الاجتماعية قسم من الدورة البحثية تبع الأفراد والمؤسسات يعني وقت يبلش هل الباحث أو المؤسسة يشتغلوا على ريسورتش بروجيكت من الأول بدون يكون عندهم بلانز بلانز كيف بدون يحفظوا البيانات وين بدون يحفظوها مين راح يديرها إلى آخره لانجتور بيزيرفاشن إلى آخره إلى آخره وفي أدوات لكل هالأشياء فهلأ نحكي عنهم شوي في المبادرة عندها لجنة استشارية تنتقي مرة بالسنة أو ويت مرتين بالسنة واللجنة عندها رئيس من 3 المؤسسات المشاركة الإنسكو بالنسبة للأوبن ساينس عندها تعريف واسع للأوبن ساينس عندها أربع أقسام نحنا بشغلنا على المبادرة عم نشتغل على على المعارف العلمية المفتوحة وعلى قسم صغير مننا هي البيانات البحثية المفتوحة ثاني سوركل من هونيكي وكمان عم نشتغل على على البناء الأساسية للعلم المفتوح هذه بالليلكة وإن سبيسيكي عم نشتغل على أنه على على الديتابيس والريبوزيتري يعني ديس از او سمول كنتريبيوشن للأوبن ساينس بالمنطقة العربية ضمن الأوبن ساينس للعلوم الاجتماعية عن ومن المنطقة العربية وتسهيل الوصول إليها تاني هدف هو بناء القدرات في إدارة البيانات البحثية والهدف الثالث هو إقامة شركات ضمن المنطقة وبرات المنطقة عبر الأقلين فهذه الثلاث أهدف تبع المبادرة والمبادرة لحد هلأ عندنا نشطين أساسياً أول واحد هو الأرشيف فلذلك أنشأنا أرشيف متعدد التخصصات ملتي ديس ابتيني جي سوشل ساينس ريبوزيتري لحفظ وتسهيل وصول إلي البيانات العلوم الاجتماعية كمان عن ومن المنطقة العربية والريبوزيتري متاح للأفراد وللمؤسسات الريبوزيتري اسمه الـ ACSS Dataverse هو الريبوزيتري يلي طورت جامعة هارفرد وهلأ مستعمل بفوق مئة مؤسسة بالعالم بالمنطقة العربية في مؤسستان عام يستعملوا نحن الوحدي من هالمؤسسات من الوقت ما انشأنا هذا الريبوزيتري الـ ACSS Dataverse بفوق المئة وعشرين قاعدة بيانات فيه يعني عم بيتزايدوا قواعد البيانات ببطء في بطء وهذه واحدة من من الأشياء من تجربة الريبوزيتري لتجربة الريبوزيتري لتجربة الريبوزيتري فالتجربة يعني يتم إداع البيانات البحثية بموجب اتفاقيات إداع موقعة من قبل الموذعين الذين تمنحنا نحن الإذن أن نضع الريبوزيتري تبعو لهم عنا ويجعلهم بفوق ويجعلهم بفوق المحفوز ويجعلهم بفوق المحفوز أيضاً الحفوز لا يعني بفوق ويجعلهم أول مؤسسة يقرروا ويجعلنا الاتفاقيات الإداع والترمز موجودين بثلاث لغات بالإنجليزي والعربي والفرنسي هذا اللينك التبعه وإذا أحداً يهمهم ويجعلهم التواصل التواصل معنا على التواصل في زميلي رامع فاشة يعمل بسرعة هذه صورة عن التواصل ولكن التواصل في المؤسسة ضمن التواصل يمكننا التواصل تحفظ كل بياناتها ترى التواصل تقريب بشكل ترى ترى ثم ترى هذه طريقة يعني طريقة للتنظيم المعلومات وللاحظونا النشاط الثاني تبع المبادرة هي بناء القدرات المجلس عم يعود ورشات عمل تدريبية لبناء القدرات بإدارة البيانات البحثية في المنطقة العربية هذه الورشات تعرف بمبادئ إدارة البيانات ومشاركتها وأفضل الممارسات والأدوات الأرشفة ما هي الأدوات الأرشفة ما هي الأدوات الأرشفة التجدد من المجلس عملية ومتعرفة التجدد من المجلس عملية وهو اللي منعرفهم عليهم وهو اللي ورشات العمل يحضرون كل الأشخاص يشتغلوا على البيانات البحثية ليس فقط الباحثين ليس فقط اللي بينشقوا البيانات البحثية بس الناس اللي بيحفظون فعنا الباحثين وعنا أخصائيين المعلومات 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 الثانية تدريب مدربين التدريب مدربين لحد هلأ عملنا 15 دورة تدريبية بلشنا إقليمياً وكمان عملنا كذا دورة على الإقليمية طبعاً دوري كوفيد عملنا كمان دورات تدريب مدربين عملنا دورات تدريب مدربين عملناهم على هامش مؤتمرات عملناها على مستوى المؤسسات عملناها لجامعة أو جامعتين عملناها مرة لستاتيستيك الأفوس بالمنطقة العربية مركزة لستاتيستيك الأفوس بالمنطقة العربية وعطيناه كمان للبوست داكتوري الفالوس تبع المجلس التمرين السؤال كتير منح عنا عدة version عنا التمرين الفل هو ثلاثة يام وعملنا الابريج version يلي هو أربع ساعات ويلي بده برجع بياخد ثلاثة في طلب على الأربع ساعات وعندما نذهب نقول على المجلس كومفرس نعطي أربع ساعات فورشي طبعا فورشي هلأ من اعتبارا من 2023 نقدم التدريبات بطريقة أكتر مستهدفة على مستوى البلد أو على مستوى المؤسسة قسم من اللي عم نعملها أنه نحن من خلال هالتدريبات إضافة طبعا إلى بناء القدرات نحن بدنا نعمل كوميونيتيز فنحن نعطيه على بطريقة مركزة بتنقل للجامعة الفلانية أو للبلد فلاني أو للمركز البحث الفلاني ويحضروا خمسة أو عشرة عدد من عندما يرجعون من هذا يساعدون بعضهم نحن نقوم بطريقة مستهدفة فهذا قسم من التدريبات أنا أفتكر أن تعمل قليلا بطريقة مستهدفة هذا هو النشاط الثاني الذي نفعله أريد أن أختم ما هي المساهمات لهذه المبادرة وهذه المساهمات متواضعة هذه المبادرة تصد فجوة معرفية في المنطقة العربية بالنسبة للشغل على المنطقة العربية يمكن أن يكون هناك في غير مجالات ولكن ليس في المنطقة العربية المساهمة الثانية هي أنه في مثل بداية شبكة network of people working on data management بالمنطقة العربية Again, social science research data management We are specific about that ولكننا تعرفنا لصورة المساهمة وفض فاضة وثالث مساهمة هي Localizing knowledge يعني بترجمتنا للمواد التدريبية وعطة التدريبات باللغة العربية ومساهمة صغيرة لتوطين المواد العربية وإتاحها باللغة العربية وكمان لتعددية اللغوية تبع الـ global efforts on data management ورح وقلت هون إذا فيه سؤالات بالطبع بالطبع هاي كلمة نيشة ما بلاقيها بالعربي شو المجال اللي إحنا ممكن نساهم فيه في هذا المجال بس ذكرت مشيرة إنه في كتير من هالمواضيع عم نتعاون مع مؤسسات أخرى خاصة في أمريكا اللاتينية لأن أمريكا اللاتينية متقدمة علينا كتير بمسألة open access وبمسألة open science والآخرية ومن الأشياء اللي اللي دايما بسمعها بأمريكا اللاتينية لما بسأل مثلا كلاكسو اللي هي مجلس العلوم الاجتماعية بأمريكا اللاتينية بسمع منهم إنه الجامعات هن خلفائهم بهذا الموضوع بينما إحنا بالمنطقة الجامعات بالعكس هن يعني اللي عم نحاول نقنعهم بهذه الأبكار فيعني من التحديات سواء في مسألة الأخلاقيات البحث العلمي أو في مسألة إدارة البيانات والآخري هو إقناع الجامعات في أهمية هذه المواضيع وفي إنه لازم نشتغل مع بعض وهذا فلما الصبح استعملت كلمة أدبوكيسي أو المناصرة أو المرافعة يعني منعتبر هاي المواضيع النوع من الأدبوكيسي من طرفنا لأنه عم نحاول نقنع المؤسسات الثانية وخاصة الجامعات بأهمية هاي المواضيع فيعني بس حبيت أضيف من الجامعات يعني وفي خلي بخلي نادة جاوب جاوب مش شيرة بس اللي بحب بس أضيفه إنه بهاي التدريبات مثلا من الأشياء اللي كتير يعني إحنا مسرورين فيها وانبسطنا فيها إنه اللي عم بيجيونا للتدريبات مش بس من الجامعات عم بيجيونا من القطاع الخاص عم بيجيونا من القطاع الحكومي عم بيجيونا أفراد عم بقولوا أنا عندي كم هائل من المعلومات مش عارف كيف أتعامل معها ومش عارف كيف أستخدمها وإلى آخري ففتح لنا أودينسز على سيرة الجماهير ومسألة الكوميونيتيز اللي منشطل معهم هاي المبادرة فتحت لنا كوميونيتيز جديدة إحنا كمؤسسة ليش الجامعات في رزيستنس لهاي المبادرة أنا هتكلم عن موضوع الأخلاقيات يعني ملاحظتنا من مشاريع الأبحاث اللي بتقدم للمجلس العربي إن فيه نقص واضح في المعرفة وفي التدريبة عن موضوع الأخلاقيات يعني واضح إن الجامعات العربية ما بتدريش الموضوع ده في منهجهم فأنا يعني ما قدرش أفترض إنه هما ضد موضوع الأخلاقيات لأنه يعني صعب الوحدي يفترض إنه في حاجة زي كده ولكن فيه نقص وإهمال في هذا الموضوع والمحاولة اللي عملناها مؤخرا هو إنه نقدم تدريب عن أخلاقيات البحث للجامعات والمؤسسات المجتمع المدني التي تدير أبحاثا في فلسطين والأردو زي ما أنا قلت ولقينا إنه بعضهم عنده إجراءات وعارف إنه فيه حاجات بس غير مفاعلة أو غير بيروقراطية أو غير كفأة لكن فيه فيه جامعات عندهم حاجات عن الأخلاقيات وفيه جامعات عمرها ما سمعت عنها يعني إحنا ماشيين في الطريق ده إنه الجامعات والمؤسسات العاملة مؤسسات المجتمع المدني اللي بتعمل أبحاث اجتماعية نبتدي نخلق بينها ثقافة الأخلاقيات أظن يعني وهذا برجع لبعض الملاحظات في الجلسات السابقة إنه فيه فكرة إنه البحث العلمي هدف البحث العلمي هو اكتشاف الحقيقة الوصول إلى الحقيقة بأي سبيل من السبب فمسألة الأخلاقيات بتصير عائق للوصول يعني فيه نظرة للأخلاقيات إنه هي معورة وعائق للوصول للحقيقة يعني جميل كمان عم بيشتر معانا بهذا الموضوع ممكن عنده فعليقات على هاي المسألة فأظني الجامعات يعني بشكل عام طبعاً عم بعمم عم بالدرس العلوم الاجتماعية بهذا الشكل الانسترومنتل بهذا الشكل إنه هدف العلوم الاجتماعي هو وصول إلى الحقيقة فإنه يعني ما بنوخد أي شيء تاني بعين الاعتبار أهم شيء هو الهدف اللي هو الحقيقة لا يوجد عملية الوصول بالداتا مانجمينت لا يوجد عملية الوصول في حالة الناس بدأ تعرف عن الموضوع يعني فيه 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 انترست وقت نعمل الأوبن كورس فيه كثير فيه طلب عليهم وفينا ناخد بس عدد معين بكل ورشة تدريبية الريزيستنس يلي عم نلقيه بيه هالمبادرة هو بإداءة الديتا ستس تبعولون بالديتا ستس بالديتا ستس المشاركة نلاحظ هلا الديتا ستس يلي موجودة بالإي سي اس اس ديتا بورس كلها كوانتيتا بس هلا بالمرحلة الجديدة اللي بلشت في أول 2023 مع جامعة أكسفورد رح نزيد على الديتا بورس الديتا بورس الديتا ستس والسنسيس 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 الديتا ستس هلا عم نتوسع بالنسبة للأشكال الديتا يلي عم نحطها بالديتا بورس عندك سؤال أول شي شكرا للعرض بس كمان شكرا للشغل اللي عم تعاملوها الموضوع اساسي بمنطقة غيب عنه الحديث الحقيقي سؤالي يعني ما بخفي عليكم نحنا بقاري عم نلاقي صعوبة نكما يعني مين بيملك المعلومة بهالبحث بسيء بالمقابلات بيظل خاصة يعني خاصة للباحثات والباحثين اللي بكونوا عم يبلشوا بالكارير تبعيتهم بحاجة يبنوا نوعا ما رأس مال تبعهم رأس مال المزدوجين وقت واحد يجي يقولون لازم تشاركوا هالمعلومة مع البي عم نلاقي صعوبة راحنا إياه نظرا لكيف كمان اليوم أكاديمية عم تمشي خاصة مع الأكاديمية يعني حدا نقول ولا إحنا ما فيها ننشو مثلا شي مبسط عن هالبحث قبل ما يطلع المحكمة بعد فترة أو هيدا قدمتوا على كتاب وفي عندي من البابلشر ما فينا أنا عامل X Y and Z و بنفس الوقت و أحنا بس إحنا ممكن مختلف شوية عن ECS بايد الموضوع و نحنا مش بس عم ساعدكم تتعملوا البحث تبعكم بالأخر في شي يرتد و بنفس الوقت بدنا كمان إنو أنتو تقدوا تكفوا بال الأكاديمية كارير تبعيدكن بس واضح أنه في تنشن بوينت كبيرة كتير وفي حتى تنشن بوينت ببعض المناطق اللي بيسي فيها نزاعات لأنه عادة حتى الباحثين احنا عم نشغل معهم مش دايما هني اللي عم يقدوا يعملوا المقابلات على الأرض طب شو مسؤوليتنا فيزا في الأشخاص اللي هني عم يعملوا المقابلات لأنه هول بالآخر هول نيو فرانتلاين عملياً عم نشوفها كتير لأنه أحد الأشياء الارتدادات من اللي سار مع بعد 2011 وبعد الأحداث المؤسسة في لسارة الباحثات وباحثين بكتير بلدين فيها نزاعات أو بلدين نوعاً ما بالمنطقة الطريقة تعتبر غير آمنة الفيلد وورك خف كتير للأشخاص خاصة اللي عم بيجروا من جماعات غربية فهني عم بيستعملوا أو عم بيتعاونوا مع أو ما بعشو أو يتعاقدوا مع اللي هول عملياً مش موجودين بحيالة يعني حقوق غيبة كلياً وإحنا حتى يمكن ما منعرف هون بيسي فيه كمان سؤال شو مسؤوليتنا إحنا كمؤسسات على الفوتشين الكاملة لهذا الموضوع قديش فينا كمان إحنا نجمع بعضنا ونشوف بعض المؤسسات البابلشينغ إنه إذا بدكم نكون هيدا عن جد منفعة عامة يمكن لازم يسير في نشر أوسع للموضوع وهيدا يكون جزء من تابعونا ويكون يعني ممأسس بشكل أكبر بس كمان ما بدخفي أنا بحس إنه في مثل هيكي راح نوقف نوقع تيم تحدى اقتصاد كبير يلي هو اليوم كيف الاقتصاد إنتاج المعرفة موجود اليوم يعني حكي عن حالنا راحنا هلا كآري ما عنا بروفيت ميكين أرم أصدر هلا يعني ما فإحنا اللي مننشو دايما يأنا بيجينا ومننشو كل شي منحطه ببليك مرتحين كتير بهذا وضع في ضغط علينا من الدونرز متل كل هيدا انه بدكم تعملوا بيجينا نتركه يجب علينا خمس سنيه ماشي أنه كل الـ Not-for-profits يجب عليناك التعبير ويجب عليناه فرع ويجب عليناه ويجب عليناه فرع وهيدا تتعبسينا إحنا ما وصلنا لهيدا القناعة بعد ويجب عليناه إذا يوما ما راحنا لهوني ما ينتجه حيثي في إشياء مننتجه ومننشره وفي إشياء مننتجه ومنخليها لأنه إحنا هيدا حنستعملها تدخلها لنا موارد مادية يعني فهمته قصدي بيصير فيه انسنتفز وديس انسنتفز معقدة كتير وبعتقد هايدي احد اسباب ليش الجماعات ما عم تتعاون بشكل فعال لانه عم نشوفه كتير من جماعات وعم نسمع منه انه خاصة يلي هلا صاروا من جبرين يجيبوا تمويل خارجي اكتر اكتر وغرانتز لازم يحسنوا الاداء تابعهم بالرانكينج سوريز وكلها فعم بحطوا ضغط على الاساتز هايينشوا اكتر بالبير ريفيود ففي ضغط اكتر فليزم هالنوع المعرفة الليزم يطلع يعني الاقتصاد مشيك فمبعب اذا في ساتني حكيت انو ممكن بامريكا جنوبية عندهم مقاربة مختلفة كيف قدروا يعني يتجاوزوا هالتحديات الاقتصادية وكيف عم بتفكر انتو بالفوتشين تبع انتاج المعرفة انو هي عمليا اكترات التقارير اليوم منا معتمبي على ريسورتش او ريسور واحد او واحدة عم بيكون في ريسورتش اسستنس يمكن يكون في تعاقد او لأ معون عم بيكون في كثير حتى بالاكاديميا عم نشوف انتشار ظاهرة الفيكسر اللي كانت موجودة مادة موجودة كثير بالميديا والهايدا انو في نوع من لوك الفيكسر لأسباب امنية لأسباب صعوبات الميدان او لانو كمان الفترات الميدان عم تقصر عمليا بس كمان نحنا يعني دايما نحكي مع بعض ونعتقد انو نحنا كثير من فكر مثل بعض لحظة اللي بيجي حدا كتير بيفكر غير عكسنا ومنصدم انو لا مشكلنا مثل بعض سؤالي التالي انو كل هيدا الداتا تحت شعار انو اللي تسميها اللي هي بس تقصي ناس كيف بتصير عملية الاقصاء يعني أكان من منح أنه داتا لا ما بدنا نحطها هون لأنه عم بتسوق لأشي ما بعرف عنصري لأشي بيساهم بي مثلا دعم العسكر كسلطة سياسية مثلا أو بعض المدارع العامين اللي بتكون عندهم بي اتش دي وحبين يشاركوا بين النشاطات مثلا بس اني عم بيساهموا بعمليات قمع أو هدم لبعض المسلم اللي عم بيسير هلأ من مصر انه كمان هيدا تحت شعار انه بنقبل كل شي ممكن احتمال نكون عم بنسوق لقصص نحن ما ما امنين فيها او هي منى لهالشي اسمه common good يعني او public good او اللي بنسميها فكيف بتصير عملية الاقصاء اذا في من اقصاء يعني اللي عم بيساعل انه انا مسلم احد طلابي كان كتير مصر انه يدافع المصارف بالفيسس طبعه بالجامعة محقه بس انه كمان اتوجهت انا بمسألة انه بقبل اشرف عادة شي ما بقبل ادخل الى حد ما كيف بساعده يظهر هيدا الواحد انه انه توكيف دم فويس يعطيهم صوت او يعني كيف بتصير يعني كتير عم نحكي بالcommon والpublic او كان داتا او كان معلومات او او كان مشاركة بشي كأنه للكل بس هو ما انه للكل عمليا لانه نحنا في عسكر في سلطات اقتصادية كماعية في 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 فشو منعمل بهالحليات انه موقع الاساس انا بعرف مبادرات كتيرة اكتوبست سواء اللي جامعهم مسلا احكام محاكم في موضوع بالذات في موضوع الحريات الاكاديمية انا بتكلم على افتي عشان المسائل تبقى واحدة دي حاجات فيزيكلي هتروح يعني على تلاو وممكن تروح ودي حاجة ممتازة لانها عشرين سنة احكام ما نقولها بخط الايد ليه قضايا رافدوا الهراسمت مابس كده هل ممكن المبادرات دي تلجأ اليكم مش للمشاركة انما الحفظ هذا النوع من الحاجات حتى مثلا مرحلة يعني انا بسأل سؤال المختلف عن جميل انا لو متعرضة لنظام سلطوي احفظ الحاجات دي من الفناء ازاي بدون معرض اللي جمعها للمسائلة القانونية الحالية طيما قصدي ايه السؤال هنا تريكي بس كمية الطلب اللي ممكن تيجي عليكم من مبادرات عمل التجميع لتوسيقات او بقولك من اشكال مختلفة ومصيرها انها تبقى على كلاودي وتفكيلي مش مش هيكملوا افتي في النهاية تقريبا بتقفروا ده سؤالي هل بتاخدوا كمان المبادرات الاكتباس دي ولا لا في حدود لازم نشتغلوا مع الجامعات المركز البحثية الاي سي اس اس ديتا فورش متل ما قلنا هو متاح للافراد وللمؤسسات فلا ما ضرور الواحد يكون تابع لمؤسسة بس بتضيف شغلي اللي ما ذكرتها بالعرض انه نحن كل الديتا ساتس هادي بتتطرق شوية بس مش تماما للي حضرتك سألت عنه كل الديتا ساتس يلي من تنحط بالديتا بورس بده تكون او تحرك المالات الملات المحددة من الديتيفايد اذا موجودة تكون كالا بتنشال لاحظة كالا في حال الديتا ساتس كانت تحرك او ما فيها هيك معلومات في حال اجتنا هيك منقول لصاحبه تشيل المعرفات الشخصية وتقول معرفات شخصية يعني بضاعة صغيرة تعرفي مين الشخص يعني معقول يكون ما نبين انو تعريف شخصي بس هو بيكون تعريف شخصي سو نطلع عليا ونتأكد انو عنجاد مع حدا يعني يعني nobody will be able to identify one person with data set so this is uh this is one one of the rules of our 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 data verse بالنسبة ليلي للباحثين والرسيرتش assistants يلي عم بيشتغلوا بالبلدين نحنا ما منتحكم فيها فاتس ابتوهم هني يلي يعطون ايه what is their level of comfort في متل ما قلت ومتل ما كمان ذكرت انو الحفظ غير الopen ونحنا الريبوزيطري تبعيتنا في تفاصيلتات اكسس يلي بدو يopen لانو يلي بدو يعمل بيزيد بيزيبليت ويزيد بيزيبليت تبعيتو لأنو عنا الميتا ديتا and it's done in a very professional way بتزيد الفيزيبليتي ويزيد بيزيبليتي بيزيبليتي تبع الديتا سات يلي بدو يحفظه لأن ما عندو غير اللابتاب تبعو يحفظه هادي موجودة بتسكر عليها we have one data set يلي we have just one data set من المية وعشين يلي whoever wants it بدو يبعط طلب ونحنا بدو نعرف مين هو ومنعطيه الديتا سات يلي بيحفظه الريسورج تبعون بطريقة تاني يلي بدو اكسس لديتا سات ستابعون بدو يطلب ويقول لهم كيف بدو يستعملها وذات اوكي يعني كل كل عنده عنده طريقته كيف كيف تشتغل بس في المهم انو البيانات تنحفظ بطريقة صحيحة ضمن معايير معروفة it is for long-term to present preservation وقت تحطيه على ستك أو على هيدا eventually راح تخطفي في data sets مثلا يلي كتير مهمين وهلا من يعني من موجودين probably here and there هوي تبعو الباب فام مثلا this is this is an example of uh maybe we can call it data set at risk كتير مهمين كتير بلدين يعني يعني مسح دوري عالميا بكتير بلدين ف بكتير ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب سو هيدا لسؤالك ما بعرف كيف جاوبك لا يعني سؤال وجيه انه هل منقبل اي ديتا ست اذا كان عنا مشكلة ايديولوجية مع مع اسئلة البحث او مع النتائج اللي وصلتها يعني احنا عم نحكي هون مش عم نحكي ثيسس او كتاب او مقال او الى اخرى فهذا ما بعني انه ديتا ست ما بكون الها ايديولوجيا بكون الها ايديولوجيا في هذه المشكلة ما وجهتنا لانه يعني كتير صعوبة عم نوخد الديتا ست يعني لا نقنع الناس والمؤسسات يعطونا الديتا ست فيعني لنوصل هادي it's a luxury question in a way صاري جميل بس انه لنوصل لمحال انه نصير النقي انه هذا بدنا نحطه وهذا مش ما بدنا نحطه نتمنى انه نوصل لهاي المحالة بس فيه طبعا جزء تاني من السؤال اللي يعني شوية طرقت له الصبح اللي هو المشاركة بهاي البيانات شو نتيجة المشاركة كيف كيف جهات معينة ممكن تستعمل هاي المعلومات نفس الوقت يعني مقابل ذلك في عنا الديتا لوس يعني الديتا اللي عم تختفي كل يوم عم بختفي عنا المعلومات فهي الشغلات مش يعني شوي وي بيزنتد كأنه it's it's unequivocally good يعني انه هادا لا فيها يعني فيها gray areas يعني الشغل مش اسود وابيض بس I think فيه balance معينة عم نحاول نوصل له انه من ناحية عم بتضيع المعلومات كل يوم عم بتضيع المعلومات من ناحية تانية انه فيه risk فيه خطر انه جهات معينة ممكن تستعمل المعلومات بطرق ما وهون المشكلة الاساسية والفرق مع امريكا اللاتينية انه ما عنا community اللي لو صار اشي متل هيك انه ترد على متل هيك استعمال سيء او استعمال خاطئ او استعمال مضر يعني اللي هاي المشكلة انه ما عنا community اللي رح يطلع صوقها في حالة سوء استخدام المعلومات او سرقة المعلومات او الاخيري فالناس عندهم حق انهم يخافوا ان معلماتهم رح تنصر عندهم حق يعني ما عنا اساليب او طرق لحماية الباحثين او المؤسسات فكلهم متشابك مع بعضهم مرتبط مع بعضهم بس بدنا نبدأ من محل معين يعني لازم نبدأ من سريعا هحاول ارود على حاجات يعني مش اجابات بس افكار مش عرف انت فاكر وانا بكلم قلت انه احنا مهتمين بموضوع الopen access لكن كمان فاهمين انه هو مش موضوع موضوع معقد يعني معقد جدا حقيقة ولأسباب مشروعة فانا مسلا شخصيا يهمني جدا اعرف مين المعارض لفكرة الopen access واعتوقع ان يكون الشباب الباحثين زي ما انت قلت من الناس المعارض لفكرة لان هي حقيقة تدع عليهم قيود معينة يعني انت عشان يكون عندك open access لازم تكون الجرانت اللي انت اخدتها عملت حسابك فيها انهم يدفعوا لك البابليكيشن فعيزاك تفكر بمانطق تاني مختلف يعني عشان تشيل التمن اللي هيدفعه القارئ انت لازم انت اللي تدفعه فلازم يكون جزء من الجرانت بتاعتك وديف حد ذاتها يعني قصة جديدة علينا ومحتاج تفكير مختلف يعني it doesn't come with without restrictions لازم الوحدي فكر انو مش تهلا زي ما احنا فهمين عيزا أرود على حاجة تانية قلتها بمناسبة you know field work is becoming less and less and I want to of course sort of confirm that this is the case and it's not only because of political restrictions or the inability to get permission this had some challenges like covert made you know field work not possible anymore and for us at the ACSS we had to be helping our grantees and fellows think of alternative ways of doing field work on the phone using internet which come with a lot of compromises for the quality of the research and we have to be thinking with the grantees and the fellows you know about this process about what it means and what it you know compromises and so on and certainly in our guidelines for for the ethics we pay a lot of attention unlike a lot of other organizations to the ethics of teamwork the ethics of working with young people the fact that you need to acknowledge the role if they publish with you you need to put the names if they don't publish you need to sort of tell everyone that they worked on that material you need to protect them and you need to protect your yourself in in these very uncertain situations and political uncertainties so and we think a lot about our responsibility as an organization do we need to be doing something proactive about you know protecting our grantees and our fellows while they do field work should we have a lawyer in place that you know they can go to in case something happens to them I mean it's it's a continuous process of how we do this well and ethically ourselves as an organization just quickly for those who are coming to the dinner 7 50 downstairs or 8 at just quickly for those who are coming to the dinner of 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 ترجمة نانسي قنقر